أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أذكركم بالموعود على لسان سيدي كل مولود لتستبشروا خيرا إذ قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم والرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من إله الحمد لله أن جعلنا من أهل هذا الموعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربنا جل ذكره والذين يتوفون منكم أن يموتون من يتوفاهم الله إذ قال تعالى وقوله الحق من صورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي يباشر إخراج الروح من الجسد هو ملك الموت ويستلمها ملائكة معه فإن كانت النفس تقيا طاه وزكيا عرج بها إلى الملكوت العلا وسجل اسمها في كتاب يسمى ما عليين وينزل بها الملائكة في موكب عظيم لمحنة القبر فلما يتم نجاحها تعود الروح إلى الملكوت العلا لطاعة في الجنان ساكن مطمئن إلى أن تنتهي هذه الدواء ويخلق الله تعالى البشر خلقا جديدا فلما تكتم الأجسام ترسل تلك العواح ولها دوي فما من روح إلا وتدخل في جسدها والله ما تغلط أخرى الأجساد تنبت كما ينبت البقل ما البقل بالقاف والبقول البصل الثوم الخرد الخرد الليف تنبت كما ينبت البقل أربعين قال أبوه لا أدي سنة أو يوم فلما تكتم الأجساد تنبت نباتا يوصل الله تعالى الأرواح أرواح السعداء من عليين وأرواح الأشقياء من سجين فلا تخطي روح جسدها فينفق إصرافيل النفخ الثانية فإذا هم كالجراد المنتجر والشاهد في قوله والذين يتوفون أن يموتون ولكن من يتوفاهم ويوفي آجالهم وأعمارهم الله عز وجل هؤلاء قال منكم يا معشر المؤمنين لا من غيركم من الكافرين والمشركين هؤلاء ما هم أهل للتشريع والبيان لأنهم كفروا الله وجحدوه وكفروا رسوله وأنكروه وكذبوا بكتابه ورفضوه ما هم أهل لهذا منكم معشر المؤمنين الحمد لله أن كنا أهل شأن عند الله ينزل كتابه علينا ويبين لنا الطريق ويهدينا السبيل لناكمل وناسعد الحمد لله والذين يتوفون منكم ويذارون أزواج يذارون أزواج يتركون زوجاتهم ماتوا عليهم أو مات عنها وتركها والأزواج هنا النساء بمعنى الزوجات لأن الخطاب للفحول إذا مات الفحل فزوجته ما لها بيّن لنا قال وصية لأزواجهم يوصون وصية لأزواجهم قبل أن يموت يوصي أبناءه إخوانه أعمامه أقاربه إن فلانا تبقى في البيت سنة كاملة إن واقبت في ذلك لا تزعجوها لا تغلقوها هي زوجي وأنا زوجها وصيكم بأن تبقى بعد أربع أشهر عشر أيام تبقى سبعة أشهر وعشرين يوم إلا إذا حبت تخرج مع السلامة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وتأكل وتشرب كما كانت وتنام هذا إحسان عظيم هل عرفه الناس تعتد بأربعة أشهر وعشر ليالي وتكمل السنة في بيت زوجها مع أولاده مع بناته مع أولادها بناتها لا تزعجوها سنة وإذا أرادت أن تخرج تخرج قبل السنة إذا أكملت أربع أشهر وعشر ليال شأنها لكن من باب مراعاة آل إحسان الذي يعيشه المسلمون وهو شعارهم خلوا في بيت زوجها حتى تكمل السنة ومع السلامة ما هناك حاجة إلى أن نذكو إلى المجموعة من أهل العلم من يقول هذه الآية منسوخة وناسختها الآية السابقة ويقال كيف اللاحقة تنسخ السابقة نقول لا حاج أما قال تعالى سيقول السبهاء من الناس ما وما قالوا بعد قد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطان المزيد الحار هذه الأخيرة ناسخة للأولى قالوا بالفعل بعد ما نزلت ولا حاج إلى هذا الذي ذهب إليه إمام المفسرين ابن جريف الطضري أن الآية ليست منسوخة وتوجيهه كما علمتم ورجح هذا وما لإليه شيخ الإسلام ابن التمية وما لإليه وإن لم يفصح ابن القيم تلميذو إذن لا بأس أيضا أن تنزل آية ثم تنزل أخرى ولولة تنسخ الثانية لأن كتابتها يأذن جبير فيها للرسول اكتب الآية الفلانية اكتبها في الموضع الفلاني تنزل الآيات وتبقى سنة سنتين تنزل الآية أخرى وتكتم معها بعدها إلى أن نزلت آخر آية من كتاب الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم آخر آية من كتاب الله وآخر صورة بإجمالها صورة النصر إذن نعود إلى السياق الكريم وتهيأوا لتعملوا إن شاء الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يوصون لزوجاتهم ويمتعونهم بهذا الوصي متاعا بحيث تبقى المرأة مع أولادها أو أولاد زوجها مع زوجة أخرى مع أبيه حتى تكمل أربعة أشر وعشر ليالي وثم لا تخرج آبدا من البيت إلا لظهورها ولا تبيت إلا في بيتها مراعاة لمصيبة أهلها هم حازنون متألمون ويتخرج وتتعرض للزواج لا يتلاقى هذا أبدا مع المرؤات والكمالات أربعة أشر عشر ليالي وفي بيت زوجها مع أولادها إن كان له أولاد كاملة الأربعة أشر عشر لا بأس أن تكتحل أن تتجمل أن تقبل من يخطب يخطبها للزواج لا بأس والذين يتوفون منكم ويذون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشر وعشر هنا هذه الآية من إحسان الله وتعف من الذي شرع قال والله عزيز حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه هذا التديين له أطره عزيز قوي لا يمانع في شيء يريده حكيم يضع كل شيء في موضعه فانتبهوا إذن متاعا إلى الحول أي إلى العام غير إخراج أي لا تخرجون إذا كملت السناء إن شئتم أخرجتموها وإن شئت خرجتها فإن خرجنا أثناء المدة فلا حرج أي السبع أسر وعشرين ليلة إن خرجت فيها المرة لا باش لكن من الإحسان إلى هذه المؤمنة أن تبقوها في بيتكم تكمل السناء وتخرج إن شاءت فإن أرادت أن تخرج بعد نهاية العدة أربع عشر عشر ليالي لها ذلك أذن لها سيدها فإن خرجنا فلا جنا عليكم فيما فعلنا من الزواج وغيره فيما فعلنا في أنفسه إن من التجمل والتحسين والتعرض للخطاب لتتزوج وقوله فيما فعلنا في أمسنا من معروف دائما هذا القيد أذن لها في أن تتحسن تتزين لكن في حدود معقولة لا تخرج الشوارع وهي متطيبة تفتن الناس في معروف والله عزيز حكيم هذه الآية الأولى اعلموا أن القول الراجح فيها أنها ليست منسوخة لا بالمواريث ولا بالآية التي تقدمت وإنما محكمة ما فائدتها فائدة وآل إحسان بين المؤمنين والمؤمنات لا أن تنتهي أربع عشر عشر يخرج عنا لنؤجر للغرفة فهمتم لنا أعطوها فرصة أخرى ذي أمكم ذي مؤت أبيكم مؤت أخيكم مؤت عمكم أعطوها أعطوها فرصة حتى تكمل سنة ويتتناول الطعام وشراب معكم تمت السنة مع السلامة إذا أردت تخرج وإن هي راغبت في أن تخرج قبل السنة الباب مفتوح أذن لها سيدها فإن خرجنا فلا جناع لا إثم ولا حرج ومعنى هذا إذا أراد الفحل أن يموت إذا قارب الوفاة يوصي أبناي وإلا إخواني وإلا فلان أتركوها معكم سنة لا تزعجوها وإذا أرادت أن تخرج تخرج هل في هذا شيء يتنافى مع الأدب مع العلم مع الرحمة مع الحكمة هذا مظهر من مظاهر الدعوة الإسلامية ومنهجها السليم واسمعوا الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير أي خرج الأربعشر والعشر ليالي ذي فريضة واجبة من أنكرها كفر من أهملها يؤدب حتى يتوب لكن الزيادة على أربع أسر عشر ليالي أراد الله للمؤمنين أن يريشوا على المعروف والإحزان إذ قد توجد مرأة غريبة جاءت من ديار بعيدة مات زوجها ما عند أولاد يقول أخوان الزوج أو أعمامه عود إلى بلادك إرحموا تجد سبعة أشرق وعشرين ليلة حتى يفرج الله عنها فإن أكملت السنة لكم ذلك نريد الحجر هذه نستخدمها أتاكل أتشرب معكم ما كانت مع أخيكم أو أبيكم لمعينا تطعدونها وإن هي آثرت وراغبت في الخروج فإن خرجنا فلا جنا علينا وإلا لا والآن إذن معكما وأدت فضيلة عظيمة وخيرا كثيرا ثم قال تعالى في الآية الثانية وللمطلقات متاع بالمعروف ما في عن تبيات ومتاع بل معروف المعتاد المعروف بين الناس ما إما اتحت قل لا بد تشتري الفلا في لندن وإلا تشتري سيارة بمئتين ألف هذه المتعة معروف بحسب الحال إذا كان ذا مال غني قد يمتح بخادمة تخدمها بسيارة تأكب بشقة من شقاق المنزل تسكنها إحسانا إليها هنا نعود إلى ما سبق المطلقات كم نوع كم أربع مطلقات المطلق الأولى هي التي لم يبني بها الفحل أي الرجل عقد عليها وما عطاها المهر بعد تبات ولا سماه وشاء الله أن يطلق ها قبل الدخول عليها وقبل البناء بها نادي هي غضبت صاحت لأبي أمان الزوج يحدث هذا ونحن كما تعرفنا نعيش على البر والإحسان ما دامت الصارخة قالت دعني يا أبي لا أتزوج طلقني يقول يا فلان هذه البنت متأثرة حزينة آسفة تؤلمك طلقها يقول مرحبا يطلقها وإلى ما يجوز مع أولي الإحسان والبر يفرح كيف نزعج هذه المؤمنة ما دامت ما أرادتني كاريت لي لا 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 أبقها ويطلقها فإن طلقها قبل البناء ولم يكن قد سمى لها مهرة ولا أعطاها إذن ما لها إلا المتعة يجب أن يمتعها سيارة طيارة فلا كما هي حاله ثياب خاتم من ذهب ثوار متعة واجبة ليما هو الشاب حكيم ولا لا إذن لا حقا لأن نقول ليما إنه العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلة آه جربوا هذا يا معشر المؤمنين ما نستطيع يقوله هذه المتعة بالمعروف لا بد منها هنا لأنها تطلقت ما أخذت مهرا ولا نصفه ولا عدة عليها لا شهى ولا حيضة ولا ثلاث أقرع لأن العدة خشت أن يكون في رحم يا جنين هذه ما مستهى الزوج تعتد لماذا هذه الآية من صورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات بالعقد ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن كيف مست بيده من قبل أن يطعها يجامعها لما عبب المسيس على الجماع لأن الآداب رفيعة تأبى ذلك ما يقول قبل أن تجامعون ما ينبغي هذا قبل أن تمسوهن الحياء كله خير الحياء من الإيمان لا خير في من لا حياء له إذا رحل الحياء رحل الإيمان قول الحياء ونمو في أبنائكم وبناتكم وابدوا بأنفسكم فإنه لا خير في من لا حياء له والذين يجلسون أمام شاشة التلفاز وعاه وتغني وقارين وشيطان يقبل ويحتضن والبيت يرحكون يبقى فيهم حياء أعوذ بالله يرحل الحياء ويتبعه الإيمان أنظر إلى الحبيب صلى الله صلى الله صلى الله لشدة حيائه رأى رجلا إلى أمامه يدعو يا رب يا رب يا رب بدون ما يتوسل إلى الله بحمده وثنى عليه وتمجيده والصلاة على نبيه فقط ربي أعطيني كأنه هو سيد استحار رسول صلى الله أن يقول يا عبد الله لا تقول هكذا افعل كذا وكذا غالبه الحياء فالتفت إلى أصحابه هكذا عن يمينه أو عن شماله وقال لقد عاجل هذا استعجل إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمده وليثن عليه وليمجده وليصل على نبيه ثم يقول عطيني أما ربي أعطيني سوء أدب فهمتم هذا ولا لا ما واجهه وإذا بلقه شيئا أصحابه يوقع المنبار ويخطب الناس ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما نحن يا كذب يا كذا لا إله إلا الله ولا لوم ولا عتابا ما ربينا في حجور الصالحين ما تربينا في بيوت الله تربينا في بيوت الشياطين المقاهي المقاهي والأسواق الملاي والسينما وإلى لا وإلى لا ماذا ترجو منها لا تلمن يا هلا ولكن نبكي عرفتم هذه المطلقة قبل البناء وإلى لا ما حكمها لا عدة لا عدة تجب عليها لا يوم ولا عسر من يومها تتزوج ويجب لها ماذا المتعى بحسب يساره وإعساره تبعتم لا بد من المتعة لهذه المطلقة قبل البناء نعم المطلقة الثانية تطلقت قبل البناء ولكن سمى لها مهرة أمهرها عشرين ألف أيال عرفتم وقبل الدخول حصل ما حصل فطلقها هي طلبة الطلاق وإلى هو ندم فما الحكم هذه لها نصف المهر هل لها متعة لا متعة لا يكفيها أخذت عشر ألف وما مسها ما يكفي يكفي قال ولا عدة لما لا عدة لأنه ما بنا بها ولا عدة عليها هذه من عقد عليها الرجل وأمهرها مهرا وسماه أو أطاه إياها وأراد الله أن لا يتزوجها ويعيش معها فطالبت بالطلاق أو طالبه بالطلاق لأسباب وعوامل فما الحكم يعطيها نصف الماء إلا أن تتنازل وتقول هو لك بكامل يا فهل أو يقول هو لك يا فلانا ما عندنا مانا يقع هذا أو ما يقع نعم يوجد من المؤمنين والممنات من يعيشون على هذه الكمالات ما يزعجها لا سيما إذا كان هو ما رغب فيها انتبهتم إذا هو لم يلغى في هذه المؤمنة من الأدب أن لا يسترد منها شيعة وكذلك هي من أدبها إذا كان هو هي التي رغبت عنه أن تعد عليهم أعطاه سبحان الله آمنا بالله هذا تشريع من نابليون هذا تشريع الله آه يدرسون القوانين الكافرة الملحدة البلشفية ولا يدرسون كتاب الله كيف نسمو كيف نرقى كيف نخرج من ذلنا وهون ودون ونحن مفارقون سمام المفارقة لأصول الكمال وسلاليم لما ما يعف المسلمون هذا قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضا فنصف ما فرطتم اللهم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيد عدتنك وأن تعفو أقرب للتقوى وقد فتح الله علينا الآن بما لم يفتح به على غيرنا ما قلنا إذا هو الذي رغب عنها وما أرادها وأصابها بنوع من الذل وإلى لا ها تركها الزوج ما راقب إذن إذا هو الذي يرقب هو الذي يقول المهر لاك كاملا وإذا هي التي راقبت عنه ما أرادت وبكت أمام بي وأم ما نريد يا باب إذن تنازل عن نصر المهر سبحان الله المطلقة الثالثة هي هذه التي معنا بنا بها بأولادها أخذت مهرها وانتأت من عشرين عام مثلا هذه مبني بها قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين هنا كلمة حقا على المتقين حقا على المحسنين استنبط منها فقهاء الملة الذين أوتوا فقها في كتاب الله قالوا هذا يدل على أن المتعة ليست واجب لهذه وإنما مستحبة وصر من قال حقا غير المتقين ما يستطيع ما يحق عليه ما عنده عواطف ولا حاسيس ولا شعور وهو يتخبط في المعاصي ما نلزمه بهذا فرط فيه أعظم لكن المتقية والمحسناء ذاك الذي يرغب في أن يحب ويبجل ولا يذل فيتنازل عن المال وقشوره لتبقى له كرامته بين الناس هذه المطلقة لما تنتهي عدة ويمتعها بخادم كما يقولون بثياب جديدة بشيء من الذهب بشيء من الفلوس حسب حاله ومع السلام يا فلانا ونلتقي إن شاء الله بالجنة نستطيع نفعل هذا لا يا فلانا يا فلانا السب والشتم والتعيير لا إله إلا الله أين نحن هبطنا كنا في علياء السماء أيام كان نور الله يغمونا وحكمة محمد تقودنا سدنا واتفعنا لما تخلينا عن الكتاب والسن من يغفعنا وهل القرآن يغفع أهل الدرس أين يغفع ما الدليل اسمعوا الآية التي فيها الرافعة الرافعة عندنا الآن لتغفع الصخور والسيارات من الباقرة قال تعالى واتل عليهم يا سولنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا كيف انسلخ منا وهو كان بس ثياب يعني تعفون الحية لما تنسلخ من ثوبها تترك أبيض نقي ويراحت بزفرتها وسمومها إذن لانسلاق من القرآن وضعه على رفوف فقط أما المحاكم لا يوجد فيها مصحف الدوائر الحاكم آبدا ما في قرآن هذا انسلاق وإن لا تركناه وراءنا فانسلخ منها أي من الآيات فأتبعه الشيطان لما لأن المناع زال كان في صيان أو حصان بكتاب الله ووحيه لما ترك وراه سهل على الشيطان يجي وراه ويمسكه فأتبعه الشيطان فكان من غاوين عبارة عجيب هذه تعرفون الغي والغواية أوسخ فكان من الوسخين في أرواحهم ونفوسهم وسلوكهم فكان من الغاوين ولو شئنا من القائل الله ولو شئنا لرفعناه بها بما بالآيات إذ هي غافعة ولكن أخلد إلى الآضي لصق بها ما يفع راصل السماء فقط خبز للجميع الدولة الإسلامية في عشر وزارات كلها تتكلم على الدنيا ما في من يتكلم آبدا هذا خلود إلى الأرض ولا لا أخلد إلى الأرض واتبع واه وهل هو يتبع يتبع هوه الهالك واتبع هواه فمثله فمثله كمثل الكلب هذا كلام الله هذا قرآن هذا من صورة العراف كمثل الكلب في ماذا إن تحمل إن تحمل عليه وترجي وراه يلهث وإن تتركه يلهث والله الما في الحرود والظل ظل الشجرة والكلب تحته ويلهث من يوم أن سلق المسلمون من كتاب الله بمكر عدائهم وكيدهم وتركوه وهم يلهثون والله لن يسترع قولوا صدق الله العظيم قولوا آمن بالله المطلقة الثالث هي التي يكون قد بنا بها زوجها وأولدت أو لم تلد أولاد المهم وطلقها هذه مهوها لها كامل أخذته وإن بقي منه شيء لا بد منه وجوبا ويمتعها بحدود ساعته وضيقه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن كان صلوكا مثلها اذهب عن ما أعطاه ماذا يعمل ما تحاكم عن القاضي لأن هذه من السنن والأداب ما يحاكم عليها الشخص لكن المتقون والمحسنون يوبخون فقط يلقا كيف تخرج فلانا بيدها عارية حتى الكسوة ما تكسوها يذوب من الحياة هذا نعم هذا يعلم ويعطي المتعة هذا 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 معنى قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعوف حقا على المتقين من هم المتقون يرحمكم الله أشيء إليهم أين يوجدون ما سماتهم ما صفاتهم المتقون هم الذين آمنوا بالله إيمانا يقينين حتى أثمر لهم ذاك الإيمان حبه تعالى في قلوبهم فأصبحوا يحبون الله أكثر مما يحبون أنفسهم وأموال مهالهم والناس أجمعين وأثمر لهم شيئا آخر وهو الخوف منه أنتج لهم الخوف منه لا يستطيعون أن يعصوه ولا أن يخرجوا عن طاعته بل إذا دكر بين أيديهم إذ طعبت نفوسهم وتحركت قلوبهم والذين إذا دكر الله وجلت قلوبهم هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا إيمانا حقيقيا يقينيا صادقا من شأن هذا الإيمان أن ينتج لهم هذين هذين ماذا الخوف والحب ومعنى هذا والله إن المؤمن الصادق الإيمان لا يحب الله أكثر من كل شيء ووالله إنه لا يخاف الله حتى الكلمة يخاف أن يقولها ضد الله وتغذب الله قوة الإيمان ثانيا التقوى التقوى هي معرفة محاب الله ما هي من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات يبقى طول حياتي يسأل ماذا يحب ربي حتى يعرف محاب الله من أجل أن يفعل هاله ويقدم هاله ثم يسأل عما غاضب الله ومكار ماذا يكره ربي يكره كذا 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 يعرف ما يكره ولا يأتيه إلا مكره ذلكم المتقين وهؤلاء هم المتقون وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عاشت أمتنا في دروعها وبلادها قرونا لا يعرفون ولي لله إلا من مات يا معشر الزواء والوافدين هل تعرفون هذا ولا لا ممكن من القاون السابع لا نعرف وليا إلا من مات وبني على قبره قبار ووضع على قبره تابوت من خشب ووضع عليه الحريب على اختلاف ألوانه والساد والساد وإلا من يأخذ الزيارات هذا الولي بلغكم هذا وإلا لا إلى الآن هيا نساف إلى مدينة من المدن لكن دعوتنا انتشرت فات الحال قبل خمسين سناء لو تدخل أعظم مدينة في العالم الإسلامي وتنزي من الطائر ولا الباقرة وتدخل البلاد وتستقبل أي واحد من البلاد وتقول له يا سيد أو يا أخي أو يا أبتي حسب سنه أنا جئت زائرا لهذه البلاد من فضلك دلني على ولي من أولياء هذه البلاد لأزوره والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح ولا يفهم أن القاهرة وإلى دمشق وإلا مكة فيها أولياء أحيى أبدا يدك إلا إلى قبل عليه قبل وضريح من يرد علي يا معاشر المستمعين ما هو السر هذا حتى حتى يزني الناس بنساء بعضهم بعض وياكلون أموال بعضهم بعض ويضيبون وجوه بعضهم بعض ويغشون بعضهم بعض كأنهم غير مسلمين في حين أن الولي يعتعد إذا وقف على قبل يعتعد يا ويحك إذا تقول الولي فلان كذا يبجلون يعظمون الأموات صعظيما عجبا حسب كأنهم ينقلون إليهم المرضى ويعكفون حولهم بالزيارات كأنهم آله وأما المؤمنون معهم من استطعان يربح جاءوا يذبحوا من أجل الريالات عرفتم السر ويلنا وكيف أنتم الآن أولياء ويلنا قالوا اسم أراج حاشية الحطاب على خليل من قال أنا ولي يخش أن يموت على سوء الخاتمة إذن قول أنا عدو الله تسلم أعوذ بالله أعوذ بالله من قال أنا ولي قال يخش علي أن يموت على سوء الخاتمة إذن ماذا نقول يا شيخنا قل عدو الله أعوذ بالله من لم يكن وليا ما لا يكون عدو إذن كلكم أولياء هل درجاتكم واحدة تتفارتون تفارت كبير وعندنا مثال حي الرتب العسكرية كمرتبع خمسة كثير أولها جندي عسيكري وبعد عريف ملازم ملازم ثاني كذا كذا جنرال فكذلك أولياء الله بقدر حبهم لله وخشيتهم منه يتفاوتون والمثل الواقع أبو بكر صديق سيد الأولياء على الإطلاق ومن دونه واحد بعد واحد إلينا تباتم فمستوان ليس واحد الآن في الحلقة هل كنا عطبة واحدة بين تفاوت هذا يصوم الخميس والاثنين هذا أبو عبد العزيز ونحن نصوم ثلاثة أيام من أسبوع من الشهر مثلا هذا يزكي فقط وهذا كل يوم أرياء يده في الريالات وزع مرتبة واحدة ما هو ما يقول هذا يصلي ثلاثين ركعة في اليوم هذا يصلي سبعين ركعة يتفاوتون لكن اسم الولاي حق وإلى كل مؤمن تقي هو لله ولي فلهذا ما نستطيع أن نسب مومنا أو نشتمه أو نغشه أو نخدعه أو ناخذ ماله بحيلة أو بقوة أو نضربه الله ما نستطيع أولياء الله فكيف نزن بابنتي ونفسد عليه ما عرفوا ما بلغهم قول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب لو عرف المسلمون هذه سادهم الطهر والصفاء وعمتهم المودة والإخاء والمحبة والولاء وأصبحوا حقا أولياء الله كجسم واحد من يبلغهم هذا أين العلماء أين طلاب العلم أين المسؤولون والحكام والبصراء هيا بالمؤمنين إلى سعادتهم والطريق الذي نكرره حتى الموت أو نمنع ونلجم بلجم والله لا طريق إلا هذا أهل القارية إذا دقت الساعة السادس مسان وقف دولاب العمل رام الفلاح مسحاته من يديه والمنجل من يساره وخار أغلق باب الدكان التاجر وتوضأوا وجاءوا بنسائهم وأطفالهم إلى بيت ربهم ويوسعونه بالخشب الحطب حتى يتسعى لأهل القاوية كلهم أهل المدن ذات المناطق العديدة والأحياء المتعددة أهل كل حي كم أهم سياسة مكتوبون ولهم شيخ الحارة أو الحي يوسعون يوسعون مسجدهم وإذا دقت الساعة السادزة مساء أغلقت الحياة أبوابها وتطهر برجال والنساء وجاءوا بنسائهم وأطفالهم إلى بيوت ربهم ويجلسون جلوسنا هذا ما في كراصي ولا شراب والأغاني يجلسون في بيت ربهم يجلس لهم عالم بكتاب الله وحكمة رسوله ويلقنهم المعرفة ليلة آية يتغنون بها يرددونها تحفر تنشرح لها صدورهم تجد أنوارها في قلوبهم وأبصارهم تشرح لهم يبين لهم ما أراد الله من هذه الآية يوضع أيديهم على المطلوب سمعتم ابنائي إخواني أمهاتي أخواتي عودوا بعد الصلاة إلى بيوتكم وأذكروا هذا ولا تنسوه وأعملوا به ولا تؤمنون وغدا حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يتغنون به يحفظونه يعلمون مراد رسول منه ينمون العمل ويطبقون وهكذا يوما آية ويوم حديث عام كيف يصبحون حدثون ما يبقى فيهم زان ولا عاية ولا كذاب ولا دجال ولا نص ولا أعمى ولا 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 يصبحون أولياء الله كيف تصبح تلك البلاد وأهلها هذا هو الطريق والله لا طريق سوى هذا إن أهدنا أن نكمل وأن نعود إلى كمالاتنا أما السائر الأنظمة والقوانين والتوجيهات واه ما تنفع يا شيخ كيف عرفت هذا أنا قرأت ما دعا به إبراهيم وإسماعيل ربهما وهما يبنيان البيت ماذا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم واستجاب الله فقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين الذين تخرجوا على هذه الدراسة أمثال الصديق والفاروق وضنورين وفلان وفلان لم تكتح العين وجود برجال مثلهم من عهد آدم إلا الأنبياء والموصلين اقرأ كمالاتهم وتغط وانظر إليها كبهية هل فهمتم أين العلماء أين الدعاة أين المبلغون كتبوا قالوا هذا هو كيف نجتمع من المغرب العشاء لماذا اليهود والنصاري يجتمعون من المغرب إلى نصف الليل في المقاهي والملاهي ودور الباطل المنكر وأنتم ما استطيعون ساعة ونصف مرض هذا وإلى موت إننا لله وإننا رجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فر على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وأعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون معاشر المستمعين والمستمعات هذا الاستفهام ألم ترى موجه إلى من إلى من أنزل الله عليه كتابه واصطفاه ليبلغ عنه شرعه ودينه هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا حادثة مضت في التاريخ هذه الحادثة كانت في بني إسرائيل على أهد حزقين عليه السلام ولعلهم طولبوا بالجهاد فجبنوا وآخروا الدنيا على الآخرة فأصابهم الله بوباء طارون عفان الله وإياكم وسائل المؤمنين ففروا هاربين من تلك المدينة وهذه المدينة في شرق واصف يقال لها داوردان عاصمة مدينة كبيرة يسمونها في الزمان الأول بالقرية فلما فروا هاربين وكانوا ثلاثين ألفا أو يزيبين إذ قال تعالى وهم ألوف إذن فأماتهم الله عز وجل موتة واحدة ثم سأله عبده ونبيه حزقين إحياءهم فأحياهم أجمعين حادث من حداف التاريخ والله كما تسمعون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا حذر الموت فقال لهم الله بأمر التكوين موتوا فماتوا عن آخرهم ثم أحياهم وهذا المثل صالح لكل أمة تجبن وتقعد عن الجهاد في سبيلها قد يصيبها الله بوباء قد يصيبها بجد وقحد قد يصيبها بمحنة مقابل عصيانها والحامل عليه والخوف من الموت مع أن الموت كتبه الله على كل نفس وله ساعة محدودة لا تتقدم ولا تتأخر وهذه الآية نزلت أياما كان المؤمنون يدعون إلى الجهاد حيث أعلنت الحرب على الإسلام والمسلمين من كل جهات الدنيا ولابد من أن يقاتلوا فأنزل الله تعالى هذه الآية ليعلمهم ما ينبغي أن يكونوا عليه ألا وهو الصبر والجهاد فإن الفرار من الموت لا يقي من الموت يفرون منه وهو ملاقيهم فرر الرجل من الموت هاربا وإذا بالموت يلاقيه في طريقه فلما إذن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت فما ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون حقا وصدقا إن الله لصاحب فضل عظيم على الناس أولا وهبهم حياتهم وأوجدوا وجودهم ثانيا أوجد لهم هذا الكون بكامله ومقومات الحياة من الهواء والغذاء والماء ثم يحيي ويميت يعطي ويمنع يعز ويذل هذه العطايا الإلهية لما لا تشكر إن الله لذو فضل على الناس فضل عظيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولما لا يشكرون لأن الشياطين أعداءهم تمنعهم أن يشكروا تصريف قلوبهم وأثنتهم وجوارحهم عن طاعة الله عز وجل وشكر الله كما يكون باللسان بأن نقول أهل الحمد لله معترفين بنعمه علينا نشكر أيضا بطاعته بفعل ما يأمونا بفعله وترك ما ينهانا أو يأمونا بتركه ويكون أيضا بصرف النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى به على العبد صرف النعمة فيما وهبها الله لعبده أن تصرغ فيه هذا هو الشكر ولهذا تقرر بيننا وعلمنا أن الشكر أولا يكون بالاعتراف بالقلب اعترف بالنعمة لله عز وجل ثم ترجم ذلك بلسانك وقول الحمد لله ثم اصرف تلك النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى به عليك وإياك أن تصفها فيما يغضبه ولا يغضيه عنك وهنا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطاعون قال هذا الطاعون الذي يوجد الآن في هذه الأزمينة سببه بقية من بقايا أصيب بها طائفة من بني إسرائيل قطعا مضى زمان على البشرية ما وجد هذا المرض فأول ما وجد وجد في بني إسرائيل في طائفة منهم قد تكون هذه الجماعة التي فرت من الوباء إذن يقول صلى الله عليه وسلم فإذا واقع هذا الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض وأنتم خارجها فلا تهبطوا إليها وهذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي يعرفونه بالحجر أي المنع الصحي حتى لا ينتشر الوباء هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الطاعون هذا باقية مرض أو يجز أصاب طائفة من بني إسرائيل بذنوبهم رقوبة الله إلى الله وبناء على هذا أيها المؤمنون إذا نزل هذا الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه فقد خرج هؤلاء فآماتهم الله خرجوا هاربين إذن فأنزل الله بهم الموت فماتوا ثم أحياهم للعظة والعبرة والاعتبار وإذا نزل ببلاد وأنتم خارجها لا تدخلوا عليهم إذن كما قال تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لأن الآيات في الحث والحظ ودفع وإهاجة المؤمنين ليقاتلوا في سبيل الله فلا يمنعهم الجبن والخوف والهوى من القتال فهذه أم سبقتكم أهل مدينة ألوف لما جبنوا عن القتال خافوا أصابهم لهم خافوا من الموت فآماتهم ثم أحياهم فالآجاء المحدودة لا تزيد ولا تنقص فما على المؤمنين إلا أن يطيعوا ربهم فإذا قال إمامهم أو قال رسولهم هل أم إلى الجهاد لا يمنعهم الخوف من الموت أن يطيعوا رسولهم أو إمامهم ويجاهدوا معه فمن هنا قال تعالى وقاتلوا أيها المؤمنون الكافرين المشركين والظالمين قاتلوهم في سبيل الله ما هي سبيل الله نقاتل من أجل إعلاء كلمة الله أي من أجل أن يعبد الله تعالى وحده القتال الشرعي الواجب المفروض فرض كفاية أو عين هو ما كان لإعلاء كلمة الله وهذا يظهر في أن يعبد الله تعالى وحده وأن يرفع الظلم على المظلومين إذ المظلومون إذا كانوا مؤمنين أولياء لله عز وجل على الإمام المسلمين أن يقاتل الظالمين حتى يخلص المؤمنين من اضطهابهم وعذابهم ويشهد لهذا قول الله تعالى من صورة الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قاتل المشركين الكافرين وليستمر قتالكم لهم إلى غاية وهي أن لا يبقى فتنة أي لا يبقى من يفتن في دينه ويكون الدين كله لله واعلموا أن الله سميع عليهم سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فلا يخفي عليه أمركم فمن جبن أو خاف أو تأخر لا يظن أن الله لا يعلمه فهو يعلم حاله ومن قال كلمة تطبط عن الجهاد أو توجد فشل في المجاهدين فالله سميع لقوله عليم بحاله أي فراقبوا الله عز وجل راقبوه حتى تتمكنوا من طاعته بانتفال أمره واشتناب نهيه هذه تعاليم علمها الله المؤمنين فعلموا وفازوا وسادوا وطهوا وكملوا وإلى اليوم وإلى يوم القيامة متى وجد المؤمنون صادقون في إيمانهم هذه الآيات تتلى عليهم فينتفعون بها وترفع من شأنهم وتعلي من مكانهم ثم يقول لهم من ذا الذي يقرض الله قوضا حسنا إيهاج وإثار من هذا الذي يقرض الله قوضا حسنا لأن الجهاد متوقف مبدئيا على المال ولهذا ما ذكر الأمر بالجهاد إلا وقدم المال على النفس وقاتلوا يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيلك بأموالكم وأنفسكم لأن المال به تعد العدد ويحضر السلاح وتسير به السرايا والمجاهدين فليس من المعقول أن يخرج المجاهدون بلا مال ولا طعام ولا سلاح كيف يجاهدون فالخطوة الأولى هي الجهاد ولهذا يقول تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الحسن هنا بسبعمائة الدرهم بسبعمائة درهم بخلاف الصداقات الأخرى بعشر حسنات لكن درهم الجهاد بسبعمائة ومن هذه الصورة في آخرها جاء قول الله تعالى مثل الذين انفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء أي إلى ألت ألف إذن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه تعالى له أضعافا كثيرا وقد بينا في آية في هذه الصورة وهي ضرب لذلك مثلا ليفهم ويفهم الكبير والصغير مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثال حبة أنبتت سبع سنابل حبة الضر غرزها في الأرض أنبتت سبع سنابل كل سنبلة فيها سبعمائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم إذن هنا تعالى يقول بعد ما حظ من الخوى والجبن والتخلف عن الجهاد بما بين للرسول ألم ينتهي إلى علمك حادثة كذا وكذا هربوا فاوين من الموت أنزله الله بهم إذن والله يقبض ويبسط يقبض عن العبد المال امتحانا له لا ابتلاء له أيصبر أو لا يصبر فلنعلم أنه ما عصاب عبد فقر وقل الذات يد إلا وقد ابتليا هل يصبر أو لا يصبر فإنه ما صبر فسرق وفجر وكذب فهذا في عداد الهالكين الهابطين فإنه وصبر وثبت على عقيدته وإيمانه وصلاح نفسه وخلقه وآدابه سوف يفرج الله ما به بعد عام أرعوام وعد الله ما يتخلف المهم فترى يبتلى فيها هل يصبر على قضاء الله وحكمه أو يسخط ويذجر ويخرج عن آدابه وعن دينه وعقيدته ومن أعطاه ووسع عليه رزق وملو فوالله إنه لممتحا هل يشكر أو يكفر فإن اعترف بالنعم للمنعم وحمده وأثنى عليه وواصل ذلك وأنفق المال في مرضاته ولم ينفقه ضده ولا في معصيته هذا ناجح وفاز وإن هو والعياذ بالله كفرت كالنعمة وصرفها ضد الله عز وجل وما شكر الله فإنه يشلبها إن شاء ويعذبه في الدنيا وفي الأخرى ذي قاعدة لا تتخلف ما رأيت فقيرا إلا واعلم أنه مبتلى هل يصبر أو يذجى ويسقط تحت الامتحان فإما أن ينجح في هذه المحنة وإما أن يخصي خصرانا كاملا وما رأيت غنيا ذا مال وساع في رزقه إلا واعلم وإن شئت أحلب بالله إنه لا ممتحا أيشق المنعمة فيزيده أو يكفر فيسلبه ويعذبه وقد تدوم مدة الامتحان والابتلاء ليست يوم أو أسابيع قد تدوم سنوات والله عز وجل يقبض ويبسط وإليه ترجعون العودة إلى الله إذن فيا لخيبة عبد يبتلى فلا يصبر يا لخيبة عبد يمتحن فلا يشكر وهو عائد إلى الله الصابر والضاجر والشاك والكاف الكل عائدون إلى الله بعد موتهم هذه الآيات التي أرافع الله بها قدر المؤمنين والممنات أيام كانوا يدرسونها ويعملون بما فيها ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هذا ويليست بصرية بمعنى ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف لو قال آلاف جمع قلة لكن ألوف جمع كثرة حتى قيل إنهم ثلاثون ألف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ولا ننسى أن سبعين رجلا بني إسرائيل خرجوا مع موسى إلى جبل الطور ليعلنوا عن توبتهم للمصيبة التي فعلوها وهي شركهم العياذ بالله تعالى وعبادة العجل أماتهم الله عن آخرهم وهم في الجبل وبكى موسى وأحياهم الله عز وجل والذي يميت السبعين يميت الآلاف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فقط كن يكون موتوا والله ماتوا أحيو فحيو إذا إن الله لذو فرل على الناس عرفنا فضله في إحيائنا وإماتتنا في إيجادنا وإعدامنا ما منا إلا وهو يعيش في نعمة الله كيف ننسى هذا الفضل وننكره ونتنكر لخالقي وواهبي ومعطيه فلو ذكر هؤلاء هذه الفضائل والإنعامات ما كانوا يفعون من القتال ولكن يهربون من الوباء كانوا يصبرون إذن ووجه الله الأمر إلى المؤمنين الذين نزلت فيه ماذي الآيات لتعلمهم وتربيهم إذن فقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله أيها المؤمنون مرة أخيرة القتال في سبيل الله لا في سبيل الوطن والمال والدنيا والتراب والمنصب والجاه والمراكب والسفن لا أبدا لا يقاتلوا مؤمنون إلا من أجل أن يعبد الله تعالى وحده وأن يوفع الظلم عن أوليائه إذا أولياء الله ظلموا واعتدي عليهم على المسلمين أن يقاتلوا الظلماء المعتدين من أجل تخليص إخوانهم أولياء الله من عذاب الكافرين والمشركين ثم معاشر المؤمنين هذا القتال يجب أن يكون تحت إمارات إمام بايعه المؤمنون وأعطوه زمامهم وقادهم هو الذي يدير هذه المعارف ويقود إليها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان خلفائه خليفة بعد خليفة ينبغي أن لا يكون القتال فوضى كل جماعة تقاتل وتدهي أنها تقاتل لإعلاق كلمة الله أو لوفع الظلم هذا ما يرضاه الله عز وجل لأن نتاجه وثماره ما هو إلا قصرا لما يبايع المسلمون إمامهم على طاعة الله وطاعة رسوله وحينئذ يجب عليه إذا أتيحت الفوصى وتهيأ الضرف للقتال أن يقاتل بهم في سبيل الله وثم من تأخر وجب يطبق عليه هذه الآية ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا حذر الموت الوباء والطاعون أنزله الله بهم عقوب لهم ففروا لما ابتلهم بالطاعون لأنهم دعوا إلى الجهاد فجبنوا وخافوا وأبانوا يقاتلوا مع رسولهم ونبيهم فلما أصابهم الله بالوباء هربوا خارجين ظنوا أنهم ينجون من ذلك فآماتهم آية من آياته لعباده ثم أحياهم بعد ذلك وهذا من فضل الله وإن عامي عليهم وإن لا لكان يميتهم ولا فيهم ومن هنا قال تعالى للمسلمين المحمدين إذا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم كيف تحاولون أن تهربوا من الجهاد وتتكلمون بضده أو تفكرون في غيره وهو سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم وبعد هذا فتح باب الاكتتاب هيا من ذا الذي يقر الله قوضا حسنا إذ ما كان عند رسول بيت مال ووجد فيها مال كان الجهاد على حساب المؤمنين يتنافسون ويتسابقون وحسبنا أن عثمان رضي الله عنه جهز ألف مقادل حسبنا أن الصديق في غزو التبو خرج من كل مالي وأن عماء خرج بنصف مالي ما كانت أموال كما هي الآن في دار تسمى مال الدولة ينفقون من جيوبهم بمثل هذه الآيات جاهدوا وواصلوا الجهاد حتى طهر هذه الجريزة الجزيرة من الشرك والمشركين ما مات الرسول حتى لم يبقى على سطح هذه الجزيرة مشرك أو كذا ببذلهم وإنفاقهم وقتالهم أقول لا يصح لجماعة في بلد ما بدون بيعة إمام تبايع أمتهم في إقليمهم أن يقاتلوا في سبيل الله هذا القتال لا يصح شرعا وباطل عواقبه خصران واضح وبين أردتم أن تقاتلوا في سبيل الله لإنقاذ البشرية من الشرك والكفري بايعوا إمامكم والتفو حوله ويربيكم وينمي قطاقاتكم فإذا أصبح قادرا على القتال يزحف على حدود إقليم كفاء ويراصلهم تدخلون في الإسلام فإن قالوا نعم ومرحبا دين الله دخلوا في دين الله بلا قتال وحكمنا شرع الله فيهم وبينهم وسادهم الطهر والصفاء فإنهم أرافضوا الدخول في الإسلام طالبناهم بلا انضمام إلينا والدخول تحت ذمتنا ليسمح لنا أن ننشو دين الله بين أفرادهم لأن الذي مانعه والحاكم وجيشه والأمة المسكينة لما تبقى محرومة من دين الله افسحوا لنا المجال ادخلوا في ذمتنا وفي حمايتنا ونحن نحميكم ونقاتل دونكم ونحفظ أموالكم وعراضكم ودماءكم وعقائدكم أيضا فإن رفضوا فلم يبقى إذن إلا إعلان القتال والدخول في معركة والله ناصر أوليائه وهازم أعدائه هذا هو القتال الشرعي الذي ينبغي أن يكون أما أن تخرج جماعة في أقاليمنا التي لا تحكم بالإسلام ويطالبون ويحكموا ويكفرون الحكام ثم يدخلون في معارف فيقتل المؤمن المؤمن والمسلم المسلم هذا والله ما أذن الله فيه ولا هو بجهاد أبدا الجهاد أن نبايع إماما باعة شرعية على أن يسوسنا بشرع الله ويقودنا بكتاب وسنة رسوله هذا الإمام هو الذي يجاهد برجاله إن كانت الفرص متاحة إذا رأى نفسه قادرا على أن يجاهد في سبيل الله كما قدمنا يزحف بسفنه وإلى دبابات ولا سياراته ويطالب أهل الإقليم المجاوع لهم أن يدخلوا في الإسلام أو يدخلوا في ذمة المسلمين لينشر الإسلام بينهم أو يقاتلوا والآية المبينة لهذه من صورة التوبع من آخر ما نزل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضا واعلموا أن الله مع المتقين هذا نظام الإسلام الرباني يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضا واعلموا أن الله مع المتقين وهكذا في ظرف خمسة وعشرين سنة بلغ الإسلام إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب تحت هذا النظام أما جماعة تقوم على الحاكم بعد أن تعلن عن كفره وما بايع اتمام ولتفت الأمة حولها ولا وافق عليها أهل الإقليم هذه هي الفتن بعينها فالمفروض أن نطالب الحكام بالتحكيم الشريعة بالموعظة والكلمة الطيبة والحاسنة من باب تنبيه تعليمهم أما أن نعلن الحرب ولا إمام ولا قيادة ويقتل المؤمنون بعضهم بعضا فهذا ظلم وفسق وخروج عن طاعة الله ورسوله وعواقبه لا تساوي إلا الدمار الخراب وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعم إذا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي قاتل بعضهم بعضا ما هو موقف المسلمين بيّنه الله تعالى فقال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيى إلى أمل فإن فات فأصلحوا بينهما بل عدل وأقصطوا إن الله يحب المقصفين على إمام المسلمين أن يتدخل في هذا القتال بين طائفتان حتى ترجع إلى الصواب وتعود إليه بالمفاوضات وبين الحق وبين الهداء وإذا كانت مظلومة يفع ظلمها عنها وإذا كانت مضطهدة يفع الصهادها فإن أبت إلا القتال فليقاتل المسلمون مجتمعين حتى ترجع إلى الحق وتقول به وأخيرا أتلوا هذه الآية الكريمة وتأملوها ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعد أن ماتوا إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس مع الأسف لا يشكرون وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله أي من أجل أن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد معه سوى ومن أجل أيضا رفع الظلم على المظلومين إذا أم ظلمت واعتدت على المسلمين عنها فأراض الظلم بقتالها وهو في سبيل الله لأن المظلومين أولياء الله من المؤمنين المتقين فكيف يسكت المؤمنون ويضوي بالعدو الكاف أن يصهدهم أو يعذبهم أو الظالمون أنفسهم ما نرضى بظلمهم بل نرفعه واستدعى الله المؤمنين إلى البذل والعطاء إلى الإنفاق لأجل إعداد العدى وتشير السرايا لتقاتل في سبيل الله فقال من ذا الذي يقعد الله قرد حسنا والله ما هو في حاجة إلى أموالنا ولكن هذه الأموال من أجل إعلاء كلمة الله ورفع الظلم على المظلومين المؤمنون يبذلون أموالهم وينفقونها وقد يخرج أحدهم من ماله كاملا ولا حرج وقد يخرج من نصف ماله لأن الله يعوضه ويضاعف له أضعافا كبيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون معاشر الدارسين والطالبين والطالبات عندنا مراجعة لما سبق أن درسناه المعتدات كم واحدة وجدناها أربع تركنا البعر واحدة فإذا هن أربع أولا معتدة تحيظ كم عدتها ثلاثة قرؤ سواء قلنا بالأطهى أو بالحيظ الكل خير إلى أن الاعتداد بالأطهى أخف على المعتد زمن وأقل حتى تستويح وتتزوج لكن الاعتداد بالحيظ في صالح الزوج أيضا تبقى المدة أمامه طويلة علّه يراجع ففي ذلك فائد لهذا ولهذا ولهذا لا فرق بين من يقول بالأطهى أو بالحيظ هذه واحدة الثانية التي لا تحيظ لكبر أو صغر إما عجوز فوق الخمسين ما تحيظ أو صغير بين تسعة وعشر سنوات ما تحيظ تعتد كيف ثلاثة أشهر والله يئس من المحيظ من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر تسعين يوم انتهت هي حررة الزوج بمن شاءت إذا ما راجعها زوجها العدة الثالثة المتوفة عن زوجها كم تعتد؟ أربعة أشه وعشرة أيام بعدها لها أن تلبس الحرير وتكتعل وتتعرض للخطبة والزواج لكن أربعة أشه وعشرة أيام ملازمة لبيتها لا تخرج منها إلا من ضرورة قصوى إذن هذا درسنا بالأمس ماذا نصنع بقول الله تعالى فما والله نعم والذين يتوفون منكم ويذون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول لا يا إخراج متاع إلى الحول هذه الآية من أهل عم من قال بنسخع وأن من سوخ بآية سبقت يتربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة وآثرنا القول بعدم النسخ وقد رغب فيه كثير من الصحابة والتابعين والأئمة ما هو سبعة أربعة أشهر عشر ليالي هذه واجبة يستحب لأهل الميت أن يبقوا هذه المؤمنة التي مات زوجها في معهم تاكل وتشرب حتى تكمل السنة عرفتم أربعة أشهر وعشرة ليالي واجب ولا لا تاكل وتشرب وتبيت ولا يحل للورثة أن يخرجوها حرام عليهم ولا يحل لها أن تخرج إذا أرادوا أن يحسنوا ويعملوا بهاد الوصيل الإحسانية متاعا إلى الحول تزيد سبعة أشهر وعشرين يوما وهي باقية في بيت زوجها الذي توفي إذا انتهت السنة تخرج حيث شات وإن أرادت أن تخرج بعد الأربعشر وعشر ليالي لها ذلك لكن إن قالت أنا ألفت هذا المنزل وهؤلاء أبنائي أو إخواني نبقى معكم حتى يفرج الله اعطوها كملوا لها السنة وتبقى الآية ليس بمنسوقة بل محكمة هذه عدة متوفاة عن زوجها تبقى في بيتها أربعة أشهر وعشر ليالي لا تخطب ولا تكتحل ولا تعرض الزواج أبدا وإن فعلت فهي آثمة وفاسقة يجب أن تتوب لأن الله قال يتربصن بأنفسه أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا جناع لك فيما فأنا فيها مسئنا لا من التعرض للزواج ولا حتى التزوج لكن تبقى مدة إكمال السنة من باب الإحسان ما رغبت أن تخرج من هذا البيت قالت أبقى معكم حتى تكتمل السنة وبعد ذلك يفرج الله عني من الإحسان أن نبقيها تأكل مع الأسر وتشرب وتنام حتى تكمل السنة هذا إحسان وإن ليس إحسان أمر الله ووصى به وصية متاعا إلى الحول غير أي خرج فإن خرجنا فلا جناع عليكم مدام تكملت أربع عشر عشر أيام لها أن تقلش أنوى لكن قالت أنا تركوني أبقى معكم حتى أكتب السنة ويفرج الله عني أليس من الإحسان والرحمة والمود أن تفق هذه والآية إذن محكمة وليس بمنسوقها باقية العدة الرابعة يسمونها أو المعتدة الرابعة بالمرتابة من الريب هذه ليست كبيرة السن بنت خمسين وستثين وما هي بصغيرة وتحيض ولكن مع الأسف ما حاضت ما حاضت قال أهل العلم تتربس وتنتظر تسعة أشهر فإن كان هناك حمل بهوى نعمة لأن عدم الحي سببه الحمل ما حاضت في الشهر الأول في الشهر الثاني في الثالث في الرابع لألاه حمل تسعة أشهر ما حاضت ما حملت لا حيض ولا حمل إذن لما تستوفي تسعة أشهر مدة الحمل تعتد بثلاثة أشهر فتكمل سنة وبعد ذلك تتزوج إن شاء هذه المرتابة الشاكة هل ي يعني انقطع حيضها لكبر أو لأي شيء أو لعلها حبلة في بطنها جنين ماكذ ما تحر مع الجنين أبدا وقد يتأخر الجنين سنتين يستقر ما ينمو يبقى فرحيم إذن قالت الفقهة رحمة الله لهم هذه هي المرتابة الشاكة عدتها سنة تسعة أشهر مقابل عاسى أن تكون حاملا في بطنها جنين بعد تسعة أشهر ما في حمل إذن بسم الله تأخذ في عدة تعتد بثلاث أشهر كالآيس من الحيض فأصبح إذن المعتدات كم واحدة أربع معتدات ندخل في تفصيل درسناها المطلقة إذا طلقت قبل المسيس قبل أن يمس زوجها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الممنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمسعوهن وسرحون صراحا جميعا إذا تزوج رجل المرأة وطلق قبل الدخول عليها فما الحكم تعتد كم لا عدة عليها هل لها من هل لها من صدق ما لها صدق لأنه ما يسمى لها شيئا إذن ماذا تعطى تعطى المتعى يمتعها الزوج الذي طلقها بحسب حاله فقرا وغنى إعسارا ويسارا كان معتدم طلقا إذا طلقها قبل أن يمسها وقد سمى لها مهرا فلها نصف المهر إلا أن تتنازل عنه كله أو يتنازل عنه كله وقد ذكرنا اللطيف أمس إذا كانت هي التي طالبت بالطلاق فمن الخير أن تقول تنازل عنه ما دمت أن أجوت بنفسي فمن الخير أن تكون هي التي تعطوه وإذا كان الزوج هو الذي أراد طلاقه ما رغب وأخزاها وأذلها بين النساء فمن الخير أن يترك المهر كل أولا أما الآية فالله يقول إلا أن تعفون أو يعفوا الذي بيد عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ففتح الله علينا وقلنا متى يعفو الرجل إذا كان هو الذي رغب في طلاقها أليس تشع بمهانة ولا لا يعقد عليها قبل أن يدخل بها يطلقها فمن الخير أن يتنازل عن المهر هذا النصب يتركها له وإذا هي كارهته ما أراد أن تتزوج وهو يكرب لهذا ويحزن ولا لا فمن الخير أن تتنازل هي عن النساء ثالثة بنا بها ودخل عليها وطلقها انتبهتم فهذه ماذا نقول في المهر إن سمى لها مهرا فمهرا كاملا وإن لم يسمي لها مهر فلها مهر مثيلاتها الشريفات الوضعات الغنيات الفقيرات بحسبها هذه تزوجها وما سمى لها المهر ولا مليون ولا ألف ثم طلقها بعد الدخول بها والبنى أو حتى الولادة فما الحكم تعطى مهرا مثيلاتها القاضي ينظر إلى هذه الأسرة هل هي أسرة فقيرة أو غنية شريفة أو وضيعة فيعطيها مهرا مثيلاتها من جنسها هذه الرابعة هل عرفنا هذه هذه خلاصة هذه الآيات واذا فقهها والله تعالى أسأل أن يحفظنا وإياكم وأن يرعان وإياكم ما حينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله عليم حكيم والله واسع عليم أعيد إلى أذهان المستمعين من المؤمنين والمستمعات من المؤمنات إلى ما جاء في الآيات الثلاث في قوله تعالى ألم ثار إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوف أعرفنا زادنا الله معرفة أن هذه الآيات نازلت في بداية الجهاد الإسلامي هي صورة البقى من أوائل ما نزل بالمدينة وهي قطعا مدنية والجهاد يتطلب المال والنفس وإذا لم يكن مال ولا رجال كيف يكون الجهاد والنفس قد يعتريها الخور والخوف والضعف أتعجز عن القتال والجهاد وقتال والأمة مقبلة على قتال الأبيض والأصفر قطعا وهذا الذي تم إذن فقال الله تعالى لرسوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم لما خرجوا من ديارهم لأن الوباء أطاعون عافان الله وإياكم والمسلمين خرجوا هاربين من الموت يظنون أنهم إذا خرجوا من مدينتهم ناجوا من الموت ولا أشك أن هذا مسبوق بطلب رفضه وإن لم يذكر فلعل أحد أنبيائهم طلب منهم أمرا فرفضوا فأصابهم الله تعالى بهذا المرض لأن الرسول قال رجس أصيب به طائفا بني إسرائيل هذا هو مرض الوباء أمو الله فلما جابوا نوع ابتلاهم الله بهذا الوباء ففروا هاربين منه يظنون أنهم ينجون ما إن خرجوا حتى قال الله لهم موتوا بكلمة التكوين فماتوا وأنبياءهم يشاهدون ثم قال لهم أحيوا فحيوا عن آخرهم أهل نفعكم الفراء من الموت ما نفع هل امتناعكم عن طاعة الرسول والجهاد كان له عاقبة حميدة كانت من الأسوأ العاقبة إذن هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جار هذا حدث في بني إسرائيل وقصه الله للعبرة ألم ينتهي إلى علمك يا رسول كذا وكذا ليفهم هذا المؤمنون وليعفوا مركزهم وموقفهم إذ قالوا نعم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس يشكون وتجل فضل الله عز وجل في خلقه لهم وفي إنجائهم وإحياهم بعد موتهم أليس هذا أعظم فضل ماتوا فأحياهم عن آخرهم لو شاء لا تركهم إلى الأبد إن الله لذو فضل على الناس أبيضهم وأصفرهم إذ ما من إلا وهو يتقلب في نعم الله من استطاع من أن يوجد لنفسه عينا أو أذنى أو شاف من الشافتين أو لسان ينطق به أو ماذا هوا يتنفسه فضل على الطعام والشراب فضل الله علينا عظيم والمفروض أننا لا نفتأ نحمد الله عز وجل وذكرتكم ومن تفعتم ولن تفعنا لأن قلوبنا مصار بالغفلة قلت منذ فترة غدينا مع رجل مؤمن في مدينة بريذا من ساعة موضع الطعام والرجل الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغ الأكلة من طعام ولا يقولنا قائل هذا تنطع أو هذا ابتداء ورسول ما فعل هذا هذا كلام لا غي نحن مأمرون بذكر الله وشكره لقد كان صلى الله عليه وسلم ما يعلن أنه يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم مأة مرة والشهاد عندنا لو ننظر في صدق إلى ما نحن فيه من نعم ما وسعنا أن لا سكت أبدا إلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ماذا أراد الله بقوله ولكن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أليس الدعوة إلى الذكر والشكر وقال حينئذ بعد هذه التوجيهات وقاتلوا في سبيل الله بني إسرائيل لا المسلمون إذ نزلت آيات لهدايتهم وتربيتهم وقاتلوا في سبيل الله أيها المؤمنون وعرفنا القتال في سبيل الله هو من أجل أن يعبد الله تعالى في الأرض وحده يعبد بما شاء من عبادات من أجل أن ينتقل أهل الأرض إلى السماوات لأن أهل الأرض إذا لم يعبدوا الله تعالى بما شاء لهم ينزلون إلى الدركات السفلة ويخلدون في العذاب الأبدي والطبقات السفلة من الكون فإذا هم عبدوا الله تعالى عبادة شعية حقيقية زكت أنفسهم وطابت راحهم وحينئذ يرفعهم الله إليه إلى الملكوت العلى هذا سبب العبادة مع ما تفيضه على العابدين من مودة وإخاء وطهر وصفاء وعدل ورحمة وتنتهي مظاهر الخبث والظلم والشر والفساد تمحي ولا يبقى لها أخر وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أيها المؤمنون أن الله سميع عليهم إذ هذه الآيات الأولى في الجهال لا تسأل عن الطابة الخامس وعن الإعلام في المدينة اليهود يقولون كذا والمشركون يقولون كذا هذا جاء ليقاع الفتن بينكم هذا كذا يهيدكم كذا فهددهم اسمه إن الله سميع لأقوالكم الهابطة أقوال السوء عليم بما تكنون ونمكر برسولنا وكيد لعبادنا المؤمنين هذه حصقهم بالأرض ما دام تعالى سميعا لأقوالهم عليما بأعمالهم سوف ينزل بهم نقمر أو يكشفوا استطاع عنهم ويفضحهم لأن الآيات في بداية المعركة بعد معركة بدأ مباشرة ثم حثهم حظهم هيجهم هذا الإنفاق في سبيل الله بما يقاتل رسول الله ما يملك دينار ولا دي أمار إذا قال المهاجون هيا يا رسول يقول أين طعامكم وشرابكم وسلاحكم فلهذا قال لهم تعالى من ذا الذي يقرض الله قوضا حسنا الديناء بسبعمائة ديناء بل بألف وبالفعل أخرجوا أموالهم وأنفقواها في سبيل الله وكم وكم من مومن يأتي ويقول يا رسول الله أجاهد معك يقول لا أستطيع حملك لا أجد ما أحملكم عليه فيرجعون وهم يبكون الدماء والدموع من الحزن ما استطاعوا أن ينشوا إذن من ذا الذي هذا الاستثام للتهيج والإثارة يقرض الله قرضا حسنا والمال ماله وهبه لنا وقال أقرضوني أضاعف لكم القرض وإلى المال والله ماله ومن رحمته وإحسانه أنه يعطينا ويستقرض منا وممكن أن الناس الآن يفعلون هذا يعطي لأخيه مال ويحتاج لي يقولوا أقرضني لكن ما هو بالمضاعفة ولا بزيادة نصف هلالا لكن الله عز وجل واسع الفضل عظيم أدينا بسبعمائة وبألف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ما أن أنفسهم وأموالهم منه وله وهبهم واشترى منهم لغناه ولفقرهم كما هو واقع الناس بأن لهم الجنة يقاتلون في سبي الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التواتي والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله لا أحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هل عرف المسلمون هذه الآيات ما سمعوا بها لأن هذه الصورة ما تقع على الموت أبدا ما مثل ياسين والواقع والملك ما عرفوا لو عرفوا هذه ما صح لأحدهم أن يحتسي شرابا يضعف عقله أو بذنه ما استطاع مومن أن يدخل أي ضار على نفسه لأن النفس هذه ليست له باعها وهي أمان في عهدته لله عز وجل فلهذا لا يحل لمومن أن يدخل على نفسه أذاء لا على عقله ولا على جسمه بعظامه ولحمه لأنه أمان مودع عنده يوم ما يطلبها المؤتمن تقدم له والذين يحتسون السموم ويشربون المخدرات ويهددون أو يهدمون بنيانهم في المعاصي والجرائم والسهرات وما إلى ذلك هؤلاء أضاعوا أمانة الله وللاء لو ناد منادي إمام المسلمين حيا على الجهاد مع العسف المريض لماذا تمرض لماذا تدخل المرض على نفسك ألست أمان لله ما بعت نفسك واشتراها الله كيف لن تعمل بجسمك هذا أما المال لا تسأل الذي ينفق ديرها من ريالا قرشا كذا في معصية الله أعوذ بالله منه شر الخلق أيعطيه مولاه ويشتريه منه وينفقه ضده تأملوا هذه وهبك مالك ونفسك ثم اشتراهما منك وتركهم أمان عندك لما يطالب بهما تعطيهما وإذا بك تنفق ماله ضده فيما يكره تتحدى والله لو يشعر العبد المنبي هذا الشعر يغمى عليه فلهذا كل من ينفق دينا ودهم في معصية الله وقف هذا الموقف ونبدأ بالذين يشربون الدخان والشيشة والكوكاين والهراوين والذين ينفقون أموالهم على الزنا والعهر والباطل والذين ينفقنا أموالهم في القمار والله والباطل حتى الإسراث فالأكل والشعب لا ينبغي القصد القصد هذا مال الله ما هو مالك لا تسرف إذا من ذا الذي يقض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرا وبينت صوات التوبة إذ قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبا أنبتت سبع سنابيل في كل سنبلة مئة حبا والله يضاعف لمن يشاء قال ابن عباس إلى ألف ألف وألف الألف مليون إذن وأخيرا والله يقضيض ويبسط وإليه يترجعون انتبهوا أيها المؤمنون اعلموا أن الله يقضيض على من يشاء ويقلل ما له وطعامه وشعابه ابتلاءا له يصبر أو يسخط ويبسط ويوسع على من يشاء امتحال أيشفر أم يكفر ومن هنا إذا طلب منك مولاك أعطي منعك العطام ما يغنيك ولا يدفع الفقر عنك أبدا لأن الإغنى والإفقاه الذي يديرهما ابتلاءا وامتحانا وبهذا تشجع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفتم كيف كان ينفقون اللهم اجعلنا من محبين بعد هذا جاء السياق ألم ترى إلى الملائي من بني إسرائيل من بعد موسى ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا الحادثة الآتية والقصة الآتية ويعبرا عبارا يعبو بها المؤمنون بحور الضلال والشقاو الخسران ثم رسول الله من أين له أن يقص هذا القصص ويأتي بهذه الأحداث كأنها الآن تقع بينهم هذه علامة أنه رسول الله وما أنك رسالته أحمق مجنون لا قيمة له هل استطاع اليهود أن يردوا كلمة واحدة من هذا الآية تنزل واليهود بطوائفهم الثلاثة وهم علماء والعرب جهال هل استطاعوا أن يردوا على رسوله كلمة واحدة ما استطاعوا لأنه يتلقى غضا طريا من الملكوت العلاء ألم تر إلى الملأ ما المراد بالملأ الملأ الجماعة الذين يملعون عينيك رواه وقلبك بالمهابة وهم أشراف الناس وساداتهم وأغنياهم وأهل الحل والعقد فيهم الذين يملؤون العين والقلب هم ملأ من بني إسرائيل أي من أولاد يعقوبة ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام من بعد موسى أي من بعد وفاة موسى بقرون متى لما أغناهم الله بعبادتهم وطاعتهم وصلاحهم واستقامتهم لله على دين الله عز وجل وداخلهم الربا والزنا والكعب العالي يعني كلمجتمع الإسلامي اليوم وهو يتهيأ للنقمة الإلهية إذن صلت الله عليهم البابلين شهدوهم مزقوهم طردوهم من بلادهم ساموهم الخسفة لما يا ربي تفعل ذي ماذا أليسوا أبناء أنبيائك نعم عاصوني فسقوا عن أمري خرجوا عن طاعتي حربوني فأذقتم هذا البلا وإن كانوا أبناء الأنبياء أما أذاق الله أمة محمد أطهر الأمم وأصفا ما أذاقها البلا والعذاب والشقاء أين الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي حولوهم إلى شر الخلق أي أين الأندلس جنة الإسلام الخضراء تحولت إلى صلبان وشياطين وأخيرا أما استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأصبانيا وبلجيكا أين ممالك الهند الإسلامية وضعت بريطانة حوافرها أين أين صحد ولا باطل ليما فسقنا عن أمر ربنا وخرجنا عن طاطيه أمضى الله تعالى فينا سننه ولله سنن لا تتبدل ولا تتحول ما نحن بأشرف من بني إسرائيل بني إسرائيل أبناء الأنبياء صلت الله عليهم البابليين من جهة العراق وهم في فلسطين وما حواليها فشردوهم كيف فعلوا بهم كما فعل اليهود اليوم بالمسلمين في فلسطين سواء بشراء هذه خيالات أو حقائق ما شرد إخواننا الفلسطينيون فنزلوا في كل مكان آمنا بالله بسبب ماذا الخروج عن منهج الحق ومنهج الطاعة لله ورسوله من أكل السم ما يأتع أحب أم كيف أليس كذلك قال ألم ترى إلى الملئي من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أخذ يتحمسون طالت مدة الاستعمار وأخذ يفكرون ونبتت نابتة قوية شجاعة ابعث لنا ملكا وهذا النبي قيله هو شمويل أو شمعون هو العبا ماهي بالاسم حاسبنا لو كان الاسم فيه فائدة لا ذكى والله تعالى من نبي من بأنبيهم الأول كان حزقيل صاحب الوباء هذا شمويل ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله والله ولا تقول الشيخ جنا لو عرف هذا إخواننا الفلسطينيين عرفوه معي فيقينية وإيمانية والله لأخج اليهود منذ أربعيزنا كيف فقط يبحثون عن ملكا يملكونه وإماما يقودهم ويطيعونه وإذا قال صوموا صاموا إذا قال هللوا هللوا إذا قال اجلسوا جلسوا لا يزال يتأقى بهم حتى يصبحنا قوة لا تقهر لكن ما فعلنا ما هي النتيجة لا نجاح ولا فوزة ثانيا أوضح من هذا إن شئتم قولوا قاتلنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأصبانيا وبلجيكا وأخرجنهم بلادنا هل أقمن دولة إسلامية أجيبوا نسر ما بايعنا إماما ربانيا يقودنا إلى حياض الكمال في الدنيا والجنة في الآخرة كل يريد أن يكون هو الملك الحاكم فلما لا يتعين إمام الفوضى ينجح الشعب ويستقل وكلمة إمام ملك لا 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 ما ينبغي بل يبحثون عن أي ملك يريد أن ذبحه كلمة ملك ما يقبلون حتى ما يقيم دين الله الهرب من بيعة إمام هو الهرب من أن يعبد الله عز وجل ما يريدون أن تقام الصلاة ولا تجب الزكاة ولا يحجب النساء ولا يمنع الهربا ولا يفرض الجهاد أبدا ما يريدون فيموت النساء ورجال الأطفال عاشر سنين ثلاث سبع سنوات ويستقل الشعب من فرنسا وإلى طاليا وهم يتنكرون للاسلام أسألكم بالله هل سُجدوا في أي بلد طابوا وطهروا تآخوا وتلاقوا الخزي والعاء والشناء والحرب والبن لا إله إلا الله ومتى نفيق ما أزلنا وآخة الرمية تذكرون عيام الجهاد الأفغاني والشيخ يقول إنه جهاد فيه دخا وتغضبون أنتم وتقول هذا ماذا به وسبوا ما شئتم كيف دخا والله لفيه دخا وعاقبته سوءا ونتائجه مرى ومع هذا ما تذكرون كنت أقول اسمه لا يحل لمؤمن أن لا يراه الله في ذلك الجهاد إما بنفسه كان أهلا لذلك أو بماله كان له مهل أو بدعوة إخوانه على أن يساعدوا وينفقوا أو بدعائه صباح مسال إخوانه ومع هذا ذهبنا إليهم وبينا لهم وانتدبنا شيخنا أطاع الله عمره الباز حفظه الله وذهبنا إليهم ودخلنا مؤسكراتهم اجتمعوا على إمام وبايعه وحدوا كلمتكم وصفوفكم قال أحدهم هذه الجبهة الفلانية صاحبها جعلها مصيدة للفلوس ما إن سمعنا لكلمة قائد مقواذ حتى نهارت قوانا وعرفنا مصيرنا وبعد إن هزمت روسيا وتحطمت بجهاد المؤمنين والمؤمنات بالدعاء وبالإنفاق بسم الله وأعظم بلاد أنفقت إيهاد البلاد وهزم الله روسيا أهل استطاع إخوانا يقيموا دولة إسلامية استطاعوا أقيمت بينهم الصلاة حطمت أكد فيديئهم مشاهد الشرك والباطل والخوافات لا أبدا لما ما بايعوا إماما على قيادتهم إلى برغان الله عز وجل هذه الآية عجب وإلى لا قالوا ابعث لنا ملكا ابعثوا ما نبي من تخرجوا حتى من الأرض لا بد ما نقاتل بدون إمام ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله في سبيل الله وإلى لا من أجل ماذا من أجل أن يعبد الله ويحكم شوعه في عباده فقال لهم النبي عليه السلام هل عسيتم قراءة سبعية هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ومعنى هذا يقول أنا أتوقع أنكم إذا كتب عليكم القتال ما تقاتلون عرف ظاهرهم وباطنهم عسى للترجي وللا معنى أنا أتوقع أنه إذا كتب عليكم القتال لا تقاتل وصدق وفرض الله عن القتال وانهزموا آلاف راجعوا مهزومين وما قاتل إلا ثلاثمائة وثلاثة وثلاثة عشر على عدة قوم أصحاب بداء أو أربعمائة وثلاثة عشر كما سيأتي بيان ذلك في الآيات ابعث لنا مالكا عرفتم الآن يطالبون بإمام يقودهم وإلى لا في إمكانهم هم أن هذا يولي هذا وهذا يبايح هذا وهذا يبايح هذا وتظهر الفوضى والهزيمة من أول يوم لا بد من بيعة إمام وهذه الانتفاضات التي يسمونها في بلاد العرب المسلمين جماعة عفراسة وتطالب بالحكم وابدون بيعة أمتهم لهم مآلهم التمزيق والتشريد والدمار والخراب لا بد من بيعة إمام لمال البيعة ليأموى فيطاع وينهى فيطاع لتجتمع كلمة الأمة إذا قال الله أطبع كبوا جميعا أمن يقول الله أكبر يغني كيف يقودون أمه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله والحال أن أخجنا من ديارنا وأبنائنا ما لك يا نبي الله كئه من مقاتل وهو يعرفهم ظاهرا وباطنا تربى معهم وعايشهم ما هو ماهل لأن يقاتلوا هو صح هذا ولا لا خرج يقودهم طالوت فنزموا ورجعوا إلى ديارهم يسرخون وما استمر مع طالوت إلا 413 والآن هؤلاء من يطالبون بالجهاد والله العظيم ما هم بأهل ليما ما هبوا في حجوء الصالحين ما تكون تكوين ربانه سليم صحيح ما ينقاد ثلاث أنفاء منه واحد يطعف الواحد ما هو ألف واحد يسب يشتم ويعاياه كذا لو تسمعون ما يقال في هذا الشيخ المجنون ذنب عميل كذا لا إله والله ما نبذ ولا عميل إلا لله عز وجل ويقولون كذا قالوا السعودية بنت له عمارات والله والله العظيم والله ما بنت لي لبن واحد لكن أم هابط هذا شأن ما يستحي المؤمن أن يتكلم وهو لا يعلم ما يحل لمؤمن وهذا سبب فتنتنا نتكلم بدون علم قيل وقال وحرم الله هذا عليه وسلم وصولي عرفتم سر الإمام ولا لا لتكون الكلمة واحدة والطاقة واحدة ما كل وحد يقول ويعمل كما يشاء ما نستطيع أن نجاهد قال وليما وما لأن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديائنا وأبنائنا قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا رجعوا الوراء هايبين إلا قليلا منهم أربعم من ثلاثين ألف أو أربعين ألف وامتحناهم كما سياتي بنهر الأردن اسمعوا نحن في زمن عطش في الصيف سوفنا مربنها وقد مانعاكم والله من الشعوب منه لا تشربوا إلا من اغترف غرف بيده أو فقط يبرد قلبه امتحان لهم ما إن وصلوا إلى نهر الأردن أكبوا عليه كالبهاين اشرب 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 وما نجى إلا أربعمية وأربعة عشر أو ثلاثة عشر ثلاثة مية وأربعة عشر هذه عدة قوم طالوت وكانت عدة أهل بدأ والباق هزموا وهؤلاء المؤمن الصابعون بقيادة هذا البطل الكريم طالوت نجحوا ومزقوا جيش البابليين وهدموه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بعث لكم طالوت ملكا عليكم يسوسكم ويقودكم حيث تقاتلون وتنتصرون وتستيد دياركم ومركزكم في العالم طالوت قالوا أنها يكون الملك علينا كيف لما يصلح ما هو من أولاد لاوي ولا من أولاد يهود هذا من أولاد بن يامين نريد ملكا من أصال وجدار كأولاد يهود الملك فيهم أو من أولاد الأنبياء كبني لاوي أما بن يامين لا ما يصلح لو كان هناك عاقل يقول هذا كلام لنبي يعترضون على نبي طالب بأن يسأل الله له ما أعطاهم يقول لا كيف يقول لهم علينا ونحن أحق من أحق نحن أبناء يهود وأبناء لاوي كيف نقبل هذا اختلف وإن لا وهل المسلمون اليوم يختلفون والله لا يجتمعون هم مختلفون ولا لا لو كانوا مؤمنين صادقين كما قررنا هذا أربعين سنة والله لاجتمعوا في هذا الغوضة وبايعوا إماما لهم وأخذوا القرآن دستورا لهم وأصبح العالم الإسلامي تحت راية واحدة ولا يكلف شيئا أبدا لعل يواهم يمرضون يفتقهون يصابون بمنذ والله لتأتفع راية لا إلى الله في العالم وخاص هذه الظروف ما المانع ما أن تحاكم وإلى لا رئيس ذولة يجتمعون أربعين نفر أو خمسون باعنا فلان على كتاب الله وسنة وصور أنت إمام المسلمين ونحن أولا وقاد جيوش في العالم الإسلامي لما ما يفعل ما يستطيعون أحزاب جماعات ما استطاعوا يا شيخ أحزاب جماعات في البلد ما اتفقوا كيف تتفق الدول ما السر إذن ما ربينا في حجور الصالحين الجهل وما مر هو الذي هبط بنا قالوا أنه يكون له الملك علينا ونحن أحق بالمكم منه ولم يوت ساع من المال هذا فقير فبنتم ما عنده ثروة ولا مال ولا ولا أمه من أبناء الملوك الأبناء الأنبياء ما هم عقول يا حزقيل أو يا شمعون عرفتم الاعتراض ولا لا قال اسمعوا إن الله اصطفاه عليكم المفروض مادم الله اختاره يبقى لنا كلام تكلموا لأنهم فستاقض لمراجئين أمائجين لأنهم في وقت هبوطهم ولا لا أبعد أن يقول إن الله اصطفاه يبقى واحد يتحرك آمنا أبن الله اصطفاه عليكم وزادوا بسطا في العلم والجسم كان أطولهم قام وقيل هو ابن عجوز وهذه العجوز لما بلغ الستين سنة سألت الله أن يوزقها ولد فوزق الله هذا الولد طالوت لعل طالوت مخوض منه الطول باللغة العبري كان أطولهم لأنه قال بص في العلم والجسم كان أعلمهم وأقوهم بدنا وهنا اختيار الله عز وجل للملك يجب أن يكون من العلماء من أفراض من أهل القوة البدنية والعقلية مناتي بضعيف ونوليه يعجز ويشتت الأمة هذا تدبير الله عز وجل والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع نعلم هنا لطيفة في قولهم وقد أخرجنا من أبنائنا من ديارنا قالت العلماء حب الوطن فطري في الإنسان واسمح هؤلاء ما قالوا خجم من ديارنا يعني شوق إلى ديارهم والعود إليها وإلىنا ويقوي هذا ويبلوغه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خارج من مكة مهاجرا وغادر وستقبلا وقال إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوك ما خرجت لما غادر مكة في تلك الحال استقبلها ونظر وقال إني أعلم أنك أحب البقاع إلي أحب البقاع إلى الله ولولا أن قومك أخرجون ما خرجت وكان يدعو يقول الله محبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أكثر لكن حديث العامة حب الوطن من الإيمان هذا باطل يكتبون في اللوحات وكذا هذا ما هو حديث حب الوطن من الإيمان لا يجس بحديث أبدا ولكن حب الوطن فطري غريزي الإنسان حيث يتوق ويشتاق لذلك المكان أما من الإيمان ليس من الإيمان وقال لهم نبيهم من نبيهم شموين ماذا قال لهم إن آية ملكه العلامة الدال على أن الله اختاره واصطفاه وملكه أمركم ليقودكم آية ذلك وعلامته أن يأتيكم التابوت في سكينة مربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إذن ما المراد من التابوت التابوت صندوق خاشب من نوع الراقي وقد يكون مطلب الذهب في بعض جوانده لرفعته هذا التابوت ماذا فيه قال فيه سكينة من ربكم ما هي السكينة ذهب بعض أهل التفسير ولعلهم ينقلون عن بني إسرائيل قالوا في السكينة إنها حيوان كالهر له جناحان وذنب كالكذ كالقط كالهر ولعينيه شعاع إلى آخر ما واصفوا بهذا وهذا هذا مروي عن بعض المفسرين كمجاهد ومجاهد أهل ذلك لكن ما دام مروي عن بني إسرائيل قد تكون خرابة وعليه فالسكينة بين لنا الرسول السكينة أما قال للذي كان يقرأ صورة الكهف وقد ربط فرسه في شجرة وإذا بريح تلف حوله وشاردت الفرس وأخبر النبي صلى الله أنه حصل وكذا وكذا قال تلك السكينة جاءت لسماع القرآن ملك وحديثنا الذي نعيده أما قال إلا نزلت عليهم السكينة ملك سكننا وجعلنا هذه ساكنين إذن والسكينة الهدو والطمأنين والاستقرار وعدم الاقتراب وعدم الخوف وعدم القلق إذن فهذا التابوت ماذا قال تعالى فيه سكينة من ربكم أي لقلوبكم بمجرد ما يوجد هذا التابوت بينكم تهدأ نفوسكم وتسكن وتطمئن بسبب هذا التابوت الذي يحوي من الآثار كذا وكذا وبقية مما ترك آل موسى فيه عصى موسى فيه نعله فيه التوات التي أخذت منهم فيه آثى من هارون هذه كانت مجموعة في صندوق ملأم مطلب الذهم وكانوا يعتزون بها إذا وجدت فيهم سكنت نفوسهم هذا 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 التابوت لما استولى عليهم العمالقة أخذوه إلى ديارهم أخذوه إلى ديارهم وبقي عندهم في معرض التحفو إلا من تدبير الله عز وجل أنهم والعياذ بالله تعالى أصابهم داء البواصير وأصابهم قحد فتساءلوا فقالوا هذا بسبب تابوت بني إسرائيل فهيا نرده عليهم هكذا تقول رواية فوضعوا في عرب تجرها الخيل أو البغال أو الأبقار أيضا ووجهوها نحو بني إسرائيل فساقتها الملائكة حتى وصلت بها إلى مجتمع أو مخيمات بني إسرائيل إذ قال تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة حمل الملائكة لا بأس أن تكون الملائكة تقود العرب وتوجعها وإلا كيف الحيوان يعف من منطقة إلى منطقة ولا مانع أيضا أن الملائكة تأخذ الصندوق بما فيه وتضع بين أيديهم ولا منافات بين هذا وذاك إذ هذا فعل الله وتدبيره آية أن الله وكل بهم أو ملك عليهم طالوت هذه أعظم آية فجأة يجدون التابوت بين أيديهم يبقى شك واضطرار في نفوسهم ما من حق يبقى شيء آية هذه أكبر علامة على أن الله حقا قد ملك طالوت إذ قال لهم نبيهم إن آية ملكه عليكم أن يأتيكم التابوت من أين يأتي من أعدو بلاد بعيدة فيه سكينة من ربكم بمجرد ما يقع بينكم تسكن نفوسهم وتهدأ القلوب وتنتهي المخاوف وينتهي الهزائم المعنوية لوجودها للبركة لأن هذا التابوت فيه آثار موسى وهارون منها العصى منها نعل من العالم ثوب من ثيابهم آثارهم إذن تحمله الملائكة ما قالوا كيف المهم أن يوضع بين أيديكم الملائكة ساقت كذا ونقلته كله وصل بإذن الله عز وجل وتدبيه إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وإذا كنتم كافرين لا تؤمنون بالله ولا بآياته ماذا نصنع وهذه والله لأكبر آية تدل على أن الله قد ملك هذا العبد الصالح طالوت عليهم لماذا ليجمع كلمتهم ويقودهم إلى الجهاد لإنقال ديارهم وأهلهم فلما فصل طالوت بالجنود أن فصل وقاد الجنود قال لهم اسمعوا إن الله مبتليكم بنهار مختبركم ممتعنكم لأنكم أخلاق امتحان بنهار في شدة القيض وشدة العطش وقيل هذا النهو نهو الأهدن انتبهوا فمن شرب منه فليس منه ومن فما شرب منه فليس مني اللهم إلا من يغتاف غوف بياله أطفأ بياله بالعطش إذن وما شو الجيش بقيادة الملك طالوت عليه السلام بعد يوم يومين ثلاثة واصلوا إلى دائرة الامتحان وكانوا عطاش ما إن وصلوا إلى النار حتى أكبوا عليه يأكراعون وناس ما أخذ عليهم من الآد إذن فشربوا منه إلا قليلا منهم بيّن لنا النبي السلام هذا القليل ثلاثم وثلاثة عشر وأربعة عشر أو ثلاث عشر على خلاف على عدة قوم بدر أصحاب بدر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله وسلم إلى عير أبي سفيان وكتب الله القتال وجمع بينهم في بدر كانوا ثلاثمئة وأربعة عشر رجلا قال الرسول على عدة قوم طالوت وبينهم قرون عديدة إذن فلما جاوزه الذين آمنوا ما قالوا لا طاقة لن يوم بجالوت وجنوده لما جاوزوا النهر وشربوا وقربت المواجهة قالوا لا طاقة لن اليوم بجالوت وجنوده ما نستطيع هذه الهزيمة إذن وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم المؤمنون الموقنون وعب بالظن عن اليقين لأنه غيب ما هم مشاهدة فيعب عنه بالظن والمعاد به اليقين وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين يؤمنون بلقاء الله بعد الموت ويوم البعث والنشور أي المؤمنون بلقاء الله باليوم الآخر ما هم لاحد ولا كفاء ولا مشركين ماذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصهبين حلماء 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 ولهذا عبوا بهذا التعبير نور إيمانهم ومعرفتهم ليسوا كأوليك رعاع السفلة هبتوا نقاتل كم من في أقليل في التاريخ غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصهبين الذين يثبتون على طاعته وطاعة القيادة ويقاتلون من أجل الله ومن أجل الله كلمته هذه نصرد الآن ما جاء في التفسير لما فيه من العلم الكثير إذن معنى الآيات لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال منا أيها المؤمنون ودار ترحل المعارك بداية من معركة بذر وكان لابد من المال والرجال الأبطال الشجعان فاقتضى هذا الموقف شحذ الهمم وإلهاب المشاعر لتقوى الجماعة المسلمة بالمدينة على مواجهة حرب العرب والعجم معها ومن هنا لمطاردة الجبن والخوف وهما من شر الصفات فبجال ذكر تعالى حادثة الفارين من الموت ألم تر الذين خرجوا من ديارهم التاركين ديارهم لغيرهم كيف أماتهم الله ولم ينجهم فرارهم ثم أحياهم ليكون ذلك عبرة لهم ولغيرهم فالفرار من الموت لا يجدي وإنما يجدي الصبر والصمود حتى النصر ثم أمر تعالى المؤمنين بعد أن أخذ ذلك المنظر من نفوسهم ما أخذه فقال وقاتلوا في سبيل الله ولما كان المال المقدم في القتال فتح الله لهم اكتتابا ماليا وضاعف لهم الربح في القرض بشرط خلوصه وطيب النفس به ثم قدم لهم هذا العرض التفصيل لحادث أخرى تحمل في ثناياها العظات والعبر لمن هو في موقف موقف المسلمين الذين يحاربهم الأبيض الأحمر وبلهواد وعلى طوال طول الزمان فقال تعالى وهو يخاطبهم في شخص نبيهم ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يريد ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا بإخبار إياك قول أشراف بني إسرائيل بعد وفاة موسى النبي لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فنطرد أعداءنا من بلادنا ونستبد سيادتنا ونحكم ونحكم شريعة ربنا ونظرا إلى ضعفهم الروح والبذن والمال تخوف النبي ألا يكون صادقين فيما طالبوه به فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا بتعيين الملك القائد ألا تقاتلوا فدفعتهم الحمية فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله والحال أننا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وذلك أن العدو وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد أن فساق بنوا إسرائيل فتبرجت نساؤهم واستباحوا الزنا والرباء وعطلوا كتابا وأعرضوا عن هدي أنبيائهم صلت الله عليهم هذا العدو الجبار فشردهم فأصبحوا لاجئين وما كان من نبي الله شمويد إلا أن بعث من تلك الجماعات الميتة موتا معنويا بعث رجلا منهم هو طالوت وقادهم فلما دلوا من المعركة جابنوا وتولى أكثر منهزمين قبل القتال وصدق نبيهم في فراسته قال لهم فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا هذا ما تضمنت الآية الأولى من هذا القصص أما الآية الثانية فقد تضمنت افتراض اعتراض ملئ بني إسرائيل على تعين طالوت ملكا عليهم بحجة أنه فقير من أسر غير شريفة وأنهم أحقوا بهذا المنصب منه ورد عليهم نبيهم حجتهم الباطلة بقوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم كان هذا رد شمويل على قول الملأ أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساع من المال وكأنهم لما دمغتهم الحجة وهي أن الله تعالى قد اختار طالوت وفضله عليهم بهذا الاختيار وأهله للولاية بما أعطاه وزاد من العلم وقوة الجسم والقيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن بسلامة الحواس وشجاعة العقل والقلب أقول كأنهم لما بطل اعتراضهم وردوا بطالوت طالب على عادة بني إسرائيل في التعنت طالب بآياء تدل على أن الله حقا اختاره لقيادتهم فقال لهم تعالى إذن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين معنى هذه الآية قال قد أصبح بشرح الكلمات التي في هذا الدرس معنى الآية واضحا وخلاصته إذن أن شمويل النبي أعلمهم أن آية تمليك الله تعالى لطالوت عليهم أن يأتيهم التابوت المغصوب منهم وهو أي تابوت رمز تجمعهم واتحادهم ومصدر استمداد قوة معنوياتهم لما حواه من آثار آل موسى وآل هارون كرظاظ الألواح وعصى موسى للوح التي تكسرت لما غضب موسى ومبيه تحطمت كرظاظ الألواح وعصى موسى ونعله وعمامة هارون وشيء وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم فالتيح أيام موسى فكان هذا التابوت بمثابة غاية يقاتلون تحتها فإنهم إذا خرجوا لقتال حملوه معهم إلى داخل المعارة ولا يزالون يقاتلون ما بقي التابوت بأيديهم لم يغلبهم عليه عدوهم ومن هنا وهم يتحفزون للقتال جعل الله تعالى لهم إتيان التابوت آية على تملك طالوت عليهم وفي نفس الوقت يحملونه معهم في قتالهم فتسكن به قلوبهم وتهدأ نفوسهم فيقاتلون وينتصرون بإذن الله تعالى أما كيفية حمل الملائكة للتابوت فإن الأخبار تقول إن العمالقة تشاؤموا بالتابوت عندهم إذ ابتلوا بمرض البواسير وبآفات زراعية وغيرها ففكروا في أن يردوا هذا التابوت لبني إسرائيل وساق الله أقدارا لأقدار فجعلوا في عرب يجرها بقرتان أو فرصان ووجهوها إلى جهة منازل بني إسرائيل فمشت العرب فساقتها الملائكة حتى وصلت بها إلى منازل بني إسرائيل فكانت آياء وأعظم آياء وقبل بني إسرائيل بقيادة طالوت وبسم الله تعالى قادهم وفي الآية التالية بيان السير إلى الساحة بسم الله قال قال إنه لما خرج طالوت بالجيش أخبرهم أن الله تعالى مختبرهم في سيرهم أخبرهم أن الله تعالى ممتحنون في سيرهم هذا إلى قتال عدوهم ممتحنهم بنهر ينتهون إليه وهم في حل شديد وعط شديد ولم يأذن لهم في الشرب منه إلا ما كان من غرف واحدة فمن أطاع ولم يشرب فهو المؤمن ومن عصى وشرب غير المأذون به فهو الكافر ولما وصلوا إلى النهر شربوا منه يكرعون كالبهائم إلا قليل منهم وواصل طالوت السير فجاوز النهر هو ومن معه ولما كانوا على مقرب من جيش العدو وكان قرابة مئة ألف قال الكافرون والمنافقون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فآلنوا انهزامهم وانصرفوا وانصرفوا فالين هابدين وقال المؤمنون الصادقون وهم الذين قال الله فيهم وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا الله قالوا كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كانت هذه الآية في بيان سير طالوت إلى العدو وفي الآيتين التاليتين بيان المعركة ومنتهت إليه من نصر حاسم للمؤمنين الصادقين نأتي عليها هذه قصة عجيبة يقول وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجْنُودِهِ قالوا ربنا أفرق عننا صبرا وثبت أقدامنا وانصنع القوم الكافرين دعاء صادق وهم صادقون فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله ناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل العالمين تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين قال لما التقى الجيشان جيش الإيمان وجيش الكفر والطغيان طالب جالوت بالمبارزة جالوت الكافر طالب جيش طالوت من يبارزنا كانوا إذا اصطفر الصفوف يخرج باطل يقول من يقاتلني وهذا على عهد الرسول كان شائعا والآن انتهى لأنها الرصاص والصاروخ ولهذا الآن الجيش كلها جبنة ما في مواجهة إذا طالب جالوت بالمبارزة فخرج له داود من جيش طالوت داود هذا أبو سليمان الذي ملكه الله فقاتله والتحام الجيشاني إذا انتهت المبارزة بقتل أحد المبارزين الآخر تلتقي وهذا البراز فنصر الله جيش طالوت وكان عدد أفراده ثلاثمائة وأربعة عشر مقاتلا لا غير التحام الجيشان فنصر الله جيش طالوت الملك على بني إسرائيل وكان عدد أفراد جيشه ثلاثمائة وأربعة عشر مقاتلا لا غير لقول الرسول الحبيبي صلى الله عليه وسلم لأهل بادر إنكم على عدة أصحاب طالوت بوحي الله يتنقاه وكانوا ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا فهزم الله جيش الباطل على كثرته ونصر جيش الحق على قلته وهنا ظهر كوكب داود في الأفق بقتله رأس الشر جالوت فمن الله عليه بالنبوة والملك بعد موت كل من النبي شمويل والملك طالوت عليهم السلام قال تعالى وقتل داود جالوت وآته الله الملك والحكم وعلمه مما يشاء قال وختم الله قصة ذات العبار والعظات العظيمة بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أي بالجهاد والقتال لاستولى أهل الكفر وأفسدوا الأرض بالظلم والشرك والمعاصي أليس كذلك؟ إيه والله راضي حتى لا تقول لي ما يأمر الله المؤمن أن يقاتلوا قتلهم هذا لرفع الظلم وإحقاق الحق لو لأنه يدفع الناس بعضا عن بعض لا فسدت الأرض واستولى أهل الكفر والشرك والباطل ودماروها ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد والقتال لاستولى أهل الكفر وأفسدوا الأرض بالظلم والشرك والمعاصي ولكن الله تعالى بتدبيره الحكيم يصلط بعضا على بعض ويدفع بعضا ببعض منة منه وفضلا كما قال عز وجل ولكن الله ذو فضل على العالمين أضيضهم وأسودهم كافهم ومؤمنهم ثم التفت من هو الله إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال له تقريبا لنبوته وعلو مكانته تلك آيات الله التي تقدمت في هذا السياق نتلوها عليك بالحق وإنك لمن الموصلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفى ومن ثم اقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريده يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون تلك الرسل تلك الجماعات التي تقدم ذكوها جماعة الرسل فضلنا بعضهم على بعض ما الذي يفضل او لا يفضل الله وهنا لنعلم ان الرسل ليسوا في مستواحد في المكان عند الله عز وجل متفاضلون لكن ليس من حقنا نحن ان نفضل فلان على فلان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تفاضلوا بين الانبياء لا تفضلون على موسى لا تفضلون على يونس ابنتا ما او شأنكم انتم فقد علمنا الله بهذه الآياء انه فاضل بين الرسل وهو كذلك من افضل الرسل من افضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم لكونه نبينا نحن هو نبي البشرية والجن اذا توهم متواهم قال فضلتموا على انبياء بني اسرائيل لانه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب نبي العجم نبي الانس والجن اذا الذي فضله الله عز وجل بما اتاه من الكمالات لو تجتمع البشرية كلها وتصوغ اداب واخلاقها في صورة واحد والله ما كانت اخلاقها وادابا رسول الله اذا وفضله بماذا اولا بكون رسالته عامة للانس والجن ثانيا بكونه ختم الله برسالة عامة رسالات اعلن عن هذا القرآن وخاتم النبيين ولا لا كم مضى من المئات عام الف واربعمائة هل جاء نبي ذي وحدها كافية كانوا الانبياء يتواردون كل عامين ثلاثة خمسمائة سنة نبي يأتي هاي الف واربعمائة سنة جاء نبي لان الله قال وخاتم النبيين وقد فتح الله علينا وعرفنا السر علم الله ان الارض ستكون كارض واحدة والعالم كمدينة واحدة اصوات البشر تنتق من الشرق الى الغرض الناس يطيرون في السماء اذا ما هناك حاجة الى تعدد الانبياء كانت البلاد متباعدة الذين في مدينة من يصير المدينة الاخرى فكل كانت رحمة الله تقتل كل اقليم فيه نبي اما علمه تعالى ان البشرية ستصبح في يوم الايام وكأنها امة واحدة وبلد واحد الان القرآن يقرأ في موسكو والعالم يسمعه في اذاعته بلغنا رسالة عرفتم السر وإلى لا لعلم الله تعالى بما سيوجده في المستقبل من ان العالم سيصبح كمدينة واحدة الان الشرق والغرب يلتقي معه في بيته اذا وفضله صلى الله عليه وسلم بان امته افضل الامم والله لا افضل الامم فضله بالشفاعة في المقام المحوود حيث يتخلى عنها عامة الرسل ولا يطلبه احد وهو يقول انا لا اذ بشره الله بها في صورة بن اسرائيل عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وعسى تفيد التحقيق من الله فضله اول من يدخل الجنة اول من تنشق عنه الارض يوم القيام واعظم الرسل ام اولو العزم جاء ذكر في بعض اي من سورة الاحزاب اذ قال تعالى ولقد اخرنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم من اولهم ذكر منك الضمير ضمير المخاطب عائد على رسول الله سلام وهم في الترتيب هكذا منك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وفي عرصات القيامة كما حفظتم وعلمتم لما تهيج البشرية في تلك الساحة العظمى ويبحثون عن من يكلم الله في شأنهم ليقضي بينهم ويحكم طال الموقف يوم مقدار خمسون الف سنة يأتون آدم يحولهم الى نوح يأتون نوحا يحولهم الى إبراهيم يحولهم الى موسى يأتون موسى يحولهم الى عيسى يأتي عيسى يحولهم على محمد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله هذا تفضيل وإلى لا فموسى عليه السلام كلمه الله كفاحا وجه لوجه بلا واصطة ما تم هذا لكائن عن الأرض إلا موسى ابن عمران نبي ورسول بني إسرائيل موسى كلمه في مكان معروف عندنا بالضرورة في جبل الطوب سيناء إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يسمع كلامه وتكرر ولما جاء للمناجات للميعاد وترك بني إسرائيل وعلى رأسهم هارون أخاه غرى بهم الشيطان وعبدوا عجل وزين لهم الشيطان عبادته وهارون ماذا يصنع وحداه إذن راجعوا وجدهم قد هلكوا يعبدون غير الله مع الآيات التي شاهدوها تسعة وهم خارجون من مصر أخذ منهم سبعين رجل من خيارهم ليتوبوا أمام الله عز وجل لما انتهوا إلى جبل الطور وسمعوا كلامه قالوا نريد أنها وجه الله فأخذتهم صاعقة فماتوا عن آخرهم وأحياهم الله بكى موسى يقال قتل بني صعيد فأحياهم الله والشاهد عندنا في كونه تعالى كلم موسى عدة مرات والله فوق عرشه وموسى على جبل الطور كلاما كيف أحلم هذه أفضل لي عظيم ألا وأفضل من هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما إذ كلمه الله في الملكوت العلام استدعاه وجاءه جبريل يرافقه وعلى البراق عاج به واجتاز مسافة سبعلاف وخمسمائة سنة وتجاوزها ودخل الجنة ووطعت أقدامه وقدسيتها وطهرها وشهد أنهارها وأنوارها وقصورها مشاهدة عيان يقضى لمنام وارتفع حتى انتهى إلى مكان تأخر جبريل تقدم جبريل قال ما منا إلا له مقام معلوم ما عندي إذ نتقدم فتقدم هو صلى الله عليه وسلم حتى سمع صارير الأقلام أقلام القضاء والقضاء وتم كلمه الله كفاعا وجه الوجه وفرض عليه الصلوات الخمس في تلك الحال فلهذا تكليم الله لموسى كان في العرض وتكليم الله لمحمص المكان فوق السماوات السبع ورفع بعضهم درجات وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس من القائل وآتنا عيسى بن مريم الله كيف يكفره الكافرون هذا كلامه يتكلمه وغير موجود يعني ممكن يوجد كلام بدون متكلم مستحيل هذا كلامه كيف يكذب وينكر وهنا لطيفة لطف الله بنوى بكم نكررها نقول إذا أردت يا صاحب البيت والقارية يا أمير المدينة اسمع إذا أردت هداية قومك وجماعتك اجمعهم على قال الله قال رسوله فقط ولهذا كم وكم نقول والله لن ينجو أهل إقليم ولا قطر ولا دولة ولا مملكة في العالم نجاة حقيقية من الذل والهون والدون من الشر والفساد والظلم والخبث من الناو عذابها إلا إذا عادوا إلى الكتاب والسنة كيف يعودون إليهم مشغولون الطريق إذا دقت الساعة السادسة مساء أخذ أهل البلاد أهل القارية أهل المدينة أهل الأحياء يتطهؤون ويلبسون أحسن لباسهم وذيابهم ويحملون نساء وأطفالهم إلى بيت ربهم وليوسعوه ولينظبوه حتى يتسع لهم ويصلون المغرب كما صلينا ويجتمعون كاجتماعنا هذا النساء وراء والفحول أمام والأطفال بينهم ويجلس لهم عالم ويجلس لهم عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ لَيْلَ آيَا وَأُخْرَ حَدِيثًا وعلى مدى السنة وعلى طول الحياة هل يبقى بينهم جاهل أو جاهلا والله ما يبقى وإذا انتفى الجهل وحل محله العلم يبقى ظلم خابث شر فساد فقر بل والله ما يبقى دل يا شيق برهن أنا أقول أهل قرية أهل مدينة أهل مملكة أعلمهم أتقاهم لله عز وجل من يرد هذا كلام أعلمهم بكتاب الله ودي رسولي أتقاهم لا يسرق لا يزني لا يفجع لا يحسد لا يكذب لا يخون لا 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 لعلمه وأجهلهم أفجرهم ولا يثق في الجاهل أبدا أن يسند للي شي تعبث به الأهواء الشياطين أعمى ما له نور لما ما نفعل هذا ما نستطيع لما اليهود والنصار وقدوتنا وأسوتنا إذا دقت الساعة السادسة أوقفوا العمل وأهرعوا إلى السينمات والملايه المقاصر بنسائهم وأطفالهم ونحن لا ما نستطيع لأننا نذهب إلى بيوت الله والشياطين ما ترضى بهذا لنبقى فسق فجرها بطين جهالا بربنا وما عنده لنالك فهمتم هذه وإلى لا لما ما تبلغونها لما ما تعملون على إيجادها ما أنت إمام في قاريا قال نعم إذا يوم الجمعة علم أهل القاريا قلهم من اللا إله لا نصل المغرب إلا مجتمعين ما يتأخذ مرأة ولا رجل إلا مريض لماذا يا شيخ نتعلم الكتاب والحكمة ويحظون وهكذا ما يوقف عمل ولا مصنع ولا تجاه ثم قلت لكم كيف يكفر الإنسان وهو يسمع كلام الله دليل قوله تعالى من صورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا كتابا من قبلكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين كذا السياق يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابًا يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ مَنْ يَرُدْ عَلَى اللَّهِ يُرِينَ مَنْ أَطَاعُ أَسَاتِدَتَهُمْ وَمُعَلِّمِيهُمْ وَآوَاوَا هل هم مؤمنون ما دخل الزيغ في القلوب وهبطت الأمة إلا بعد أن تتلمذنا لليهود والنصارى نتعلم عنهم وحتى بالنساء أيضا يبعث موت التعلم في إيطاليا ولا في أوروبا فهمتم هذه ولا لا أهل الزيغ والهبوط في أمة الإسلام ممن هم مسؤولون عن إدارتها في العالم أكثرهم تعلّموا على اليهود والنصارى اليهود ما هو يهودي أمريكان يهودي فرنسي يهودي ثبهتم فيأتون قلوب خاريا في بلاد إسلامي كابية ظاهر بالإسلام في بلاد خيصخر من المسلمين ويستهز بهم ما السبب أما قال تعالى إن تطيعوا فريقا الأساتد والمعلمين يردوكم بعد إيمانكم كافرين صح ولا لا صح يا رب ما قلت وحصل وكمل وتمع ثم قال وكيف تكفرون من أين يأتيكم الكفر وأنتم تسمعون كلام الله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله هذا هو السر هذا هو السر لو كنا نجتمع وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله الرسول حديث وسنة وبيان وعلمه وكثيرا ما نقول أسمعت لو ناديت حيا وقلنا هيا نبعث بعثا من سبعين شابا يدرسون في ألمانيا أو يغسلافيا ونبعث معهم آلما بالكتاب والسنة ونطلب لهم أن يطيعوا كما يطيعون الإمام الحاكم ويسكنونهم في عمارة واحدة ويجتمعون بعد الدراسة في دارهم ويقيمون الصلاة ويتلون كتاب الله ثم هم لباسهم الإسلامي لحاهم عمائم وطرابيشهم ثيابهم ينظر إليهم إيش هذا مسلمون يدرسون سبع سنين أربع ثمان يعودون والله ما يحصل إلا نادر أن يفسق منهم أحد أو يتغيب في دينه وحقيلته ونبعث سبعين وأوصرهم عارية أو برانيط ولحاهم محلوقا ولباس بريطاني أو إيطالي ونتركهم وحدهم والله ما يسلم خمسة في المياه من الفجور والباطل والسر والبازال ويأتون كل عميان يضحكون من أمهاتهم أبايا هذا حصل ما هو كلام غيب هذا وقع لأن الله الخالق العليم الحكيم المدبر يقول إن تطيعوا فريقا من الذين أرثوا كتابا يردوكم بعد إيمانكم كافرين الله يتكلم بما لا يعلم أعوذ بالله ثم بين المناع والحصانة وكيف تكفوون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله فكيف تجهل الأمة وينتش فيها الزنا والبغاء والشهر والباطل والفساد وينتهي الأمن وينتهي كذا ويتجتمع كل ليلة على الكتاب والسنة مستحيل أن ينتش فيها الظلمة والخبث والشهر والفساد أو ما يوجد في العالم الإسلامي خبث وشهر والله والله لا يزنون بنساء بعضهم بعضا كيف مومن يحطم كامة أخي المومن ويزن ممات إيه أياق هذا إيه لا تسأل مومن يقتل مومن ليأخذ ماله كيف يتم ماله يستحيل مع الإيمان لكن ما هو الإيمان كيف ينمو الإيمان ويبقى في النفوس إذا ما نجتمع على نوع الله ونقترف منه يوميا لأبصارنا وقلوبنا وأسماعنا مستحيل ولولا الصلاوات الخمس لن تهى وجودنا بالمرعة ما بقي فينا خير إذن عرفتم إذا لا اجمع بناتك وأولادك في بيتك ليلة آية وأخرى حديثة وتغنوا بالآية واشرحوا بي الله ما فيها وأوصهم بتطبيقها وانظوا إلى بيتك كيف يكون لا تسمع كلمة سوء ولا بذا ولا عنف ولا شدة ولا سقية كأنهم ملائكة لأنهم عاطوا أما أن تفتح بيتك للعواهر فالتلفاز يوقصنا يتعلمنا بناتك هذا ويشاهد أولادك الظكور فينجربون إلى الخن والبطء والشاوء يعلم أن بيتك قد يخبض وينتهي صحوة إلى لا والله إنه لك ما تسمعون طهي بيوتكم أيها المسلمون ما نستطيع كيف ما نستطيع ما أنت رجل اتفق مع أماراتك ونعود إلى الآية الكريمة يقول تعالى وأيدناه بروح القدس من هو هذا روح القدس روح الطفر هذا جبريل أفضل الملائكة هذا السفير بين الله وبين رسله هذا الذي كان يتردد على حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هكذا فالروضى والمسلمون مجتمعون ويشاهدونه في صورة رجل كريم من الأنصار هو دحي بن خليفة الكلبي هذا جبريل رفيق الرسول الحبيبي إلى الملكوت العلاء كان مع عيسى لا يفارقه يؤيده يبين له دائما إلى جنبه بفضل الله على عيسى وأيدناه بروح القدس وتعرفون عيسى أظهر الله على يديه معجزات خارقة للعادة ميت على النعش جاءت أم تبكي يا رحى الله ولدي مات في كرب وهم قال قفوا فلان بن فلانا قال نعم قال امشي مع أمك وضعوا النعش لف كفن أم شما قال الملاحدة والزائقون والعلمان ينذي مؤاما سبهتم مؤاما تمت بينه وبين هذه العجوز ادعت أن بنها مات وأنها غسلت وكفنته ونادت الرجال حمله وهو ما مات وجاءت قول يا رحى الله يا رحى الله ولدي فناده فهر لتعرف أن البشرية هي هي إلى الآن لا يوم القيامة والعقل البشر المكة والكيد هو هو ورد هذه الآية من آيات الله والله يقول يحي الموتى بإن الله وتكلم الموتى بإن الله حتى لا تثقوا في أراء الناس وما يقولون إذا لاحى نوع الحق من كتاب الله وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبع الأكمة ولعمه الأبص بإذن الله وما دفعل به بن إسرائيل حاصروا في بيته ليقتلوه ودخل الشوطي عليه فألقى الله على الشوطي شبه عيسى آية أخرى وعيشه في عمين الروزنة لما أبطع الشوطي هاجم الشوطي ودخلوا بالقوة ألقوا القبر على شوطيهم قالوا هذا عيسى وصلبوه تعرفنا الصلب على الأخشاب تعالوا تشاهدوا هذا السحر الدجال عرحناكم منه أولا بني إسرائيل والله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم والقوان يكذب هذا والنصار موصرون إلا أن اليهود قتلوا الله قتلوا عيسى صلبوه ومن شدة ذلك يعلقون الصالين في أعناقهم ويبيعونه بأثمان غالية حبا في عيسى النصلوب يا عميان يا جهال يا ظلال إذا كان عيسى بن الله كيف يصلب إذن الله عاجز إذا كان عيسى هو الله كيف يقتل أرأيتم العمى ولا لا وتمضي القرون والقوان يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وآخر من حوالي عشرين سنة أعلن بولس الثامن بأن اليهود براء من دم السيد المسيح أي القرآن من 1200 سنة يصرح وأنت الآن فقط لأنهم خدعوك وغشوك وملأوا جيوب بالمال تقول اليهود براء من دم السيد المسيح ما قتلوا فالريحة هذه من أشار الفضايا كيف قلون تعيش أمتكم على هذا المعتقد والآن تنفيه بأي حجة ولكن من هبط هبط من يغفعه وما زال يعلقون الصليب ويبيعونه كيف ابن الله يقتل أعوذ بالله الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا حد خالق الكون كل يحتاج لا ولد أين يذهب بعقول المجانين الذي يقول للشيكون يكون يحتاج لا ولد والولد يحتاج لا زوجا والجن قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ظللون فقد تهبطون وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد تلك الرسل من بعد ما جاء ثم البينات حجج براهين صواطع عنوار في كتب الله والعكم على ألسنة رسلي ولكن اختلفوا فتقاتلوا شرق لا توجد حرب إلا بالاختلاف لا توجد فتنة إلا بالاختلاف بيخذها قاعدة ما يطلق رجل الموت إلا اختلفوا ما يغلق فلان دكانه مع شريك إلا اختلفوا ما تكون حرب إلا الاختلاف بهذه الآية ولكن اختلفوا فتقاتلوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن لا سن صمضي في البشرية إذن فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد حسب سننه وحكمة وعلمه إليكم شرح هذه الآية من التفسير يقول بعد أن قص الله تبارك وتعالى على رسوله قصة ملأ بني إسرائيل في طلبهم نبيا شميل بأن يعين لهم ملكا يقودهم إلى الجهاد وكانت القصة تحمل في ثناياها أحداثا من غير ممكن أن يعلمها أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم بدون ما يتلقاها وحيا يوحيه الله تعالى إليه وختم القصة بتقرير نبوته ورسالة بقوله وإنك لمن الموصلين أخبر تعالى أن أولئك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من فضل بتكليمه كموسى عليه السلام ومنهم من فضله بالخل من خل فوق الحب هذه الحب يتخلل القلب يقال في خل كإبراهيم عليه السلام ومنهم من رفعه إليه وأدنى وناجاه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من آتاه الملك والحكم وعلمه صنعة الدوع كداود عليه السلام ومنهم من آتاه الملك والحكم وصخ له الجن وعلمه منطق الطير كسليمان عليه السلام سليمان إذا تكلم العصف يعرف تعالى قالوا وعلمنا منطق الطير صاح الديك عف ما أراد سبحان الله كيف هذا قل لي وكيف أنت تنطق وتتكلم الله المهلم وعندنا عبرة يؤثر أن سورد هذا طائر معروف يوجد في بعض البلدان ويقيم في بعض الفصول لما صاح قال سليمان أتدون ما يقول هذا قالوا الله ورسول أهلا قال يقول لدول الموت وابن للخرب والله حق والله حق يا بني الناس لدول الموت لو ما ولدنا بني أو بنات من يموت فنحن نالد لأجل الموت كذا ولا لا لدول الموت وابن للخرب إذا وجد الرجل يبني في الدار هذه لتكون خرابا لو ما بنى تصبح خراب ما تصبح خرابا إذن ارتفعوا بمستوياتكم عن هذه المستويات الهاضطة أنتم تريدون فقط للموت وتبنون الخراب فلا يحملكم طلب الولد والزوجة عن عبادة الله وحبه وإضاءه لا تلهيكم دنياكم عن ذكر الله وعبادة الله إنكم تبنون للخراب فقط مولى الخلود والبقاء وعلمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لو فضل مبين وحشر لي سليمان جنوده من الجن والإنس والطير ما أتممنا دراسة الآيتين السابقتين وهما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يهيد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون هذه الآية الكريمة الأولى درستناها بالأمس فنضك منها ماذا أن الله عز وجل فاضل بين رسوله وله ذلك ولا اعتراض عليه ونحن أدبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أن نفاضل بين الأنبياء والموسلين ما ينبغي أن نقول عيسى أفضل من موسى ولا موسى أفضل من هارون ولا داود أفضل مسلمان ما ينبغي ليس الشأن شأننا وحتى نفسه صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس بن متى لعلمهم من طريق كتاب الله أن يونس ما صب ما أطاق ما واجه به قومه وكانوا تسعمة ألف أو يزين ففر هاربا فأدبه ربه عز وجل بما قص علينا وبين لنا لما هارب مغاربا وجد سفين مقلعا على شاطئ البحر فاركب لما ضربت السفينة في عرض البحر نادم ناديها ملاحها ربانها أيها ركاب إن الشحن أو الشحن قوية فأنتم مخيرون بين أن تغرقوا كلكم أو يغرق واحد منكم خففوا من حمولة السفينة قبل أن تغرق فمن يضحي وينقذ غيره ما كانوا متأهلين لذلك فاقتعوا القرعة هي الفاصلة فسام فكان من المدحضين وقعت القرعة على يونس بن متع الهابب من قومه فأخذوا ورمأه في البحر وصدر أمو الله العلي العظيم إلى سمك من خيرة السمك فتحت فاها فقط فدخل فيه واستمر هناك حتى نغج لحمه من حرارة بطن الحوت وكان يسبح وكان يسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسمع صوته ملائكة السماء من هذا؟ إذن فاستجاب الله عز وجل له ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكررها موقنا بها وهو في كرب فرج الله عنه كربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أيما مؤمن أو مؤمنة يقع في كرب أو في محنة أو بلاء يلازم هذا الذكر ليلة نهاء موقنا بتفريج الله عليه إلا وفرج الله عليه ونجيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذن فصد أمر الله عز وجل إلى تلك السمكة أنت قيأت ونفضته على أشاطئ البحر لكن نضج لحمه من الحرارة وصد أمر الله عز وجل إلى الدباء إلى شجرة اليقطين فنابتت فأضلت وكانت كالقب عليه ومن خصائص شجر اليقطين أن الذباب لا يقع على واقعها إلى الآن الذباب لا يقع على شجرة اليقطين إذن وأحبها رسول الله والله لقد كان يأخذها من حافتي القصع ولهذا ولهذا كل محبه رسول الله يحبونها الدباء المديني تعرف عندنا هكذا الدباء المديني إذن وتسمى القرع عند عامة الناس وهي شجرة اليقطين وتسمى صورة الصفات أيضا بصورة اليقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقين وتأتي واعلى من معور جباله واللبن في ضرعها وهي تتدفق به وتصل إليه وتدنو منه حتى تضع ثدها في فيه وهو مريض فيرضى أهل لبن حتى شفاه الله وتعافى مستشفى عجب لم ترى الدنيا نظيره ولما تماثل للشفاء عاد إلى قومه فوجدهم مؤمنين عن آخرهم ولم تعرف الدنيا أم أسلمت كلها بنساء ورجالها إلا قوم يونس فقط إذن لما علم رسول من أصحابه علمهم بحادثة ذنون قال لا تفضلوني على ابن متى لا تفضلوني على ابن متى وهو يونس ابن متى إذن عرفنا هذا الحكم نعمل به وإلا ما هناك حاجة أعوذ بالله فضل الله ورسول على بعضهم بعضا ولكن ليس من حقنا نحن أن نقول كذا أفضل من كذا بهدي رسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن أولي العزم من الرسول خمسة وينبغي أن تعرفهم يا بنيا من هم أولو العزم والعزم تعرفونه أو الصدق في الإخلاص والعمل أولو العزم خمسة جاء ذكر في آية واحدة من صورة الأحزاب تلوناها قبل أمس ما هي منك ولقد أخذنا ميثاق النبيين منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ما هذا الميثاق المربوط الموثق بالحبال العهد الذي لا ينقض وهو آن يدعو إلى الله ليعبد الله تعالى وحده هؤلاء خمسة من أفضلهم الذي بدأ الله به منك أولا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ودلنا على هذا ما قصه صلى الله عليه وسلم علينا وهو أن البشرية وهي في ساحة فصل القضاء في ذلكم الصعيد العام والعجيب ما علمتم أمس أن البشرية بملياراتها على أرض واحدة كالصحيب البيضاء لا تل فيها ولا جبل ولا انخفاض ولا انبصاب إذا تكلم أحدهم الكل يسمع صوتهم وكل واحد يرى كل من على الأرض أرض المال أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب آمنا بالله آمنا بالله ما قالوا كيف يتم هذا هذا مستحيل الآن كشف الله عن أستار هذا الكون وأصبحت تسمع صوت من في العالم بأسره وتشاهد أمة تلعب في الكرة وانت معها وهم في الصين بقي الآن إيمان غيب هذا وشهادة فلن أنصف للمؤمن أن يثبت على إيمانه قبل أن ينزع ولا تعتز أيضا لأن الإيمان إيمان بغيب تسلم قلبك ووجهك لله قل آمنت بالله أما مع المشاهدات ما بقي إيمان بالمعنى الكامل إذن في عرصات القيامة تاتي البشرية جماعات لا كلها إلى آدم أبي البشر عليه السلام والله يقولون له يا آدم أنت خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وهذه فضائل وفضائل ولا لا فاشفع لنا عند ربك أن يقضي بيننا طال وقوفنا فيعتذر بهذه الكلمات التي رددها الأربعة قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده فعليكم بنوح ائتوا نوحا واطلبوا منه أن يشفع لكم يشفع لهم في دخول الجنة والنا لا أن يحكم الله بينهم فالسعداء يسعدون والأشق يشقون وقوفها كذا حفاعها والشمس تد من مقوصهم والعرق يلجم بعضهم ويصل صورة البعض وأقدام البعض إلى متى يريدون فصل القضاء بما لهم وعليهم والله يعتذي نوح ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا بعده وإني ويذكر خطيئة من خطايا كما ذكرها آدم آدم سبق أن أخطأ مرة في الملكوت الأعلى أكل من الشجرة فذكر هذه الخطيئة وقال ما أستطيع إذهبوا إلى نوح نوح ألف سنة وزيادة تسعمائة وخمسين عام وهو يدعو إلى الله فقط وعاش بعد الطوفان كذا وقبل ذلك أربعين سنة خطيئة واحدة في نظره ما هي بخطيئة وهي أنه قال ربي لا تذا على الأرض من الكافرين ديارا وعلل أيضا إنك إنت ذاهم يغل عبادك ولا يلد إلا فاجئا كفارا بما جرب أجيال كل جيل يجي يوصي بعضهم بعض إياكم هذا رجل يفسد عليكم مع قائدكم ودينكم ومع هذا اعتبرها زلا قال كيف واجه ربي وأنا قد أخطعته عليكم بإبراهيم فيأتون إبراهيم الخليل فيعتذر ويقول ما قاله من قبل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولا بعده ويذكر ثلاث كذبات وكثير ما نقول إنه أفضل من صدقنا نحن ما أستطيع أن أكلم ربي وأنا قد كذبت ثلاث كذبات وكذبها من أجل الله الأولى قال لي سارة في الديارة المصرية إنه لا على الأرض من يعبد الله إلا أنا وأنت فأنت أختي وأنا أخوك فإذا سألك الطار يقول أخي لا تقول زوجي عد هذه كذبة لما كان احتفال قومه بعيد الفحص أو الفسح فالربيع مروا به خارجين يحملون البقلاة والحلويات قالوا هيا إبراهيم فنظى نظى في النجوم يوهمهم لأنهم يعبدون الكواكب وقال إني ساقيم ما أستطيع أن أخرج مرير فذهبوا وتركوا وحده ومن ثم أتيحت له فوصة لانتقام من الأسلام فكسرها فجعل جذالا لهم جذال لا كبيرا لهم به الآلهة حطمه كاملا فلما هذه واحدة فلما حاكموا كذلك قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يضقرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم قال بل فلو كبير ماذا فأوهمهم بيده واعتبر هذه كذبة هذه الكذبات الثلاثة ما استطاعني واجه الله ويطلب منه هذا الطلب قال عليكم بموسى كريم الله نعم كلمه مكافحة وجه لوجه في جبل الطول عدة مرات أتوا موسى اعتذى وذكر خطيئة ما هذه الخطيئة لكم لكم قبطه فقتله ما أرد قتله القبطية قاتل مع الإسرائيلي فاشتكى وصرق الإسرائيلي وكربه ووجد القبط ضغط على ذاك الإسرائيلي فأضع لك ما هو في صدري فمات واستغفى موسى وتاب كما هو مبين في صورة القصص رب ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه الغفور رحيم هذه ما استطى معها أن يواجه الله ويطلب منه معاش المستمعين كم خطايانا دعنا من الخطايا فقط كم كذبا كذبنا يا أصحاب الستين عام السبعين ممكن بالآلاف لي ما ما عرفنا الله يا شيخ لو عرفنا لخيفنا ورهبنا وأحببنا فلم نخرج عن طاعته أبدا هذا والتعليل السليم الحقيقي أهل معرفة الله لا يخرجون عن طاعته ولا يفسقون عن أمره لأنهم يعيشون معه كيف تزدي وأنت مع الله ما تستعيب كيف تكذب والله معك يسمع كلامك ما تقدر تحاول أن تفتع عينيك فيما تستحي منه وهو ينظر إليك ولكن الذين ما عرفوا وقعوا في هذه الذنوب المصائب أذن قال عليكم بعيسى بابن مريم يأتون عيسى تدرون لم يذكر عيسى خطئة قط لم يذنب ذنبا قط لأن روح القدس معه لا يفارقه لا يفارقه ولكن يقول عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم هو أهل لها فيأتون أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها لعلمه السابق بهذا إذ جاء من صورة الإسراء قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمد عليه أهل الموقف أجمعون لأنه فرج كربهم ضال قيامه ووقوفهم فجاء من سأل الله واستجاب له ومع هذا ما يتعنت يقول ربي وعدتني عطيني قال فآتي فأخر ساجدا تحت العرش ويلهمني ربي محامد أي ألفاظ حمد فأحمده بها ولا أزال أحمده وأثن عليه ويلهمني محامد لم أعرف من قبله ولا أزال أحمد حتى يقول محمد أفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع فاز بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هذا بذل ما لم نبدله نحن بملايين ثلاثة وعشرين سنة وهو في حرب دائرة لا تسع عن طعام وشراب فاز بأخلاق لم تحلم بها الدنيا وآداب ما سمى إليها آدمي قط إذا وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله من عرفنا من من كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام ومن أيضا ما تعرفون محمد صلى الله عليه وسلم أين كلم محمد ربه الصواب ما نقول كلم محمد ربه نقول أين كلم الله محمدا وإلا نحن كنا نكلم الله ونحن ساجدون موسى كلمه أبوه في جبل الطول من أرض سيناء ومحمد صلى الله عليه وسلم أكلم أبوه تحت العرش في الملكوث العلى وفرض عليه الصلوات الخمس هل هناك آية دل على أن وصول عوج به وتكلم مع الله إسمعوا والنجم إذا هوى هل يمين ولا لا والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى من صاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نيوحى علمه شديد القوى جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق العلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهم ما أوحى ما كذبت فؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى أين عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربي القبار شاهد جبريل في الأرض وشاهده في الجنة عند سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم إذن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله عرفنا منهم من كلمه الله موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم موسى في الأرض ومحمد في السماء وافع بعضهم فوق بعض درجات سامي عالية بحسب ما قاموا به وبذلوا ولكن فضل الله عظيم المهم أن تؤمن موقنا أن الله فضل بعض الرسل والأنبياء على بعض وكما فضلنا نحن بعضا على بعض في الطول والقصاء والفهم والذكاء والعلم والفقر والغناء والصحة والمرض يفعل ما يشاء لكن هذا التفضيل في رفع الدرجات وعلو المقامات وآتنا عيسى بن مريم البينات عيسى بن مريم من أبوه حكاية عن الهابطين يقولون إذا وضع الإنسان في قبره يأتيه الملكان فيسألانه فيقول أنا عبد الله بن زريخة لمما يقول عبد الله بن عثمان وإلى من الرهيم قالوا لأن الآب مشروخ فيه الأم رسمية ما فيه خطأ واستشهدوا بآية الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البرع البحري يوم ندعو كل أناس بإمامهم قالوا بأمهاتهم فينادي الله يا فلان ابن فلان نيم فلان قال لي أن الأب مشروخ فيه كل وضلالات عيسى بن مريم لأنه لم يكن ابن رجل وطع أمه فأنجبته عيسى كان بكلمة التكوين كما كان آدم آدم من ولده ما اسم أمه من أبوه لا أب ولا أم كيف كان بكلمة كون فكان فلهذا البشر أربع أصناف الصنف الأول من لا أب ولا أم له من هو هذا آدم وصنف الآخر من له أب ولا أم له من هو هذا حوا والصنف الثالث من له أم ولا أب له عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام بعث الله جبريلا إلى أمه كما تسمعون في كتاب الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبلت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون الحجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لطيفة هذه إن كنت تقيا تخاب الله أبعد عني أما إذا كنت فاجلا ما ينفى معنا هذا قال إني عبد الله آتا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لغلام ولم يمسس لي بشع ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعل آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية فحملته فانتبذت بربع ساعة نفخ في كمياء في فا في كم دع فا كمياء فسبت النفخ في بطن فكان عيسى بكلمة التكوين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون وأعظم آية فحملته فانتبذت مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذي النقلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذي النقلة تصاقط عليك وطبا جنيا فكلي واشرب وقري عينا فإما ترين من البشر حدا فقول إني نذرت لرحمن صوما لا أكلم أحد اتركوني إني نذرت لرحمن أن لا أكلم إنسيا إني نذرت لرحمن صوما يعني امتناعا من الكلام فلن يكلم اليوم إنسيا فأتت به قوم ما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسوه وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه كلموا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فنطق قال إني عبد الله ضعبهم على أعوصهم ما هو إله ولا ابن الله أول كلمة قال عبد الله ومع هذا قالوا ابن الله الجهل والعماء كما نعف بيننا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم يبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال وآتنا عيسى بن مريم البينات وهي المعجزات عرفنا أمس من أنه يحيي الموت كما عرفتم علمناكم لتعرفوا أذواق البشر وأحوالهم مات أحد الأبناء وغسل وكفل وحامله الناس إلى المقبرة وإذا بالعجوز أمي تبكي مرة عيسى قالت يا رحى الله ولدي مات أدعو الله يحييهني فدع الله وقال يا فلان قال نعم قال امشي مع أمك لف كفن وعدم أمه قال المغرضون والإعلاميون والهابطون ذي مؤاما سبالتم هذا اتفاق تم معيسى مع هذه العجوز ليظهر أنه نبي وأصول ويدعوكم إلى طاعته وخدمته عرفتم الآن يحدث مثل هذا وأسوأ من هذا العقول البشرية هي هي والشياطين ما تبدل ولا تغير يوحون ويلقون بالمعاني ويزخفون الكلام في أذاني وقلوب إخوانهم ويقولون وحسبنا قول الله تعالى له وإذ قال الله يا عيسى بن ماريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكأهلا وإذ علمتك كتابة وحكمة والطرات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذي وتبع الأكمة والأبس وتحيي الموت بإذي كل ذي آيات ومع الأسف اليهود قالوا بن زنا واليهود قالوا كذا وعزموا على قتل وصل به وفعلوا ما فعلوا والذين اتبع عيسى سبعين سنة وحولهم اليهود إلى وثنين مشركين ما انتفع اليهود بإيسى ولا سمحوا للآخرين أن ينتفعوا به هذا بول الشيطان اليهود دخل على أحد الملوك الذين تنصروا ودخلوا في دين عيسى واستطاع أن يقلب الصفحة وحولهم إلى وثنين والإنجيل حولوا إلى خمسة وثلاثين إنجيل والله العظيم كيف كتاب الله يصبح خمسة وثلاثين كتاب ولما انكشفت عواط وفضحوهم اجتمعوا في الفاتيكان وقاموا قعد وجمعوها وحولوها خمس أناجين ما يستحون كتاب الله يصبح خمس كتب بنابة ولوق وإنجيل من الخمسة في التوحيد هذا كالوهبيين هذا الكتاب ما يوقع كتاب وهبيين فالتوحيد إلى الآن إذن وآتنا عيسى بن مريم البينات وأيدناه قويناه نصرناه على اليهود بروح القدس جبريل عليه السلام وقد عرفتم حادثة محاصرة منزله بالشرطة اليهودية ودخل رئيس الشرطة عليه فألقى الله الشبه عليه وغفى عيسى من الروزن من الصغف لما ما فعل شيء رئيس الشرطة دخلوا وجدوا قالوا هذا هو فاحتضنوا الحديد في يديه ونقلوا إلى الساحة الكبرى ليصلب وصلبوا فلهذا نحي في اليهود ما قتل عيسى لكن بالنسبة إلى القضاء قتلوا لأنهم قتلوا من تشبه به فالجريمة فعلوها بالفعل لكن المحناء هي كيف يقتلون نبي الله وهو منهم وأمه إسرائيلية لأي شيء لأنه اعترب عليهم الربا والزنا والغش والكعب العالي والهبوط المادي ما ما طاقوا الاعتراض هذا هو السبب جاء ضد شهواتهم وأطمعهم وأمرهم بالعفو والإحسان وووى ما طاقوا كادوا له والعياذ بالله فأيده الله بروح القدس جبريل عليه السلام حتى رفعه إليه النصارى المفوض يأتون إلينا ويتعرفون إلى إله من الذي يعبدونه هذا كتاب الله ما إن قرأ جعفر ابن أبي طالب أو ابن عبد المطالب ابن عبد المطالب ما إن قرأ صوت مريم على أسحم النجاشي أسمعها قال والله ما أزاد ولا نقص مثل هذه وأسلم النجاشي فهم محرومون تعالوا تعرفوا عن دينكم وعن نبيكم وعن دعوتكم لا 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 يخافون عن المراكز المقاعد والمناصب الأموال ويخافون من الغسل والصلاة والصدقات خلينا بعد وعندنا أيضا من المسلمين الجوعة الظلال كاليهود والنصار ما يدون أن يسأل ولا يتعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله المؤمن بمجرد ما يشك أو يعرف أو يبلغ أن هذا باطل يذهب إلى الشرق والغرب يسأل هذا العلم ولعلي أنا هالك أنا لا أدي ماه يسمع من يقول هذا كفر هذا باطل هذا حرام ويغنيه وهو يسكت هذا مؤمن المؤمن بمجرد ما يشعب بخطأه لو استطع أن يمشي إلى أقصى الأرض يمشي ليسأل أهل العلم عن هذا الخطأ صح وإلى لا ما يسمع أنك كاف لا بأس كيف هذا هذا حال النصار اليوم وقوله تعالى ولو شاء الله مقتتل ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات اقتتل اليهود النصار بعد نزول عيسى وآيات القرآن والإنجيل ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفى ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يبتل عبادا ويمتحنهم لينزلهم منازل استحقونا فمن آمن وعمل صالحا وفعه إليه ومن كفى وعمل سوءا أبعده وأهبطه في الحياة السفلة إذن وانتهينا في الدرس السابق إلى هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك ناداكم ولا لا ما يشعر المؤمنون أبدا لما يسمعون يا الذين آمنوا لهم مؤمنون قال قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اسمع يا عبد الله إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعت أنت مناد وإلى لا كيف يناديك مالكك سيدك أميرك أستاذك وما تلتفت ميت إذن أماتون والله ما هناك من يسمع بالملايين يسمع القائد يا الذين آمنوا ما يقول نمو من ماذا يقول الله لي أملا فإنه خير يأمرك بفعل اغتنمه أو شر يحذيك فأحذر وقد تتبعن والحمد لله والأبناء يشهدون تتبعن نداءات الرحمن للمؤمنين والمؤمنات فوجدنا تسعين نداء وهي تضر ينادين إما ليأمرنا بما يسعدنا في الدنيا والآخرة وينجين من البلاء الشقى في الحياتين أو ينادين لي ينهانا عما يفسدنا ويضعفنا ويشقين ويرضينا في الدنيا والآخرة أو ينهان ليبشرنا ليزداد إيماننا وأعمالنا الصالحة وسمو أواحنا أو ينادين ليحذرنا من خطر يداهمنا يفسد علينا حياتنا أو ينادين ليعلمنا ما به نكمل ونسعد ما نادانا لغير هذا قط والشهد عندنا إذا سمعت من يقر في الإذاعة وإلا في الشريط وإلا مار في المسجد يا أي الذين أمن قف اسمع ماذا يقول الله فإن كنت فاعلا احمد الله وإذا كنت تاركا لمن فاحمد الله وإذا كنت غير عامل استغفر الله وعزم على أن تفعل أو تترك وإلى لي من ينادين بهذه النداءات لأننا أولياء هو المؤمنون به وبرسول وكتابه لأننا أحياء يا أيه الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم فرض الله الزكاة وفرض الصدقات منها ما هو واجب منها ما هو مستحب ومندوب وحرم البخلى وحرم الإمساك وهذا من مباد المجتمع الطاهرة الجهاد لا يقوم إلا بالمال عرفتم والرسول ما عنده ميزانية ولا عنده مال والجهاد قائما انفقوا وتقدم السياق من ذا الذي يقض الله قوضا حسنا هذا اكتتاب رباني فتحوا لعباده المؤمنين من ذا الذي يقض الله قوضا حسنا فيضعب له الذرهم بسبع مياه بألف أنفقوا مما رزقناكم سبحان الله ما قال أنفقوا ما رزقناكم ولم تبقوا شيئا ردوا علينا ما عطيناكم قال من بعض ما عطيناكم هو ماله وإلا لا فطلب مننا ماذا أن نعطي منه لصالحنا من أجل الجهاد وحمل راية الحق والدعوى من أجل سد جوعة الفقير وكسوة عوغته من أجل من أجله لا من أجله وتعالى أنفقوا مما رزقناكم عجلوا من قبل أن يأتي يوم يا له من يوم يوم لا بيع فيه ولا شفاعة ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون استعجلنا ولا عجلوا بالإنفاق مما رزقناكم والذي رزقنا صاحب العلم يجب أن ينفق من علمه بتعليم غيره أو إرشاد سواه أو بيان الحق له والذي رزقه الله جاها ينبق أن ينفق من هذا الجه بأن يرفع حاجات الضعف والمساكين حيث تسد خلتهم أو تقضى حوائجهم والذي أعطي قوة بدنيا يجب أن ينفق منها ولا يكنس شوارع المدينة صحيح أرأيتم بطرا يكنس وإذا ما في بلد يمن يكنس المؤمنون فارغ شغل ما عند عمل يكنس أزقة المدينة إذ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبا أعلاها لا إله إلى الله وأدناها إماطة الأذاء من الطريق المؤمنون كلما شاهدوا حجر روث كذا شيف الطريق يشم على ساعده وينظفها أعود بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاع والكافرون هم والظالمون والآية الثانية آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه لا إله إلا الله ما ذلكم النداء يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك الحمد لله أن نادانا ربنا أتدونا كيف تأهلنا حتى أصبحنا ينادين الجباو عز وجل ما تعرفون لأننا بن هاشم بن تميم أتراك كيف تأهلنا حتى أصبحنا ينادين ربنا تأهلنا لذلك بالإيمان به وبكتابه ورسوله ولقايا لأن المؤمن بحق حي يسمع النداء ويجيب والكاف ميت لا يسمع نداء ولا يجيب إن أمر أن يفعل ما فعل وإن هي أن لا يفعل ما انتهى لأنه في عداد الموت فيكم من يرد علي هذه النظرية إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا من بيهم الروح هي الإيمان إن وجدت الروح في الجسم حي الأذن تسمع العين تبصر اللسان ينطق اليد تأخذ وتعطي الرجل تمشي وتسعى خاجة الروح ما لا العين تسمع ولا الأذن لا العين تبصي ولا الأذن تسمع أليس كذلك قولوا بره دلل الجواب أن أهل الذمة من أهل الكتاب من اليهود والنصار وما قيس عليهم من المجوس يعيشون تحت رايتنا وفي ظل دولتنا الإسلامية ونحن نصلي وهم لا يصلون ونحن نزك وهم لا يزكون ونحن نصرون وهم لا يصومون ونحن نرابط وهم لا يرابطون ونحن نجاهد وهم لا يجاهدون ولا نأمرهم أبدا وإن كنا حاكمين الأمر خادرين على الأمر والنهي لمما أمرنا الله بأمرهم ونهيهم قولوا أموت أنفخ الروح فيه إذا حي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حين أذين كلفه فإنه قادر على أن ينهض بكل تكليم أما ميت تكلف عرفتم السر وإلى كم نادان ربنا في كتابه تسعين مرة هل درستم هذه التسعين قال بعض الحاضرين نعم درسنا والحمد الله من أولها إلى آخر هل أمرنا الله تعالى فيها بمنكر بقطيعة رحم بظلم بشر بفساد بخبث الجواب والله لا أمرنا بفعل ما من شأنه أن يزكي نفوسنا ويطاهر أرواحنا لتصبح أهلا لأن تنزل الملكوت العلاء نهانا عن أشياء من شأنها تخبيث نفوسنا وتدسيتها وتلويثها فتقعد فتقعد عن العروج إلى السماء وتنزل إلى الدركات السفلى في عالم الشقاء بشرنا بما يزيد في طاقاتنا وقدراتنا على فعل الصالحات وترك المحرمات أنذرنا في بعض النداءات عواقب سوء مدمرا وأمرنا في نداءات أخرى بأن نتعلم العلم بأن نعلم لأن العلم نور فالجهال هم الذين يقعون في أودية الخبث والشر والفساد لأنهم ما يبصرون يمشون في الظلام أما العالمون أصحاب النور هل رأيتم مبصرا ذا بصير يمشي ثم يغمس نفسه في بركة في أخو العذيران والبون الغاير محاشا ما كان والذي لا يبصر يوقع فيها هالعلم نور إلى لا اقرأ آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا أي نور أنزله الله قال القرآن الكريم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يا شيخ لم ملايين المسلمين ما تعلموا ولا اهتدوا ولا استقاموا ولا طابوا ولا طهوا أجبنا هذا الجواب والله ما اجتمعوا على تلاوة كتاب الله ودراسته أزيد أحلف وإلى لا ما يحتاج لو أن أهل القرية في قريتهم أهل الحي في حيهم إذا مالت الشمس إلى الغروب تركوا العمل وحملوا نسام وأطفالهم إلى بيوت ربهم يجلسون كما نحن الآن جالسون ليل آية وأخر حديثا الكتاب والحكم طول الحياة يبقى بهم جاهل وإلا بهم جاهلا يبقى والله ما يبقى لأن الله أعلمنا أنه يهدي بهذا الكتاب وإذا انتفى الجهل ما الذي يحل محل العلم هل رأيتم أعلم رجل في بلادكم يزني يا نوط يشتغل في بنك رباوي يسب المسلمين ويشتمهم يختل سموالهم ها هاتف ليما لأنه أصبح ذا نور فكل الذي تشكوه البشرية جمعا من الظلم والشر والفساد والقبث ما رد إلى جهلها ما عرفت ربا فلما ما أحبت ما أحبت ولا خافت وإذا لم يحب العبد رب ولم يخف يستقيم ترمي شهوته حتى يفج بأمه لما من منعنا أن نجتمع على كتاب ربنا ونتدارسه بيننا ما الذي يصيبنا أسألكم بالله قيفوا انظروا هذه جلسة هل ترى بينها ظلمة أو شر أو فسادة ألم ترى السكون ورحمة كيف غشتنا والملائكة حوطنا والله جل جلاله يذكرنا بين أولئك المقربين ماضى على المسلمين أكثر من ثمنا مئات سنة وهم لا يجتمعون إلا في المقاه والملايه والأباطل والأضاحي تدخل بيوت لا تجدها خاوية خالية تنتهي الصلاة لا يبقى في المسجد أحد إلى أين يفرون حيث تريد الشياطين لا نكثر من البكاء ونعود إلى الآية الكريمة بما أمر الله عباده المؤمنين بالإنفاق يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أخرجوا من جيوبكم وصناديقكم بعض الذي رازقكم وأطاكم ووهبكم لما لأن الزكاة قاعدة الإسلام فلا إسلام بدون زكاة الذي يملك ما لن تجب فيه الزكاة بأن بلغ النصاب المحدد وحال الحول إن كان مما يحتاج إلى حول ولم يخش زكاته والعياذ بالله كفر وإذا قال أنا مؤمن ولا أزكي يجب أن يقاتل حتى يخضع ويزكي وإذا قال لا أؤمن بهذا يقتل كافرا مؤتدا والعياذ بالله فمننا ما من مؤمن ولا مؤمن يعرف عن الله عز وجل أن الزكاة واجب وجوبا عينيا على كل من يملك نصاب يخرجون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم والذين لا يزكرون مرضى قلوبهم عافنا ولا تعجب إن ارتكبوا كبائب الذنوب والآثام والفواحش إذ ما هناك ما يزكي النفس ويطهر حتى تشرق أنوارها ويميز بين الحق والباطل والخير والشر أنفقوا مما رزقناكم هذه النفق العينية ونفق أخرى إذا قال إمام المؤمنين آل إنفق لإرسال سرايا وبعث الجيوش لإعداد العدى وإحضار السلاح الطعام كل من في جيب أو صندوق يجب أن ينفق هل بلغكم أن نداء أعلنه رسول الله قائد العظم صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات في تيك الروضع فخرج أبو بكر الصديق بكل ماله وخرج عمر بنصف ماله أما عثمان جاهز جيشا كاملا إيه نعم والحمد لله لما بدأ الجهاد في ديارنا الجزائرية لقرض فرنسا والكافرين وأصبحنا نجمع الأموال في هذا المسجد كل جمعة حتى أبناء المدارس فرضنا عليهم كل واحد يأتي بريال والله العظيم لابتدائية وغيرها يوم خرجنا بنصف ما عندنا والله قسمته نصفين عرفتم فلو أن إمام المسلمين قال هل ما إلى الجهاد وأبدأ بالمال لما حل لواحد منا أن يكون لديه مال ولا يخرج منه بعضا كله لا لكن البعض لأن الله عز وجل قال مما رزقناكم أي من بعض الذي رزقناكم والمال مال الله ولا لا هو والواهب والمعطي وطلب منا رد علينا بعض شيء نقول لا ذي وقاح ولا لا أسوأ خلق هذا ولا لا أعطيك وفي جيدك عطاي ثم قال رد علي كذا لأن فلان مريض لجمك تقول لا هذه الأخلاق البشرية كيف يقول لا مما رزقناكم وهذا الانفاق يكون للجهاد في سبيل الله ويكون لسد جوعة الجائعين وستعوة العائين ومداوات مرضى المؤمنين والإقامة الحصون والأصوار وإعداد العد للجهاد وأخيرا اسمعوا لو أن أهل القرية أي قرية هذه أهل الإسلامية في بلد إسلامي سواء كانوا عربا أو عجما أهل القرية اليوم ينشئون صندوقا في مزدهم ألاحظ بعض أهل الغفلاء انتقدون في هذا كلام قالوا لخيالات ولا يضرون ذلك والله لو لا علمي بأن هذا مما شعع الله بل وأوجب وأن لا خلاص من الفقر والذل والهون والدون إلا به ما نقول هذا هل ومستحيل هذا صعب يا أهل القرية إمامهم يقول هذا وهو على المنبر يوم الجمعة أهل القرية كلهم حاضرون وإلى لا ألف لا يحفظ ثلاث ألاف أهل القرية إسمعوا من غاد لا 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 من الليلة لا يتخلفن رجل عن صلاة المغرب في هذا المسجد وأتوا بنسائكم والطاهرات من الحيض والنفاس وبأولادكم لنتلقى الكتاب والحكمة وقالت ما أنا غير طاهر وكيف اجعلوا لها ستارة وراء الجدار وضعوا مكبر صوت عندها تسمع وتعيد مؤمنون وإلى لا مؤمنون المؤمن يصدق وإلى يكذب شعاه الصدق والوفاء إذن الليلة إن شاء الله نبتدي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم دعوة محمد من أين لنا هذا ما هم أما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإبراهيم الخليل هو اللي دعى بها للدعوة واستجاب الله له منذ أربع لاف سنة أليس إبراهيم القائل وهو يبني البيت مع إسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يفلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هات يا إسماعيل الطين والحجارة يتقاولاني هذا الكلام وهما يبنياني البيت واستجاب الله وإلى لا بعث في ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم وكان يجلس لهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويطهرهم صلى الله عليه وسلم إذن فلما يحضرون يجلسون كجليس هذا وبسم الله الرحمن الرحيم آية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شباة والكافرون هم الظالمون ويتغنون بها كلهم بصوت مهم خضر واحد عشر مرات عشرين ثلاث مرات حاضرها العجائز والنساء والأطفال ورجال كلهم حفظ هذه الآياء وقتلها أم عظيم هذا والله لخير من مليون دولار لما يحفظونها يأخذ يبين لهم مراد الله منها ماذا طلب منكم أن تفهموا أو تعملوا أو تقولوا فيفهمون من الغد حضروا كلهم لو تدخل القارية مع غرب الشمس ما تجد إلا من هو ذاهب إلى المسجد بأطفال ونسائه حديث يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالحمى والصهر ويتغنون ربع ساعة عشرين دقيقة حفظوا ويشرح ويبين ويفسر ما معنى مثل المؤمنين ما التواد ما التراحم ما التعاطف ما معنى الجسد الواحد يفهمون الليلة الثالثة آية آرابي حديث يحفظون حفظا على ظهر قلب ويفهمون معنى أكثر من فهمي أنا وأنتم ويطبقون من الغد تلوح أنواع العمل في بيوتهم وأزقتهم وشوارعهم والله ما تمضي سنة إلا وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما يصبحون بهذه المثابة يعجزون عن فتح صندوق من حديث المحراب والواعد أو المربي أو الكاتب وإلا الممضي والإمام والمؤذن في لجنة المسجد فيقول معاشر المؤمنين والمؤمنات لقد فتح الله علينا هذا الصندوق من زاد على قوت يومه ديما واحد فليأتي بيودعه في هذا الصندوق وبسم الله وعلموا أنكم آمنون وسوف تعود أرباح هذا الصندوق عليكم لا تخافوا لا تخافوا فإن الله صادق الوعدي لا يخلف وعده يأخذون يضعون في ذلك الصندوق كل من يأتي بريال عشر يسجل اسمه ويأخذ ورقة ست أشهر يمتلي هذا الصندوق وإلا لا يمتلي إن كانوا في أرض زراعية أنشئوا مزرعة خارقة للعادة تنتج ما شاء الله من الزرور أرض ليست زراعية ينشئون مصنع لصنع المسابة مثلا أو النظارات وينتظم ذلك العمل ويباركه الله عز وجل ما تنظي سنة إلا وامتلع ذاك الصندوق إذن واللجنة الخاصة بالمسجد تعرف أهل الحي أو القارية تعرف المارير والأرملة واليتيم والعاجز والمحتاج وتزورهم في بيوتهم وخيامهم وتغدق عليهم تلك الفضلات المالية يشعرون بماذا بالسهادة هذا هو الإسلام هذا من إخوانكم كيف تصلح قلوبهم قولوا لي ما يبقى حسد ولا بغض ولا هيع ولا كذب ولا باطل أبدا إن محا هذا الظهر كله قالوا وكيف ما يسرق هذا الصندوق في هذه القارية تفعل هكذا فيه ساق مجانين أنتم وإن فرضنا فهل هذا المسجد يخلو ساعة من ليل ونهار يخلو ما يخلو عزابنا من شبيبتنا يبيتون في المسجد ركعا وسجدا كيف يفق المسجد ولا ساعة من ليل ونهار كيف إذا يقتل ساعة الصندوق أو يؤخد أنا تصور خاطئ وليس بصحيح عرفتم أسألكم بالله كيف تصبح تلك القارية أو ذلك الحي كيف لا يوجد من يتأخى عن صلاة إذا ولا يوجد من يرتكب باطل أو منكرى فيعم الطهو الصفاء والله لو أفرأ كفهم إلى الله وأقسم عليه أن يفعل كذا نسجاب لهم والسؤال ما المانع أن نفعل هذا ضلوني ما المانع أيام كنا تحت كوباج أو عصر روس ممكن ما يسمعون لكن ما كلنا سادتنا روسيا وحكمتنا البلشبا العالم الإسلامي أكثره كان مستعمرات مسيحية ما في هذا الكفر والإلحاد انتهى الاستعمار وتحررنا واستقللنا وأصبح لنا نيف أربعون دولة هل فعل الدولة هذا والله ما ينتهي الفقر ولا الخلاف ولا الضعف ولا الوسق ولا العجز ولا الفسق ولا الفوجود إلا على هذه الدعوة المحمدية يستحيل لو جاء عمر وقادنا إن لم نطبق هذا النظام رباني ما تطيب حياتهم لا تطور يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الله الله لو كان لنا هذا الصندوق وأمتنا متحب متعاونا تشعب بغض عجب تفرح لما تنفق لكن تنفق الآن أين كيف أم هابطة تشرب الحشيشة وتأكل المر والحلو لا آداب ولا أخلاق ولا كمالات ولا طاعة لله ولا رسول من قبل أن ياتي يوم يوم عظيم إنه يوم البعث من الأرض والحشر في ساحة القضاء ليسعد الله أهل الإيمان وصالح الأعمال أهل الأواحي الزكية والنفوس الطاهرة ويشقي ويردي ويخسر أهل القلوب المنتنة والأواحي الخبيثة الفاسدة من جراء من جراء الإجرام والظلم وفسق والعصيان والله لا يتم من هذا بل هذا من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه أبدا تبيع ماذا؟ عندك بقرة تبيعها؟ عندك دار تبيعها؟ تبيع نفسك فيك من يشتريك؟ لا دينة ولا درهم لا بيع ولا خلّة والخلّة المودة والحب والصداقة ينفع يوم أي من هذا حبيبي؟ ولا شفاء في من يقول يا ربي أدخل هذا الجنة يا ربي عجل بحساب هذا والله ما ينطق بها واحد ولا يستطيع أحد أن يقولها ما بلغنا أمسي أن الله في ذلك اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله آدم ما استطاع أن يكلم الله فحول البشرية إلى نوح نوح حولهم إلى إبراهيم إبراهيم إلى موسى موسى إلى عيسى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقط يقول ربي احكم بين عبادك طال الموقف وامتد الوقت ما استطاع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالوعد الصادق الذي وعده الله ومع هذا والله ما قال يا ربي احكم بين عبادك قال آتي فأخير ساجدا تحت العرش ويلهم لرب محمد أحمده بها لا ندي كم ساعة ويوم ودهر حتى يقول لمحمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع وفي آية الكرسي ما مدى الذي يشفع عنده لبئني إذن عجلوا بالإنفاق آه لو كان هناك صندوق البر والإحسان والطهر والصفاء والمودة والإخاء نقسم غداءنا قسمين وعشاءنا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة والكافرون هم ظالمون الكافرون لنعم الله أعطاهم الله أعطاهم الله الأموال ففسقوا بها وفجعوا وكادوا بها للمؤمنين وحاربوا بها الصالحين أنفقوا في الحشيش والخمور والباطل والشعر الفساد هؤلاء هم الظالمون ولا لا هؤلاء جاحدون للنعمة إذن هم الكافرون هم الظالمون لأن الظلم حقيقة وضع الشيء في غير موضعي هذه حلقة ذكى ولا لا لو يقوم مجنون يدخل أسبوعين في أدنيه يغني يا ليلى يجوز هذا هذا موضع غاني هذا ظلم هذا ولا لا ظلم يجي واحد بعد بعد فأفسح ويدان في الحلقة هذا مكان نوم هذا هذا ظلم ولا لا هذا هو الظلم وضع الشيء في غير موضعي يأتي عند باب المسجد ويشم على ثياب يخرى هذا ظلم ولا لا وضع الشيء في غير موضعي فالذي أعطاه الله المال لينفقه في غير موضعه وفيما يهد الله تعالى منه فيعاكس وينفقه ضد الله عز وجل أي كفر أعظم هذا ليذن نعم والدليل على أن الكفر كفر النعمة قول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم أعلا لئن شكرتم لأزيد النغم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد ما قال يسلب النعمة فوق السلب بلا آخر هل عرف المسلمون هذا من أين يعرفونه ما داموا لا يجتمعونه ليلة ولا نهار طول أعمارهم على كتابه والسنة كيف يتعلمونه يوحى إليهم مستعين إذن عرفتم هذا الندى ماذا يحمل عرفتم لا أولا إذا دعا داعي الإنفاق أنفق يا عبد الله وبخاصة الزكاة لا تتردد ثانيا اعرف قيمة هذا اليوم الآتي اعمل له زكي نفسك وطهرها وطيبها حتى تقبل في الفراديس العلا وإلا تغضر وتنزل إلى أسفل الكون إلى سجين اعمل قبل أن يفوت الوقت واعلم أن من كفر نعم الله كمن كفر بآيات الله وشرع الله ووليه وأنبياء الله ورسوله ظالم إن شاء الله أخذنا نصيبنا من هذه الآية الحمد لله والآن مع آية الكرسي ما الكرسي تعرفون عن الكرسي الكرسي يقول تعالى فيه في هذه الآية المسمات به وسع كرسيه السماوات والأرض قال الحبب بن عباس الذي فاز بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال اللهم فقه في الدين وعلم تأويل أي تفسير القرآن الكريم قال لو أخذنا السماوات السبع والأراضين السبع وألسقنا واحدة بواحدة فأصبحت قطعة واحدة ووضعنا كرسي الرحمن عليها لضاقت بالكرسي ولم تتسلها ونسبة الكرسي إلى العرشي الرحمن على العرشي استواء نسبة الكرسي إلى العرشي كحلقة من صفر نحاس ملقات في أرض فلات ما نسبة هذه القطعة من النحاس في صحراء سيبيريا هذا نسبة الكرسي إلى العرش قولوا آمنا بالله تريد بعض التوضيحات ولا لا تريد هذا جبريل عليه السلام هو الله العظيم تجلى لرسولنا في مكة بعد ما تركه في غار حراء فسد الأفق كله بأجنحته الستمئة جناح أين يذبع قولنا ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك رأسه ملوية تحت العرش وإجلاءه في تقوم الأرض السابعة يا شيخ هذه غيوب ما نعرف تعالوا عرفك تعرف كوك الشمس ولا لا أو ما عندكم شمس فيه كوكب الشمس ولا لا هذا الكوكب أكبر من الأرض بمليون مرة ونصف مليون ما هي نظرية المعاصرين هذه كلمة قديمة من آلاف السنين الشمس هذا الكوكب النهاري يحمل هذه الطاقة وهذه الحرارة أكبر من الأرض هذه الكورة مليون مرة من أوجد هذا الكوكب من كوكبه من ملأه بهذه الحرارة هذا النار آمنا بالله آمنا بالله أين هذا الكوكب كواكب لا يحصي عددها إلا الله عز وجل الله خالق كل شيء ومن ادعى الخلق يتفضل ليضحك عليه العقلة من هذا الطبيعة نسخ هذه من أمساق العقول والطبيعة من طبعها والحركة الدافعة من دفعها أوهام وأباطيل وترهاد السماوات السبع اختاقها رسول الله سماء والله بعد سماء حتى انتهى إلى سدرة منتهى عندها جنة المراء هذا الرائد الأعظم صلى الله عليه وسلم ومادينا وشطحات وصلنا إلى القمر كذا ايه وأصلوا إلى القمر وصفقنا نحن التائرون الضيع والشيخ شيخكم يقول لا اسمعوا لا تقول ما وصلوا ولا تقول وصلوا جائز أنهم يكذبون كفار كيف يقول وصلوا ما تستحييه عندك علم أنت ويغضب أهل الحلقة ونحن في فتوتنا نقول لي من نصفق نحن العرب المسلمين لانتصارات أعدائنا عدوك انتصر هذا الانتصار وحقق هذا الكمال تصفق لو أنت ما عنك ظهمية وإلا اجهده لا تعتمد به أو ما تهمتم هذه اللغة أيضا عدوك ما تضح بانتصارات إن كنت عاقلا اختيها غطيها كذبه ليبقى إخوانك وبلادك على مكانتهم نحن لا والله إذا عاتوا العرب والمسلمين صفق وتاءوا في هذه أكثر من إذاعات أمريكا وروسيا فنقول سبحان الله أين العقول وأين القلوب وشاء الله أن نعط على مجلة في بلاد المغرب تنقل عن مجلة صينية الصين كانت هي القوة الثالثة ما هي مع أسمالين ولا البلشفيين فوالله يقولون لأهل الصين هذه كل خرافات ما هي إلا تنويم مغناطيس للشعوب ما وصل القمى ولن يصل إليه هذه كل تمثيليات أجريت في جبال سبحانه أنا ماذا فهمت قلت يحافظون على معنويات شعبهم الذي يقف أمام أمريكا وروسيا يحافظون على معنوياته ما ينهارون أمامهم واقع هذا ولا لا وتمضي عشرات السنين ويصرح زعيم القمى يقول والله أكريم ما طلعنا ولا وصلنا كل خوافة تمثيليات الجبال منذ سنتين لما العرب ما قالوها ورددوها لا خلي الناس نايمين هذا الأمريكان حالف ما أنا مجنون قال ما طلعنا ولا يمكن هذا كل تمثيليات فقط لا إله إلا الله أرأيتم كيف هضطنا إذن آية الكرسي عرفتم الكرسي الآن ولا لا حقيقة موضع القدمين فقط هذا الحب ابن عباس وغيره ابن جريب وروايات كلها تقول المراد بالكرسي موضع القدمين لا الكرسي هذا الذي تشاهدونه وذلك أن الملوك في أزمنا مضت يوضع السرير للملك أو العرش يسمى عرش وسرير ويوضع شيء يضع عليه قدمين فسبحان الله لما فس ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين ما استسرنا كيف نفهم هذا نفهم الكرسي هكذا قال موضع القدمين فقط عرفتم لأن الملوك كانوا يجلس على سريره ويضع رجله على شيء أسفل ذاك يسمى كرسي يكرس عليه هذا القذر الذي ما ينسى بالسرير هذا الذي يضع عليه قدمين وسع السماوات والأرض والسرير كيف قل قل آمن كان يحدث هم ثم وضع يده على رحيته وقال آمنت به آمنت به آمنت به فتعجب المستئل الصحابة ماذا يا رسول الله قال لقد أوحي إلي أن رجلا من بني إسرائيل كان يركب بقرة والبقرة للسق والسني والحرض ما إلى الركوب فرفعت البقرة وعصى هكذا وقالت ما لهذا خلقت يا هذا فقلت آمنت به البقرة تنطق آمنت به وآمن به أبو بكر وآمن به عمر والله وهما غائبان ثق فالرجلين وما عرف عنهما قال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وآمن به الذي أنطقني وأنطق أمي ما ينطق البقرة لسانها أحسن من لسان يعني لا إله إلا الله إذا سمعت هذا قل آمنت بالله آمنت بالله يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله كم آية في القرآن الكريم ستة لاف وميتين واربعين آية تعرفون هذا ولا أو ما أنتم في حاجة إليه ستة لاف وميتين واربعين آية كل آية معنى علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد وصول الله ولن يستطيع ذو عقل أن ينقض هذا كيف هذه الآية وما تحمل من نوع وهدى من صاحبها في من قال أنا كلامي هاتي كلام الله إذن الله موجود وإلى لا هذا كلامه والذي نزلت عليه وتلقى من وهذا محمد وإلى لا إذن فوالله آه إلى رسول الله فكل آية من الستة الاف الميتين أربعين تدل على حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله أعظم آية هي آية الكرسي وذلكم أن النبي صلى الله وسلم سأل كعب أبي بن كعب من حظة القرآن بين يدي رسول الله أتدري أية آية أعظم في كتاب الله يا أبا المنذر قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله وسلم في صدري هكذا وقال ليهنأك العلم يا أبا المنذر يا لي ضعب صدري أنا ولو في المنام ضعب صدري وقال ليهنأك العلم يا أبا المنذر أعظم آية في كتاب ونحن عرفناها الآن مجانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله أعظم آية في الستة ألاف والمئتين وأردين هي آية الكرسي إن شاء الله تنسون هذا لأنه ما في ديناء ولا درهم ينسى هذا كلام هذه الآياء ثبت أيضا عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن من قرأها دبع كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلى الموت هو الذي أخرنا ومتكلمكم ما تركناها من الصبا من أيام كنا أطفالا ندرس في كتابه بلغنا هذا ما نتركها نحن نمشي وإلا نجري وإلا لا بد من تلاوتها تأخذون بهذا أو ما أنتم في حاجة إليه أعظم آية ما تتحصن بها وتتلوها مع هذه البشرة العظيمة لا يمنعك من دخول الجنة إلا الموت وإن قلت إذن يا شيخ نأزي وأفجه وأقرأ والله ما تقرأ عرفتم إن لا ما يستطيع ولا يحافظ عليها وهو يجرم كبائل ذنوب والآثام فمن هنا إذا حافظ عليه عبد معنى أن الله أهله وأعده للطهر والكمال إذن أخذناها الليلة ثم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أخبر النبي صلى الله وسلم أن اسم الله الأعظم يوجد في هذه الآية وفي فاتحة آل عمران وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله المهم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآية الكلسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم اسم الله الأعظم في هاتين الآياتين الله الذي لا إله إلا الحي القيوم عرفنا الآن نرجو أننا ظفرنا بسم الله العظم الذي ما سئل بأحد إلا أعطاه تبهتم ولست عاذ بحد إلا عاذ هو في كلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله وادعوا واسأل هذه الآية تعديل وربع القرآن آية الكرسي إذا تلوت كأنما قرأت ربع القرآن ربع القرآن كم خمسة عشر حزبا ستين حزب ربعها كم خمسة عشر وصورة الزلزل تعدل ربع القرآن أيضا وصورة النصر الكافرون ربع القرآن والنصر ربع القرآن والصمد ثلث القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أعيد إلى أذهان الأبناء والإخوة المستمعين إلى أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله من بين ستة آلاف ومئتين وأربعين آية هذه أعظمها كما أن أفضل سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة أم الكتاب والسبع المثاني بهذا صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اختبع امتحنا صاحب القرآن كعب أبي بن كعب رضي الله عنه سأله عن أية آية أعظم في كتاب الله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر أبي وقال ليهنيك العلم يا أب المنذر وكناه بكنيته تشريفا له وتعظيما هذه الآية الكريمة في الحقيقة آية الكرسي هي ثلاث هي آيتان فالنستمع فالنستمع ما قال أهل العلم في شأن هذه الآية الكريمة نعم هي آية واحدة قال أهل العلم في هذه الآية المباركة إنها أعظم آية في كتاب الله تعالى اجتملت على ثمانية عشر اسما لله تعالى ما بين اسم ظاهر واسم مغمر آية واحدة اجتملت على ثمانية عشر اسما لله تعالى ما بين الظاهر مثل الله وما بين المغمر مثل هو وكلماتها خمسون كلمة عمد إلى عناية السلف الصالح بكتاب الله عدوا كلماتها فوجدوها خمسين كلمة وعدوا جملها فإذا هي عشر جمل كلها ناطقة بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته الدال على كمال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه والتوحيد يدهو على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فهذه الآية المباركة العظيمة بلغكم وعرفتم أن من واضب عليها دبو كل صلاة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت فقط إذن أحد الأبناء أو الإخوة قال ذكرنا بالصور التي تعد العبع القرآن وتلثى القرآن كأنه ناسي أو سساءل مع بعض الإخوان بكرنا بالأمس أن صورة الزلزل إلى زلزلة الأرض زلزالها تعدل عبع القرآن وأن صورة الكافرون قل يا أيها الكافرون تعدل أيضا عبع القرآن وأن صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتر تعدل عبع القرآن وأن صورة الصمد تعدل ثلث القرآن ومن هنا الراغبون في عظيم الأجر يصلون أكثر نوافل بهذه الصور وقد يصل الصور الأربع في ركعة أو ركعتين وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا بأس أن نلفت النظر إلى أن صورة الزلزل تقادر مبدأ المعاد والحياة الثانية ولو تقرأ القرآن وتحصيه تجد ربعه يتكلم على الدار الآخرة وما فيها فلهذا تعدل ربع القرآن لأن مبدأ البعث والنشور والحياة الثانية والحساب والجزاب النعيم المقيم أو العذاب الأليم هذا أخذ من القرآن ربعه إن شيئا تقول ثانيا صوات الكافرون هي تحمل توحيد الألوهية لا أعبد ما تعبدون وتوحيد الألوهية كذلك ربع القرآن يدور حوله ومعنى توحيد الألوهية أن تعتقد موقنا أنه لا يستحق أن يعبد في العوالم كلها إلا الله لأنه الخالق أبازق المدبع وما عدى الله مخلوق مرزوق مدبع الحياة فكيف يصل إلى مستوى يعبد فيه كما يعبد الله والله لا إله إلا الله إذن وصورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أليست فيها الأمر بالاستغفار والتوبة راجع القرآن تجد آياه يحمل هذا المعنى في ربعه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا فلاستغفى والتوبة في القرآن تجد ربعها تحمله أما صورة آصمد وهو الله جل جلاله فإنها تعدل ثلث ثلث القرآن لأن فيها توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الغبوضية أو فيها توحيد الألوهية والأسماء والصفات هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أن أحد فما دامت تحمل عقيدة الأسماء والصفات والألوهية هذا ثلث القرآن ومن هنا سميت الفاتحة أم القرآن سماها رسول الله سلام أم القرآن أم الكتاب من لم يقرب بفاتحة الكتاب فصلاة خداج خداج لأنها اجتملت على كل ما هو في القرآن التوحيد توحيد الأولوية توحيد الأوروبية العبادات بأنواعها القصص والتاريخ بما فيه إذن القرآن كله يتفرع عنها فهي أمه حوى أم البشرية كلها إذن الفاتحة أم القرآن بكامله ويقول السائل ودعله تنازع ما أخله قال ما هي تلك الجملة من الأذكار التي تعدل أو يثاب عليها صاحب بمليون حسن تعرفون هي أن من يدخل السوق سوق قائم على البيع والشراء والناس منكبون على البيع والشراء والمساومة والأخذ والعطاء فيافع صوته عاليا حتى يقال هذا مجنون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيم ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير يأخذ شيك بجائزة ألف ألف حسن بهذا أخبر أبو القاسم صلى الله وسلم يعطى ألف ألف حسن ألف ألف الآن بالاصطلاح المعاصر مليون على شرط أن لا يجب أو يستحي أو يخاف ينفع صوته عاليا حتى أهل السوق كلهم يتطلعون إليه أعلى صوت ثم ثلاثة أرباعهم يتراجعون عن الغش والكذيب والتكالب على الدنيا أصلح السوق بأد كريمة حيث البلد يتعجل عن إصلاحه طول العام وهي تتابع تحفظون آوالنا لا إله إلا الله وحده لا شيك له الملك وله الحمل يحي ويميت ووحي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير ويمشي يتركهم يفكرون والآن مع آية الكرسي لما سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها هذا هو السبب قال تعالى بعدما نادانا إلى الإنفاق والبذل والعطاء وحذرنا من يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاع والكافئون بجحود النعم وكفرانها الكافئون بالله عز وجل مولاهم هم الظالمون قال تعالى الله لا إله إلا هو الذي ينجيكم ويفرج عنكم ويسر أمركم فافزعوا إليه بالإنفاق في سبيله والتوب إليه والإقبال على عباداته الله الله هذا اسم عالم على ذات الله لسم مأخوذ من السيمة أي العلامة سيمته كذا وكذا علامته كذا وكذا إنسان مثل هذه الذات كيف نعرفها من بين الذوات ضع لها علامة هذه العلامة سمى لسم أبو بك يا ربه فذات الله عز وجل التي لا تشبه الذوات ومن خطر بباله تصور هل الذات أو البحث عن كيف فقد أخطأ وزلت قدمه ووالله ما يدرك شيئا عقولنا محدودة الطاقة كأذاننا وأسماعنا كأعيننا وبصرنا كنطقنا كذاتنا محدودة هل يستطيع أحدنا أن يدرك بعينيها كذا تلك الجراثيم في الأمراض ما يستطيع انظر لأن هنا هذا الهوى فيه جراثيم بمكبرات الرؤية راها انظر أنت ما تستطيع سمعك تسمع ما شاء الله أن تسمع في حدود معدودة أكثر من ميل أو ميلين ما تسمع الصوت أبدا بصرك تبصر أيضا مدى محدود لا تتجاوز أبدا صوتك ترفع الله أكبر ينتهي إلى مدى محدود ما يصل إلى كل مكان طاقتك البدنية تحمل القنطار والقنطارين وتعجز عن الخمسة والعشرة اغفع ما نستطيع انتهت القدراء فكذلك عقلك يا ابن آدم محدود الطاقة ما تستطيع أن تدري كل شيء إذن فلهذا لا يحل لمؤمن أو مؤمن أن يفكر في ذات الله لأنه تزل قدمه ويخبط خط عشواء ومستحيل أن يدرك ذات الله خالق العوالم كلها كيف تدرك أنت تفكر في آياته ولا تتفكر في ذاته لأنكم عاجزون عن دراك الذات الإلهية فالله اسم علم في اسم علم في اسم نكير رجل نكير ولله إنسان إمراء لكن إمراء ما اسمها زينب علم عليها ولله رجل أي رجل إبراهيم علم على ذات رب تبارك وتعالى فمن أراد أن يناديه فليقل يا الله يا الله وإن شاء قال اللهم اللهم حذفت يا النداء لقربه تعالى وعوذت عنها الميم المشدد فقالت العرب اللهم هذه الميم عوذ عن ياء النداء إلا تقول يا اللهم هذا ما يقول عربي تجمع بين الحاطين في من يقول يا اللهم إما أن تقول يا الله أو قل اللهم أعرفتم هذه ولا لا هذه الميم زيدت عوض عن ياء النداء لأن الله تعالى قريب قريب وإلا بعيد ما يكون من أجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدناء أقل ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا كيف هذا الشمس لما تطلع تمشي أنت في الإقليم بكامل هيا معك أينما كنت هي في جيبك يعني أنت قريب منها مسافة ملائي الأميال وهيا معك فالله الذي خلق الكون كله ويقبض السماوات والأرض بيمينه أين البعد كل الكون بين يده فلهذا استحوا منه يا عباد الله الله مبتدى أين الخبر أخبرنا عن الله قلت الله ما له لا إله إلا هو تقول إبراهيم إبراهيم ما له إبراهيم مات أخبرت ولا لا إبراهيم ما برى إبراهيم لا كريم أكرم منه أخبرت عنه ولا لا إذن الله أخبر عنه لا إله إلا هو لا معبود إذ لفظ إله في لسان العرب ولغتهم أولاد إسماعيل معنى المعبود فكل ما عبد يسمى إله بمعنى معبود كل ما عبد كوكب صنم فرج عبد الفروج شهوى هوى كل ما عبد يقال فيه إله في لغة العرب التي نزل بها القرآن ومن باب الترفيه كان لأحد العرب إله في واد من الأودية في شعب من الشعاب صنم ويأتي ليتمسح به يدعو يتبرك به يستغيث ينذر النذور له يذبح فجاء يوم الأيام فوجد ثعلب قد رفع رجله ووضع على كتفي ويبول عليه لأن الذئاب الثعلب إذا أرد يبول يرفع رجله بالفطرة يضح على شيء مرتفع فوضع على كتف الصنم فذاك العراب نظر وتأمل ثم صاح يقول أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بأت عليه الثعالب ولم يرجع له إلى الأبد لا تعجب الآن المسيحيون البصاء العارفون طاعوا في السماء زعموا وصلوا القمى وكذبوا الآن الصليف يعناقهم يعبدون هذا الصليف مصطوع من الذهب إلى الحديد هذا هو الله تعرض عن ذلك أولا كبير أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب وإلى ماذا إذن يقدسون الصليب كأنه الله ومن هنا إذا هبطت العقول فبات وخرجت عن فطرتها لا تعجب هناك من البشر من يعبدون الفوج بعيني هاتين في مدينة سمى في بلاد الهند المهم المهم مدينة زرناها للدعوة وإذا بالمغازات والدكاكين تبيع الفروج المصنوعة وإذا بعابد لها يحمي ذلك الفرج خصيتين وذكر على كاتفه ليعبد عبدوا الصور تماثيل هبطوا وعبادتهم هذه ناتجة عن الخوف الفطري والفقري الفطري والحاج الفطري ما عرفوا الله ما عرفوا الطريق إليه فيزين لهم الشيطان عبادة كوكب أو عبادة شجرة أو عبادة إنسان أو عبادة حيوان لفقهم وحاجتهم ولجهلهم وأيذا تمكنت تلك العبادة ما يريدون أن يتخلوا عنها ويرفضوها وحارب رسول المشركين ثلاثة وعشرين سنة حتى هدأت الحرب وهم يصعون على عبادة الأصنام إذن كل ما عبد دون الله يسمى إلها إله باطل أو إله حق باطل والله لا يوجد إله حق إلا الله لأن الذي تخضع له وتذل وتحبه وتتطامن بين يديه وتعفو وجهك للطراب يكون قد أسدى إليك وقد دمى أعظم ما يقدم إليك أوجدك من العدم وهبك حياتك كلها وهبك كل شيء أنت فيه وعليه هذا الذي تذل بين يديه وتخضع وتبكي وتستغيط وتسأل أما المخلوق مثلك كيف تغفع إلى مستوى الإله وتعبد بأية شبهة إذن الله جل جلاله أخبرنا عنه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إله فكل ما عبد من دون الله كالملائكة والأنبياء ورسل والأولياء والكواكب والأشجار والأحجار والبشر كل تلك المعبودات باطلة ما خلقتك ولا رزقتك ولا دبرت حياتك كيف تعبدها كيف تذل وتخضع بين يديها وتقدسها وتجلها ظلم هذا والله الله لا إله إلا هو معشر المستمعين ومستمعات ما معنى لا إله إلا هو لا يوجد لا في العوالم العلوية ولا السفلية من يستحق أن يعبد بأن يدعى ويستغاث به ويتملق إليه ويتزلف بذكر أسمائه بطاعته في أمر ونهي لا يوجد إلا واحد الله عافتم اسمه ولا لا الله وله تسعة وتسعون اسما أيضا هذا واحد منها إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا اسما واحدة هذا الذي نزل به القرآن وبينه رسول الكريم وقد تكون أسماء أخر يعلم هو أطلع عليها من شاء من أنبياء ووصوله وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن عظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلال حزني وهمي وغمي أنا أزيد وشفاء أمرتي ما أزيد أنتم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إسماني عظيماني الحي عرفتم الحي أصل الحي كالحذر سكنت الياء وأضغمت في الياء فصارت الحي ذو الحياة الدائمة التي لم يسبقها عدم ولا يطع عليها عدم كل الموجودات مسبوقة بعدم وتنتهي بعدم إلا الله فإنه الحي الدائم الحياتي التي لم يسبقها عدم ولم يلحقها وما عدى الله من الملائكة من كل المخلوقات ما كانت موجودة وأوجدها ويعدمها ودرستم في البخار باب كان الله ولم يكن شيء غيره وقال لقلم يا قلم اكتب فكاتب الله الله لو لو نعرف الله ما عرف حقيقيا نصعب نستحي فقط أن نتكلم باسمه لجلاله وعظمته فكيف إذن بأن نجاره بمعاصيه لكن تدبير الله الحي الدائم الحياة التي لا تشبع حياة المخلوقات الموهوب لهم منه تعالى حياة لا ابتداء لها ولا انتهاء لها وقع من صورة الحديد هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عزيم هو الاول لا اول قبله والاخر لا اخر بعد اول امنا بالله امسك بلا حياتك والامنا بالله القيوم القيوم الذي قام بكل شيء العوالم كلها يدبرها وهو قائم عليها ولولا قيوم يتي لخارب العالم من آلاف السنين لا صدمت الكواكب بعضها واحترق الكون القيوم الذي امر الدنيا والاخر كله والقيم عليه يدير ويدبع القيوم بمعنى القيم لكن ابلغ من القيم كثير او كبير القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا نوم لا تأخذه سينة اي لا يأتي النعاس السينة مقدمة النوم او مقدمة تسبق عندنا آية يقول تعالى ومن آية منامكم بالليل والنهار سبحان الله هذه آية دل على قدرة الله ووجود الله وعلم الله سبحان الله نعم من يأخذ مليون ريال اهنام هاتي تفضل مليار دولار قل وانت نعم هاتي او فيه يعني ممكن ومن آيات منامكم بالليل والنهار والله لولا الله ما نمنع ولا عرف النوم كيف النوم ولولا الله ما استيقظنا ايضا نام ولم يستيقظ فكوننا ننام ونستيقظ هذا مظاهر تدبير الله وقيوميته لخلقه وعباده او ما فهمتم بربريتي هل يستطع انسان يقول اسمع انام ونام ادفع حرك نايم هاتي يملك هذا احد ما يملك فالله جل وعز لا تأخذ سن اين عاس ولا نوم ابدا وكل هذه المخلوقات مفتقرة الى النوم والراحة حتى الحيوانات تنام ويل لا هذا الذي ينام ويستيقظ كيف تدعوه مع الله يا سيد عبد القادم يا مولاي الدنيس يا رسول الله يا فاطمة يا حسين انت تتحدى الله يعني ما تستهي يا شيخ لا تلمهم ما عرفوا والله ما عرفوا تنادي من انت تغيظ الله تؤله مخلوق من مخلوقاته وتقبل عليه بلسانك وقلبك وتنادي ان يفعل يفعل كيف يتم هذا يتم بالجال ما عرفوا من علم ام اذا لا تأخذ سن ولا نوم يعوى ان احد الرسول او الانبياء سأل ربه كيف لا تنام يا ربي فامر ان يضع في كفيه شيئا وينام وياك ان يسقط هذا الكاس الممنوع باللبن في يدك انت قوي قاد على الكاس ولا لا امسك كاس في يمين وكاس في شمال ممنوع باللبن العذب الحامض انام ويبقى هذا في كفيك اخذ النعس كل ما يمين يندفق الكاس بما فيه يملأ تأخذ السينة يسقط الكاس من يديه قال قال فالذي يدير الكون لو كان ينام ما يستقر ابدا الكون والحياة مستحيل يخرف في يوم الاول لا تأخذه سينة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض هل بلغكم ان انسان او ملك يملك المنطق الفلاني في العالم ما هكذا نكر اسم موصول يشمل هذا النفذ كل كائن له ما اي اي موجود في السماوات وفالارض هو ملك لله اذ هو خالقه ومدبره ومالكه وغير الله لا يملك اذا كيف تدعون غير الله انتم تعرفون ان ابراهيم او عثمان او عبد القادم لا يملك شيئا وتدعو وتناديه انت بهلول ولا مجنون تأملوا هل امنتم ان الله ما في السماوات وما في العاد ولا لا فاذا كان هو المالك لها وهي له وبيده هل يجوز طلبوا شيئا منها من غيره ما يجوز انت تمر بحديقة او بمنزل تبات وترا فيه ما فيه من الطعام او الشراب اذا كان صاحبه موجودا وترا اسأله لانه يملك يعطيك ولا لا واذا مرات بآخ وصاحبه غير موجود ويأمر بك ابراهيم وعثمان اعطيني انت مجنون ان اعطيك هذا ما هو حق انا ما هو بستاني ولا مالي واوضح منها لا يأتي الانسان لا خاربا ما فيها سكن ولا احد ولا يلزم الباب يا اهل البيت يا اهل الدار اخوكم من ثلاث ايام ما طعم ولا شيب اغيذني اذا مررت به انت تضحك ولا لا ما هو واجبك تقول يا عبدالله هذا خارب ما في احد لا مرأ ولا رجل ولا طعام ولا ماء انهب لا دار اهله او موجودون فيه انت تدعو من ومع هذا يمر بنا اخواننا ولنستغيث بعبد القادر فلان فلان ويسكتوا فليقول ان هذا ما يعطيكم شيئا اسألوا الله استغيثوا بالله انتم تغيظون ربكم وتغذبون عليكم من يعطيكم وهذا هو واقع امة الاسلام من ثمانمائة سنة يجد يدعو في قاب وما يغذب ما تغذب لكن قل له ما تعطى اغفع كفيك لربك توضع وصلي بين يديه واسأله اما صاحب هذا الضيح القبر ما يعطيك شيئا لعل يواهم والله لو كان في الامكان اجراء عملية اختباء نبعد نبعد الهياء والعسكر من حول الحجرة نقول تدفقوا اذا لم تعوا اخوانكم من الشرق والغرب يركعون ويتمسحون ويبكون ويستغيثون اذبحوني الآن مع ما انتشر من الوعي والسلفية والتوحيد لعل يواهم اذا له ما في السماوات وما في الارض من الكائنات كلها مياه وهو انهار وهو ذهب وفي الظطواء وكل ما فيها فمن اراد ان يسأل فليسأل الله معنى هذا قصرنا عليه تريد طعام شراب حياة هو مالك فلا تفت الى عزة ولا منات ولا عائشة ولا مريم ولا عيسى صح ولا لا او العبارة ما هي واضحة له ملك ولا لا ما في السماوات والارض من كل الخيارات من نطلب نطلب ابراهيم ما يملك نطلب من محمد صلى الله عليه وسلم ما يملك منه نطلب في غزوة ثاقيف التي غزاها رسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح بعد ما دخل مكة في السنة الثامنة اصطراحوا يومين ثلاثة وبلغهم ان الثاقيف تتجمع هيا نخرج اليهم لما خرج القائد الاعظم صلى الله عليه وسلم واذا بمسلم امس ومن ثلاث ايام مروا بشجاة كانوا يعلقون نبالهم وسيوفهم ويمحهم عليها ثم يغزون يتبركون فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط ننيط بها سلاحا للبركة ونحن غازون الان فتعجب الرسول وقال ما زدتم ان قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم آليا ما زدتم ان قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى لما نجى الله موسى وبنو اسرائيل من فراعنة مصر وخرجوا وشق لهم البحر وخطعوا وصلوا الى الارض واذا بقري على الساحل اهلها مشركون يعبدون عجلا صنعوه عجلا فقالوا لموسى اجعل لنا اله كما لهم آليا سبحان الله هذه الآيات التي شاهدتموها والانتصار الذي تم بفضل الله علينا وتقول اجعل لنا اله كما لهم آليا انكم قوم تجهلون ايه نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمنين الجدد بانهم ما زادوا وقالوا كما قال ابن اسرائيل شجارا نتبرك بها صحيح والله الى الان المسلمون يتبركون بالاشجار المملكة الوحيدة بفضل الله بفضل الله التي قطعت الاشجار والقباب وهدمت كل ما يعبد مع الله صح ولا لا والناس يتحمسون يتغيضون يدعون عليها بالهلاك كل خوافيين منذ ثلاثة وعشرين سنوات ايام كان الدرس باب المجيدي جاني شاب قال والله لا توجد شجرة تعبث المدينة سبحان الله انت منصور في الاجابة قلنا للطلاب هيا بسم الله فمشى مجموعة وانتظروا واذا بذل لك الفقراء وكذا يحكفون عليها ويدعون ويتبركوا فقطعوها لما قطعوها ضج النساب على اصوات هنا في البكة هنا في المدينة فكيف ببلد ما في من قال هذا باطل تبنى القباب وتبنى وتوفى هذا قبر سيد فلان الولي وهذا كله ماذا قال موسى انكم قوما تجهلون الجهل وهذا السبب والله لولا ما علمنا الله لكنك ابائنا واخواننا وإلى الآن الذي ما يتعلم لن يكون الى مثل ابائي واجداده الهلم لا نعم له ما في السماوات وما في الارد عرفتم هذا في قطعة لآخر في حبة غنب لآخر لا يسأل لله ثم قال من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه هاتي خلي يعقد الجن مؤتما والملاكة ومؤتما والبشر لعلهم يعطرون على من يشفع بدون إذن الله والله لا جبريل ولا ميكائن ولا إصرافيل ولا أي كائن يستطيعون يشفع بدون الله بدون إذن الله هذا الاستفام للتعجيب نعم والنفي المطلق من ذا الذي لا أحد يشفع لأحد لينقذه أو ينجيه أو يكرم ويعزه إلا بإذن الله إذا أذن الله وتفضل والمشركون كان يعبدون أصنامهم تحت شعار تشفى عليهم عند الله وقرأوا إن شئتم من صورة سأزم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنه أنزلنا إلى الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلباء ما نعبدهم لأي غرض آخر إلا ليقربون إلى الله عز وجل فيقضي حوايجنا هو الآن عبدة القبو يقول لك أنا ما نعبد سيدي ولكن نستشفع به فقط كيف تعبده ما تقول يا سيدي أنا بين يديك أنا كذا أسأل الله لأفعل بي كذا هذه العبادة ما هي العبادة الطراحك بين يدي الله وسؤالك حاجة إلا من ذا الذي يشفع عنده قولوا لا ولا تتردد وهنا الشفاع العظمى فاز بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقد استعرضنا مواقف عرصات القيمة وشاهدنا ما من رسول يقول لا 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 عليكم بفلان لما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول أنا لا لا لسابق علم الله له بها إذ جاء من صورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي مقام محمود يحمد أهل الموقف أجمعين عليه هو أن يشفى عليهم عند الله ليدخلهم الجنة لا 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 ليقضي بينهم فقط ليحكم طال الزمان طالت المدة خمسون ألف سنة وهم وقوف ثم ماذا علمنا قال ما نصق يا ربي لقد وعدتني أقضي بين عبادك قال فآتي فأخروا تحت العرش ساجدا ويلهمني ربي محمدا ألفاظ حمد وثنى ما كنت أعلمها ولا أزال أحمده وأثني عليه بها حتى يقول أي محمد ارفع راسك واسأل طعطا واشفعت شفع ثم يأخذ الله عز وجل في فصل القضاء يحكم بين الناس هذه الشفاعة العظمى صاحب وواحد من هو هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفاعات لرسول غير هذه متعددة منها وهي أعظم شفاعة أن يخرج من دخلوا النار من أهل التوحيد يشفع لهم فيخرجهم الله منها شفاعة أخرى إذا قلتنا ما ندخل النار ما نحتاج إلى شفاعة رسول في شفاعة يقدمك على غيرك في حسابك وجزاك شفاعة يرفعك إلى مستويات ما كنت تصل إليها تبهت يسأل الله عز وجل فيعطيه ما عدا النبي صلى وسلم لا يستطيع أحد أن يشفع لآخر إلا بشرقين الأول أن يأذن الله له بالشفاعة يا عبدنا فلان أنت من حضرة القرآن التالين له بالليل والنهار اشفع في أمك خديجة يقول خديجة شفعني ربي تالي إلى الجنة إذن هو لا لا ثانيا أن يكون الله قد رضي عن المشفوع له بأن ينزل في جواره وإذا لم يريد الله أن ينزل هذا في الجنة ما تنفى شفاعة وقرأوا الآية الموضحة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشامل الشفاعة ويرضى عن المشفوع له لو أذن الله لمؤمن أن يشفع في أربعين من أهله ومن بينهم من كان عدو لله والله لا يرضى جواره ما تقبل شفاعة به إذن شرطاني رئيسياني لا ننساهما الأول لا شفاعة إلا بإنه إن أذن إشفع والذي تشفع له لا كما تحب أنت على شرط أن يكون راضي عنه أن يدخل الجنة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم خشته مشفقون لكن آية النجم واضحة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهذا إبراهيم الخليل في عاصات القيامة كما تبين وعلمنا يقينا أخبار أبو القاسم الصحيح إبراهيم في ساحة فصل القضاء القضاء يقول أي ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعد في النار فأي يخزي أخذ من هذا فيقول له الرب تبارك وتعالى إبراهيم انظر تحت قدميك وينظر كان رفع رأسه وإذا بأبيه آزا في صورة ذكر الضباع ملطف بالدماء والقيوح فيأسرخ إبراهيم ويقول سحقا سحقا فيأخذ من قوائمه الأربع ويلقى في أتون الجعيم والخليل يقول سحقا سحقا بعدا بعدا وهذا رسول الله صلى الله يرد عن حوضه جماعات من أمته يدفعون عن الحوض فأقول ربي أصحابي ربي إخواني فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا ويطاد هنا والقضية عند أهل الحلقة واضحة كالشمس صدر حكم الله جل جلاله وعظم سلطانه على الأبيض والأصفر على الأول والآخر أنه لا يدخل الجنة إلا من زكى نفسه وطهرها بالإيمان وصالح الأمال وأبعدها عما يدسيها من الشرك والمعاصي إذ أقسم الجبار قسما لم نرى غيره مثله في القرآن اسم هذا القسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاه والليل إذا يغشاها والسماء وابناه والأرض وما طحاه ونفس وما سواه فألهماه أي قسم أعظم هذا كم قسم على ماذا على الحكم التالي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دزها كن ابن من شئت أو أبن لمن شئتها لا ينفعك نسب أبدا فقط هل عملت على تزكية نفسك وإذا لا فإن أهملتها واشتغلت ببدنك فأنت من الخاسرين لا ينفعك نبي ولا ملك ولا أعلى قد أفلح من زكاها كيف يزكي يطيب يطهر وقد خاب ما معنى خاب خاسر خاسر الجنة ونزل في دار البوار النار هذه الآية الذين عارفوا معناها يتحاشون أن يقول كلمة سوء تدس نفسه أو نظر محرم ما يطيقها حفاظ على زكاة نفسه وطارتها إذا جاء ملك الموت وأعوانه كما سمعتم الآية يبشرونها فتبشر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون معاشر المستمعين نكتفي بهذا القدر لأننا آهقناكم والأذان على الأبواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيّة فمن يكفو بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوطقى لا انفصام لها والله سميع عليم معاشر المستمعين ماذا تعرفون عن آية الكرسي عرفنا أنها أعظم آية في كتاب الله تذكرون ذلك السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه عبي بن كعب وكان من حضرة القرآن فقال له أي آية أعظم في كتاب الله يا أبا المنذر قال آية الكرسي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري هكذا وقال ليهنأك العلم يا أبا المنذر ليهنأك العلم يا أبا المنذر عرفتم عن آية الكرسي أن من واضب عليها وحافظ على قراءتها بعد كل صلاة فريضا لم يمنعه من دخول الجنة إلا أنه ما مات المان له الموت لو جاء لدخل الجنة وهذا الحديث حسن وعمل به الصالحون ولن يكون من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يقول هذا إلا من يوحى إليه ويتلقى العلم من ربه آية الكرسي ماذا عرفنا عن الجمل الأولى الله لا إله إلا هو مبتدى وخبر الله أخبرنا عنه لا إله إلا هو وعرفنا أن الله اسم الله عز وجل العلم على ذاته إذ كل ذات يوضع لا اسم تعرف به ما من ذوات حتى في غير الأحياء شجرة الزيتون لا بد من اسم تعرف به فالله عز وجل له مئة اسم إلا اسما واحدا وأعظمها الله وقد ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله باسمه العظم لا ترد له دعوة وأخفى الله هذا من أجل أن يدعوه عباده بكل أسمائه إذ لو عرف المسلمون لاسم العظم لتركوا الدعاء بكل الأسماء ولم يأخذ إلا بالاسم العظم ونغير هذا الساعة الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد يصلي فيسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه هذه الساعة لم تضبط هل هي بعد العاصر هل هي بعد الظهر هل هي في الظحاء من أجل أن يطلبها الراشدون الراغبون في الخير يطلبون في كامل النهار إذ لو ضبطت أنها بعد العاصر بساعة لا ظافر بها كل الناس ويعطلون الوقت الآخر من العبادة ونظير هذا ليلة القدر ليلة القدر هذه الليلة خير من ألف شهر من أقام من أولها إلى آخرها كأنما عبد الله بثلاثة ثمانين سنة وأربع شهر عمر كامل أضاف إلى عمره عمرا آخر وإذا ظفر بها في كل رمضان صامروا معناه أصبحت له أعمار إذ ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقال أعمار أمته من الستين إلى السبعين هو الأمم السابقة يعيش أحدهم ثمانمائة سنة خمسمائة سبعمائة فأعطاه الله هذه الليلة نصوم رمضان ونقوم ليله كل عام نسجل لنا ثمانين ثلاثة ثمانين سنة يصبح أحدنا إذا صام أربعين خمسين رمضان وشهد ليلة قدر صار آلاف السنون عمره إذن الله لا إله إلا هو هل عرفنا معنى لا إله إلا هو معنى هذا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله لماذا هذا احتكار هذا تحجير هذا تعصب الجواب لا 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 إلا يوجد من خلقنا وخلق الحياة لنا إلا هو فلا يعبد الله لا معبود بحق وهذا الحق الذي يستحق به العبادة أن يكون قد خلقني وخلق هذا الكون من أجله حين إذن إذا كان شارك الله في الخلق والإيجاد لا بأس أن يشاركه في عبادته لكن بالاستقراء والتتبع والنظى والعقل لا تجد من خلق مع الله بعضا فضلا عن جمل أو إنسان هل من خالق غير الله لا أحد فلما كان هو الخالق لنا والوازق لنا بموجد أو بإيجاد الغذاء الذي نعيش عليه والهواء الذي نستنشق والماء عناصر الحياة هو خالق وكيف يعبد معه غيره بأي حق فلهذا قل ها ورفع صوتك ولن تنقذ كلمتك لا إله إلا الله يتفضلون يأتون نبي أدلة تثبت أن غير الله إله مع الله عيسى كان الله ولم يكن عيسى ملايين السنين مات عيسى أو ورفع للسماء فتبقى الحقيقة لا إله إلا الله أما قولنا بحق لأن الآله المعبوداء لا حد لها عبدت الكواكب في السماء عبدت المياه في الأرض عبدت البشرية عبد حتى الفوج كما قدمنا لكن معبودات بدون حق بدون موجب بدون شع ولا قانون أنت تدفن الميت وتبني على قبره وتعبده أنت الذي دفنته كيف تناديه وتستغيث به وتسأل حاجتك إذا تقرر بقوله لا إله إلا هو أنه لا ينبغي أن يعبد مع الله أحد واصرح بها واصرح لا إله إلا الله وقوله الحي القيوم سائر وأنواع الحيوات هو واهب أنا حي وإلا حيات هذه أنا أوجدتها من وهبنيها وأعطانيها كل حي بيننا وفينا وفي العوالم العلوية والسفلية من وهبه حياته الله إذا فما دام يهب الحياة ويعطيها لن يكون إلا حيا الميت يعطي شيئا وحياته تختلف عن حياة مخلوقاته الحي حياة لم يسبقها موت كحياتنا نحن أيها الحاضر قبل مئة سنة ما كان وحد موجود منا حياة الله حياة كاملة تامة لا تسبق بعدم ولا يأتي بعدها أو يلحقها موت وانقطاعها هذه الحياة الحقة ولا الحي القيوم القائم على كل الأكوان يديرها ويدبرها يميت يحي يعطي يمنع يرفع يضع كل الكون من يديره من القيوم عليه هل عثرت البشرية على قيوم الله يدير كوكب فقط في السماء ما الحي الدائم الحياة القيوم على كل المخلوقات لولا قيوميته لأططمت الحياة وتمزقت من آلاف السنين ثالثا لا تأخذه سنة ولا نوم فلهذا منزه عن صفات المحدثين لا تأخذ سنة يعني نعاس مقدمة للنوم ولا نوم إذ لو كان ينام لخرب العالم إذن بهذا أصبح الإله الحق إذن منعد الله ينام وتأخذ السنة فليس إذن كمخلوقاته فرابعا له ما في السماوات وما في الأرض هذه اللام لا من الملك وإلى آل المسجد لمن لله فيك الصيار لمن لإبراهيم له ما هو موجود في السماوات والأرض من قال لا نحن الذين نملك هذا البيت الذي تملكه كنت أنت ولم يكن وسوف تموت وتتركه من مالكه إذن له ما في السماوات وما في الأرض ومعناه أيها الطماعون مثلي عليكم بالله اطمعوا فيما عندهم لأنه يملك أما تطمع في مخلوق أقول عطين عمار وابن ليدا ما يستطيع ما يملك هذا ومن هنا يجب على القلوب كلها أن تتجه نحو الله ناقف نسأل بالملايين من البشر كلمتنا كلها اللهم ما فيه إلا هو لأن له ما في السماوات وما في الأرض من الذرة إلى المجرة إلى السماوات السبع إلى دار السلام لا يخرج شيء عن ملك الله تعالى كل شيء مملوك لله فمن أراد شيء فليتملق إليه وليتزلف ينادي بأسماه بصفاته يسجد له بين يديه يكثر من ذكره هكذا حتى يستعطف ويسترحن أما غير الله فلا يملك شيء له ما في السماوات من كائنات وما في الأرض نبات نباتات وحيوانات ومياه وجبال وكل له فلا تطلبن بني شيئا من غير الله فإنه لا يملك شيئا إلا الله جمع القلوب عليه وللا أصبح نا جسما واحدا خامسا أو سالسا من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه الجواب لا أحد هذا الاستنفان بمعنى النفي من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه لا أحد وهنا نكرر الشفاعة لتكون منها على علم الشفاعة بمعنى الوساطة فلان يشفع له فلان عند الغني الفلان أو الحاكم الفلان ليقضي حاجته يشفع نفسه بآخ يصبح شفع أو زوج ينفي تعالى أن يكون يوم القيامة يوجد من يشفع في أبيه أو أمه أو أقيا وقريب وبعيد بدون إذن الله تعالى نفيا كاملا والله العظيم لا يوجد من يشفع يوم القيامة في أي كان بدون أن يأذن الله فمن هنا العوام يقولنا يا رسول الله الشفاعة اشفع لنا يا رسول الله هذا السؤال الباطل اسألوا الله اللهم شفع فينا نبيك اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم نبيك أما تقول يا رسول الله الشفاعة وما يملك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كيف نخصص هذا العموم بما وبدأنا بالشفاعة العظمى فالدرس الماضي وتقرر عندنا أنها لا يستطيع أحد من الأنبياء والرسول أن يطالب بها تنازل عنها آدم تنازل عنها نوح تنازل عنها إبراهيم تنازل عنها موسى تنازل عنها عيسى ولما انتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها كيف عرف أنه لها لأن الله تعالى أعلامه جاء من صورة بني إسرائيل أو الإسراء قول الله تعالى له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعسى من الله تفيد التحقيق وعاد هو إلى فمن هنا لما تات البشرية تطلب إليه أن يشفع لها قال نعم أنا لها لكن كيف شفع قال صلى الله عليه وسلم فآتي تحت العرش فأخير ساجدا ويلهمني ربي تعالى محاملا لم أكن أعرفها فأحمده بها وأثن بها عليه فلا أزال أحمده وأثن عليه حتى يقول لي يا محمد اغفع راسك وسل تعطى واشفع وشفع ماذا تسمى هذه شفعة الشفاعة العظمى لفصل القضاء والحساب بين البشرية وفي صعيد واحد ثم ورد أن أهل القرآن حظرته العاملين به يشفعهم الله في أقربائهم يأذن الله لهم عرفنا أن الشهيد شهيد المعركة يشفعه الله تعالى في من شاء يشفع الأنبياء ووصل والصالحين لكن كيف يشفعهم يأتي سيد عبد القادر يقول يا ربي هؤلاء المريدي وإخواني دخلهم الجنة والله ما يستطيع أن يتكلم من يقوى على أن يتكلم إذن إذا أراد الله عز وجل إكرامك يا عبد قال فلان اشفع في فلان فلان المشكو لو كان قد رضي عنه وقبله في هباري فقط ليفع من درجتك ويعلي من قيمتك يقول لك اشفع في فلان وهو عظي به أن يدخل الجنة والآية التي توضي هذا من صورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاب أن يشفع ويرضى في المشبوع له هذه قاعدة تأملها لا يستطيع أحد في عرصات القيامة أن يقول هذا أبي يا ربي أدخل الجنة أو هذه والدة البر الصالحة أدخل هالجنة فيقول الله تعالى نعم أدخل هالجنة وإنما الله تعالى هو الذي يمن على عبده الصالح ويقول أي عبد اشفع في فلان وفلان وفلان أو أخرج باكة من النار عطاء الله وفى الله إلا أن الشافع هذا له درجة ومنزلة لما كان من أولياء الله وصال عباده ما يشفع هو يشفع فيه إذن والشفاعة النبوية المحمدية متعددة يشفع فيه ناس دخلوا فيقهجون من الجنة من الله ويدخلون الجنة بإذن الله تعالى يشفع فيه ناس درجتهم هابطة يشفع لهم فيغتفعون درجات عالية ينفع بشفاعته باستعجال الحساب ودخول الجنة للنبي صلى الله وسلم ما شفاعات أكمه الله تعالى بها نسأل الله أن يجعلنا من أهلها أما نحن كما عرفتم من الجائز أن تكون عبدا صالحا ويشفعك الله في أمك لأنها كانت مؤمنة بر صالحة ونقص ميزانها فشفعك فيها فتشفى أمي ادخل الجنة أذن الله لك من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه الجواب لا أحد ثامنا يعلم ما بين أيديهم وما خلبهم من هم هؤلاء الكائنات كلها يعلم ماضيها ومستقبلها وحاضرها نحن الآن قد أعرف ما أمامي لكن وراء ما أعرف الآن لا أدم ورائي فعلم الله يحيط بكل كائنات ما هناك جانب ما يرى الله في أحدا في إمكانك أن تختفي به يعلم ما بين يدي خلقه وما خلفهم بمعنى لا يعزب عنهم مثقال ذرة لا تفكر أنك تختفي عن الله أو تخفي شيئا هذه الآية أو الجمرة الفاصلة في هذا الباب إذن فانتبه ولا تحاول أن تخفي شيئا من أعمالك عن الله عز وجل بخلاف الآله الأخرى المعبودة إن علموا ما في اليوم ما يعلمون ما في غد إن يعلموا ما أمامنا لا يعفون ما وراءنا كيف يعبدون مع الله ويؤلهون هذه آية الكرسي يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وإن قل من علمه إلا بما شاء نحن الآن نعلم شيئا كثيرا وإلا لا بإذنه وإلا بدون إذنه هو الذي علمنا صورة الفاتحة فحفظناها علمنا هذه الآية فتلونها علمنا كيف نغرس الشجرة أو كيف نحصد الزرع بتعليمه لنا فهو عز وجل أحاط بكل شيء علما وعباده من الملائك والإنس والجن لا يحيطون بشيء وإن قل من علمه إلا بما شاء هو أن يطلعهم عليه ويعلمهم به أما استقلالا فلا والله فتاسعا أو عاشرا وسع كرسي السماوات والأرض من أهل العلم من يقول وسع علمه السماوات والأرض ولا داعي إلى هذا التأوين لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا وقال لأصحابه أو لعلي أو لفاطمة أو لعائشة مثلا كرسي الله علمه لقلنا آمنا بالله لكن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر الكرسي بالعلم كيف نقول علمه وسع علمه السماوات والأرض نعم يعلم ما بين أيديهم وما قلبهم فالكرسي يقول فيه عبد الله بن عباس هذا تلميذ رسول الله سبح ورسول الله يقول لو أخذنا السماوات السبع ومزقناها وأرسقنا قطع بقطع والأراضي كذلك وأصبحت رقع واحدة ووضعنا الكرسي عليها لما وسعته آمنا بلا وأما الكرسي نفسه نسبة العرش وأما العرش سبيل الملك نسبة العرش إلى ذلك الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلا أخفف عنكم وإلى لا اسمعوني ما تندهش غمر عينيك وفكر وأنت هابط كم من مليون سنة إلى أين تصل قل لماذا هات فكر فكر هابط إلى أين لا ما نعرف أفع راسك لو لأن العرش فوقنا لقلنا وبعد العرش ما هو أيضا حالنا كحال جنين في بطن أمه لو تتصل بهذا الجنين وتقول أيها المسكين أنت في ظلم أنت في ضيق أنت أنت قل أنت مجنون كيف قل لو تخج إلى بطن أمك لكان يقول لا يصحر منك فإن هذا الدنيا كلها في ذلك الرحيم لا يراها إلا هذا نحن الآن محصورين في هذا الأذي الكرة كأننا في رحيم لا نشاهد الانطلاق الواسع إلا إذا فاضت أرواحنا فمن هنا وسع كرسي السماوات والأرض مع بعضهم مع بعض نقعة واحدة واختلف كما قلت لكم في الكرسي ما هو الكرسي هذا الذي أنا جالس عليه نسميه كرسي ولا لا هذا ليس المراد بقول الله تعالى وسهل كرسي هذا الكرسي قالت العلماء قال أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الكرسي موضع قدمي الملك السرير يجلس عليه الملك ويدل رجليه فيوضع له كرسي يضع قدمي عليه فلهذا فسر ابن عباس الكرسي موضع القدمين هو على عرشه على سرير ملكه ويضع قدميه على ذلك الجزء المسمى بالكرسي المكرس وسع كرسي السماوات والأرض العرش السرير الرحمن على العرش السواء كان الله ولم يكن شيء يا عبد الله أين يذهب بعقولنا ما هي كيف نحصها بالعوالم ما وراءها عجزة العقول عن التفكير والإدارات طاقاتنا محدودة ما نستطيع أن نذرك إلا ما أعطانا الله القدر عليه وقد قلت لكم صوتك أنت يسمع كمين بصوك تنظر كمين عقلك كذلك يدرك أشياء ويعجز عن خالها يدركها أبصاؤنا تدرك أشياء ما نفس وليا معنا في الهوى لضعفنا وعدم قدرتنا إذا لا يسعنا إلا أن نقول آمنا آمنا بالله آمنا بالله ونمسك بلحانا إن كان لنا لحى والحالق باش يمسك أيها الحالقون من أبنائنا أعفو لحاكم ائتسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت لكم لما كان جالسا يعلم روحي إليه أن رجلا من بني إسرائيل يركب على بقرة والبقرة عندنا نحمل الفلاحين ما نركب عليها نحمل عليها أو نسن بها الماء فرافعت رأصها إليها هكذا وقالت ما لهذا خلقت لما وصل الخبر إلى الرسول فورا أخذ بلحيتي وقال آمنت به آمنت به آمنت به بقى تنطق وتقول لواكبي ما لهذا خلقت خلقت للحرض والسن لا لم يركب عليها وكان أبو بك وعم غائبين عن المجلس فقال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر فيقا في إيمانهما وهو كذلك وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما ما معنى ولا يؤد الله تعالى حفظهما أي لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات ونحن لولا أنه حافظ لها تبخرت من ملايين سن محفوظة ولا هذه الشمس كم لما مات بعثرت وسقرت وهي نار لما محترقت وشاهد نبدو خان يملأ الكون إذن ولا يثقله أو يعجزه حفظ السماوات والأرض الكل محفوظ بحفظه عز وجل أبشروا من مات منكم ودخل الجنة سوف يرى وجه الرحمن عز وجل لأن الأبصار يومئذ ليست هذه المخلوق خلق موقت خمسين سبعين ثمانين سنة وتعام مخلوق خلق أبدي فليهذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه ناظرة مشرقة إلى ربها ناظرة يزيل الحجاب عن وجهه ويسلم عليهم وقرأوا سلاما قولا من ربنا رحيم من سلام قولا من ربنا رحيم أو السلام بالكتاب والواسطة سلام قولا من ربنا رحيم ولم يذوق أهل الجنة طعاما ولا شرابا ولا 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 يدخل عليهم سرورا وبهجا كسرور نظرتهم إلى وجه الله عز وجل يغموهم فرح لا حد له برؤية الله عز وجل وأخيرا وهو العلي العظيم هل هناك من أعلى من الله الملائكة الذين جبريل سد الأفق بأجنحات إذا تكلم أغمي عليهم وقرأوا قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه جاءت تعقيبا على آية الشفاعة أول الآية من سورة سبع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادعوا الذين زعمتم من دون الله فضلوا اسألوهم الويد والمال والحياة الطويلة وراء اسألوا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا فلعرف أدعوهم الذي لا يملك مثقال وزن ذرة قلوا أعطيني ولد أو زوجني مرأة أو رقني في وظيفة ما يملك مثقال ذرة والله لا يملكون مثقال ذرة إذن ما الفائدة في دعايا نلعب لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيه ما من شرك وليس لآلهتكم من شرك مع الله لا بالخمس ولا بواحد في المئة ولا واحد بمليون أبدا لهذه الآلهة لا يوجد إله من آلهة الباطل يملك بالشركة مع الله ولو بواحد من مليار منين إذن كيف نطلبهم منين يعطوننا ولا يشفعوا نعم وما لهم منهم من ظهير هذه أخرى لا يوجد من الآلهة المزعومة من هو ظهير لله ينتصر الله به أو يعتز به أو يساعد أو يقوم معه بمسائل فيجوز حيثا أن يشفع علىنا عنده وما له منهم من ظهير أي معين كوزير وما إلى ذلك كيف ندعوه من ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه أيضا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير هذه الآية ينبغي أن نعنى بها هذه من صورة سبأ بين الأحزاب وفاطر اسمعوه وتأملوا يقول تعالى وقوله الحق ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين نحن منهم إن شاء الله وما كان له عليهم من سلطان ما ساق الناس المقاي والمجاز بالعاصة اعلموا أن الشيطان لا يملك قوة يدفعك بها إلى المعصية والله ما يستطيع ما هو إلا الوسوسة والتزين ونستطمد ونستطمد إليكم معاشر المستمعين ومستمعات هذا إبليس عليه لعين الله في جهنم يريد أن يخطب خطب عجيبا إبليس يريد أن يخطب في أهل النار ويوضع له سرادق أفخم سرادق ما عافوا الملوك للوزراء ويجلس عليه ويخطب وخطبة والله بالحرف الوحد عندنا سبحان الله من جنال يقرأ من سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر وانتهى كل شيء ودخلوا النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم هذه الجملة الأولى وهو والله صادق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان لا قدر ولا طاقة عندي أبلا لا عصا ولا شهاب إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي تعالوا جئتم تهرعون أما عصا وشهاب ما فيه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إذن فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وأخيرا ما أنا بمصرقكم وما أنتم بمصرق أنا أستغيث وأنتم لا تغيثون ني تستغيثون أنا لا أغيثكم كلنا في هذا العالم الشقي إني كفرت بما أشركتم من قبل وإن الظالمين في ضلال مبين سمعتم أن خطبة مسجلة لإبليس تستطيع البشري أن تحضرها أتاتي بها فاصل عقول البشر إلى هذا قولوا الحمد لله على كتابه الذي أنزله إلينا إبليس يوضع له سرادق في النار وأهل النار بالمليارات يسمعون خطبة للزعيم اليوم وقد سمعتم وهو الله بالحاف الواحد ماذا قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إذن فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم المصرخ الذي استقفت به يخفف عنك وما أنتم بمصرخية لأن الصواق ندى أنقذني أنقذني لا هو ينقذنا ولا نحن ننقذه ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم ذاب العلم الآية الكريمة اسمعوها بالحرف الواحد يقول تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم السلطان إلا لنعلم من يؤمن في الآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حظيم هنا تبدأ آية الشفاعة قول ادعوا الذين زعمتم من دون الله الله تعالى يأمو رسوله أن يقول المشركين يا معشاء المشركين ادعوا اطلبوا واستغيثوا بمن زعمتم أنهم آلية من دون الله ادعوا ثم قال لهم في جملة لا يملكون مثقال ضر في السماوات ولا فالأرض كيف ندعو من لا يملك شيئا مجنوننا آتي إلى خارب ما فيها إنسان ولا طعام وأصرح عند الباب يا أهل البيت أطعموني هؤلاء الذين أدعوهم ولكن يعلموا أنهم لا يملكون مثقال ضر في السماوات ولا فالأرض من يعطونكم ثالثا وما لهم فيهما من شرك وليس لآلهتكم شرك في السماوات ولا واحد من مئة أو مليا يوجد ولي له شرك في الملكوت منطقة خاصة به أو عنده ربع مع الله أو ثمن أو سدس والله لا وجود لهذا وما لهم فيهما من شرك وما لهم هم وما له منهم من ظاهير وآلهتكم الذين لا يملكون شيئا لا يوجد إله واحد منهم الله في حاجة إليه تخذ وزيرا له أو ظهيرا يستنصر به ويعينهم فيه وما له منهم من ظاهير إذن كيف تدعونهم لو كانوا يملكون يعطونكم مما يملكون لو كان منهم الظهراء والوزراء يستشفعوا بهم يشفعون لكم كيف إذن تدعونهم بأي حق ثم ختم هذا بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أمن له حتى إذا فزع عن قلوبهم زال ذلك رعب قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي والكبيع الملائكة تغرب بأجنحتها تغذق ثم تفيق بعد عام عمين ما ده كم يقولون لبعضهم البعض ما قال أبوكم يجيبون قال الحق فطعا لا يقول الحق وهو العلي الكبيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكاه في الدين قد تبين الرشد من الغية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعوة الوثقى لأنف صاملها والله سميع عظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قبل دراستنا لهاتين الآيتين هل تذكرون آية الكرسي وهي درسنا البارحة إذن إليكم هداية هذه الآية الكريمة والتي هي آية الكرسي قال من هداية هذه الآية أولا أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى ولا تتردد بنيا في آلة أعظم آية في كتاب الله عز وجل وقد اجتملت على ثمانية عشر رسما لله تعالى ما بين ظاهر ومضمن آية واحدة اجتملت على ثمانية عشر رسما من أسماء الله تعالى بعضها ضمير وبعضها ظاهر وكلماتها خمسون كلمة كلماتها عدا خمسون كلمة وجملها عشر جمل ناطق كلها بربوبية الله تعالى وبألوهيته وبأسماءه وصفاته والدال على كمال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه ايو الله ثانيا تستحب قراءتها بعد الصلاة المكتوبة وعند النوم وفي البيوت لطرد الشيطان تستحب قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة الصلوات الخمس وعند النوم وفي البيوت تدخل بيتك اقرأ آية الكرسي فتطرد الشياطين من بيتك وما تستطيع بعد قراءتها لطرد الشياطين ان تفتح الفيديو وتشاهد العواه يغنين ما تقع لها ما تستطيع ما دمت تريد ان تطهر بيتك من الشياطين وقرأت اعود بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله اله الحي القيوم طفع صوتك وانت في بيتك ما يبقى مجال للشياطين يدفعوك الى ان تشاهد عواهر النساء وظلمة الرجال وكفارهم اذا الحمد لله الذي رزقنا هذا النور وجعلنا من اهل اية الكرسي نتلوها ضبع الصلوات الخمس عند النوم نتلوها في البيوت الحمد لله والان مع هاتين الايتين الكريمتين لا اكراها في الدين هذا خبر وإلى لا لا اكراها في الدين ومعناه الانشاء اي لا تكره احدا على الدخول في الدين كطوله والوالدات يرضين اولادهن خبر ولكن معناه الانشاء اي على الوالدات ان يرضين اولادهن جملة خبر يوم اناه الانشاء لا اكراها في الدين وسبب نزول هذه الاية ان الانشاء الانشاء سكان المدينة النبوية هذه بعض العائلات تنصر او تهود افراد منهم الانشاء 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 ولا ولا كوباج كما يقولون وهنا اختلف اهل العلم هل هذا عام في اليهود والنصارى وفي غيرهم من المشركين الجمه على ان هذا خاص باهل الذمة اليهود والنصارى اهل الكتاب وقد علمتم يقينا انه يوجد يهود او نصارى في بلاد المسلمين ولا يكرهون على الدخول في الاسلام ولا يؤمرون بصلاة ولا زكاة ولا غسل من جناب ولا يسمح لهم بان يرابطوا في ثغورنا ولا ان يحملوا السلاح معنا لانهم كالاموات لا قيمة الام ميت تقول له صلي اين يذب عقلك ميت تقول له زكي لماذا يزكي يزكي نفسه خبيثا منتنا بأوضاع الشرك والكفر ما يزكي ولو ينفق ما له كله يبقى المشركون الكافرون الجمهور على انهم يقاتلون حتى يدخلوا في الاسلام مالك رحمه الله ويا انهم لا يلجأون الى الدخول بالاسلام بالقوة وقد يأخذ برأي مالك في بعض الظروف وهذا خارج الجزيرة اما قبة الاسلام وبيرط هذه الديار فلا يجتمع فيها ديناني ولا يبقى فيها مشرك ولا كافر وإليكم نص الآية الكريمة التي يفهم منها باءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فالشيح في العرض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخز الكافرين واذهان من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين اذا اعطاهم فرصة اربع اشهر اذهبوا الى الشوق الى الغرب وادخلوا في الاسلام اذا انقضت الاشهر الاربع قتالهم او ادخلوا في الاسلام اذ قال تعالى فاذا سلخ الاشهر الحوم فاقتوا المشركين حيث وجدتم واخذوهم وحصوروهم واقعدوا لهم كل ما صد لان وفاة وفاة الرسول اصبحت على الابواب قريبة جدا هذه الصورة من اخر ما نزل اذا ولا يموت الرسول وفي دار الاسلام كفر وشيخ وكافر ونعم الشكرون اما خارج الجزيرة فالامر انها قبة الاسلام وبيضة اذا الان خلاصة ما عرفنا ان اهل الذن من اليهود والنصار لا نكرهم على الدخول في الاسلام عرفتم كيف نغزوهم لان الله تعالى قال في هذه الصورة من اخرها يا ايها الذين امنوا لبيك اللهم لبيك قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم عرضا واعلموا ان الله معا متقين هذا امر الله للمؤمنين ناداهم ثم امرهم قاتل الذين يلونكم من الكفار يلونهم كيف يلونهم يلون دياكم وبلادكم قاتل نرهم في الشام تصبح حدودنا ربا ندخل لها قاتل الذين يلونكم لهذا مثل بركة او او بحيرة ماء لما تلقي فيها حجر تنفتح فيها دائرة ولا لا وتأخذ في الاتساع في الاتساع في الاتساع حتى تصي الى شواطع ذلك الحوض او البركة فهذا فهذا النور الالهي وهذه الرحمة الربانية لا تحرمها البشرية ومن اجلها نزلت انهم عبيد الله فلا يصح ابدا ان نتركهم تعبث بهم الشياطين عقول هاططة افكار فاسدة الظلم الخبث الشر الفساد ومصيرهم بعد هذا البلاء الشقاء الى عالم الخلد في عذاب الله ابدا رسالة محمد ما جاءت الا لانقاذ البشرية اذا كلما دخل اقليم فالاسلام حدودنا وراءه فنعسكر سواء غزونا من طريق البر او البحر نعسكر ونراسل اهل الاقليم تدخلون في الاسلام تنقذون انفسكم من الشقاء والبلاء والفتن والهون والدون والظلم والخبث والشر والفساد وتنقذون انفسكم من عذاب النار يوم القيامة فان قالوا مرحبا واهلا وسهلا دخل رجالنا ووضعوا محاكمة واخذ يعلمون ويهدون تلك الامة فترة من الزمن وكلهم اولياء الله لا كذب لا خيان لا خمر لا زناء لا فجور لا لا كالملائكة فان رفضوا نقول لهم تسمحون لا ان ندخل نحن نتكلم مع الملك وإلا الحاكم وجيشه والامة المسكينة ما ذنبها تسمحون ان ندخل لتعليم هذه البشرية سبيل نجاتها وسلم كمال ورقية وتسمى اتفاقية الذمة فان قالوا لا بس دخلنا واخذنا نعلم ونرب ونوجه ما هي الا ايام لاقول عوام والناس يدخلون في رحمة الله افواجا لما يشاهدون من الطور والصفاء والكمال البشري الذي ما كانوا يحلمون به لان حامل هذه الرسالة كالملائكة في صفايا راحهم وفي تهديب نفوسهم والزكاة ادابهم بالنظر اليهم يجذبونك تقتدي بهم ما هي الا فترة وقد دخلوا في الاسلام رفضوا الحق الثالثة والقتال حتى يدخلكم الله في رحمته فتستقبل الجيوش الجيوش كرة كرتين يومين ثلاثة شهر ينهزم الكفر والكافرون ويدخل المؤمنون بصلاتهم باموارهم بكلامهم الطيب بعدلهم برحمتهم يتدفق الناس على الاسلام ويدخلون فيه فلما غزونا افريقيا والاندلس والشام والعقوى هل هناك من اجبر على الاسلام بالعصى والله لا ابد فقط ينهز من الجيش الكافر يدخل المسلمون يشاهد الناس صلاة ومستقامة ومبتساماتهم يدخلون فيه رحمة الله ما لهم الان ما يدخلون ما شاهدوا انوار الاسلام لو شاهدوا الطرى والصفاء والرحمة والمودة والاخاة في العالم الاسلامي امرهم واحد لا اله الله راية واحدة لتدفقوا في بلاد الاسلام ودخلوا في رحمة الله ولكن مع الاسف هم الذين مزقون وفرقون وشتتون واقعدون عن الكمال وافسدون ليحرموهم ايضا ويدخل جهنم ايديهم هي التي فعلت بو المسلم من هذا حتى يحرموا من رحمة الله ويعيشون على الخبت والدمار وفي النهاية لمصير لعياد بالله منه اذا فنقول خلاصة القول الجزيرة لا يبقى فيها دين للإسلام ومن لم يريد الإسلام يرحل يخرج منها ما يبقى فيها خارج الجزيرة كما قلت لكم اهل الذناء اذا حكمنا ودخلوا في ظل راية ليلة الله لا يكرهون على الدخول في الدين ابدا يبقون على مسيحيتهم او يهوديتهم حتى يشاء الله رحمتهم ودخولا ودخلوا المشركون هل نواصل قتالهم ولا نقبل ذمة ولا يدخلون في ذمتنا الجمه على ذلك مالك يقول نعامل معاملة اهل الكتاب وهذا قد يستفاد منه في ظروف خاصة يعجز المسلمون تحدث احداث يأخذون بهذه الفتحة هل عرف السامعون هذا الحكم لا اكراه في الدين ومن ارتد من المسلمين يستتاب ثلاثة ايام ترجع الى دين الله وللاء فان رفض يقتل كفار ولا يحل بقاءه بيننا ابدا لا يقاس على اليهود والنصاني لانه اسلام واتد اذا جزاؤه القتل ولكن يطلب منه ارجوع والندم العودة ثلاث ايام متتالية يحظر في المحكمة ويبقى هناك محبوسا فان اصر على ردته وخروجه من الاسلام سواء تنصر او تهود او تبلشف يقتل بحكم الله عز وجل وقضائه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الرشد الهدى والنور بنزول كتاب وبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين الغي وعرث الشرك والجال والظلم والخبث اتضح هذا وهذا فلا معنى اذا للإكراة على الدين ثم قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ما الطاغوت هذا لفظ الطاغوت والطاغية والطاغي من طاغ الشي إذا ارتفع فالصنم يعبد ارتفع طاغا أو أصبح إلها يعبد الرجل يعبد ويقدس الناس يعبدونه ارتفع طاغا طاغ الماء ارتفع اصبح كالإله اذا فلهذا كل ما عبد ويعبد من دون الله سميه طاغوت من الطغيان لاعتفاع التكب والعلوم اذا كل ما عبد من دون الله من شاء الآله والآواء وطغياء وطاغوت اذا رباد الله ايها الناس اعلموا ان من يكفى بالطاغوت ويؤمن بالله اولا يقول لا اله ثم يقول الا الله لا اله فحط فحطم كل الاله الباطلة ثم قال الا الله كفى بالطاغوت ولا لا ثم امن بالله ولهذا يقول الحكماء التخلية تجب قبل التحلية انت عليك اوساق في بدنك من عملك ما تاتي وتلبس ثيابك الجميلة وتتضمخ بالطيب الطيب وعليك الاوساق خطأ هذا ما ينفعك اولا اغسل بذنك بالماء السدو الصابون لما يطه الجسم ينظف حين الين البس الثياب النظيفة وتطيب بالطيب الطيب اما وعليك اوساق تلبس ما ينفع انفى اولا تخلى عني الاوساق والادناس وتطيب بعد ذلك بالطيب اولا اكفر بكل الالهة الباطلة وقل لا اله اعترف به ابدا ثم الا الله فذلك الهي الحق الذي اذل له اقضع واعبده بما امر نعبد فهمتم معنى التخلية قبل التحلية كذا ولا اولا تخلى عن المسكرات وبعد ذلك خذ الاوراد والاذكار اما انت قايم على المعاصي تقول اعطوني وفد اذكر الله بما ينفع التخلية قبل التحلية لان الله تعالى قال وقوله الحق فمن يكفر بالطاغوت اولا ولا لا ويؤمن بالله ثانيا فقد استمسك بالعوة الوطا العوة معوفة استمسك بها امسكها لان يسقط ابدا في النار ناجع اهل الآية فسر اما روية ان عبدالله ابن سلام حضر اليهود رضي الله عنه ارضاه عرفنا وحفظنا حياته رأى رؤية منامية واخبر بها الرسول صلى الله سلم ففسر له النبي صلى الله سلم رؤياه ماذا رأى رأى انه تحت دوحة خضراء وهذه الدوحة الخضراء في وسطها عامود الى السماء معتفع وفي رأسه عوة وعبدالله ابن سلام متمسك بتلك العوة ففسر له النبي صلى الله بان تلك العوة الاسلام الدوحة الاسلام والعوة لا اله الى الله فانت مبشر بالجنة فاصبح اهل المدينة اذا مر ابن السلام يقولون هذا من اهل الجنة ولا يشكون اذا فقد استمسك بالعوة الوثقى التي ما تنحل ولا تسقط يا عبدالله منها لم فصام لا والله سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم وضغوف ومور فليخش الله وليتقى ونؤمن بهداية الله لمن شاء هدايته وإضلال الله لمن شاء إضلاله لواسع علمه وقدرته ولسمعه بكل أشياء الكون فلا يخبع عليه شيء هذه الآية الأولى عرفنا منها أنه لا يكره أحد على أن يدقل في الإسلام يؤمى يوجه ينصح يدعى أما اتخرج المسدس قل لا إله الله إلا أقتلك هذا لا وجود لا أمد آبد يبقى الديار المشرك ليس الديار أهل الكتاب كما علمتم الجمهور أنهم يدعون إلى الدخول في إسلام أو يقاتلون حتى يسلمون عرفتم ما الطاغوت هذا مأخوذ من الطغيان وإلى لا أما قال تعالى فلما طغى الماء حملناكم بالجارية ارتفع فكل ما عبده الخلق من دون الله يقال فيه طاغوت والذي عبد وراضي بأن يعبدوه طاغوت إلا إذا أنكر عليهم ولم يقبل لهم إذا من يكف بالطاغوت أولا لا أؤمن بغير الله لا أعترف بمعبود سوى الله لا أقر أبدا أحد على عبادة غير الله هذا أولا ثم يعبد الله لأن يقولنا لا أعترف بعبادة كائن من كان إلا الله ثم لا يعبد الله ما تمسك بالعبا ما وصل إليها حتى يحقق معنى لا إله إلا الله ينفي وجود إله مع الله يعبد معه ويعبد الله عز وجل لو قال لا إله إلا الله ولم يعبد الله هل تنفع هذه الكلمة ما تنفع كاذب 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 من كل من كل معبود سوى الله لا أعطيه بعبادة كائن مكان إلا الله عز وجل فاعبده ثم قال تعالى الله ولي الذين آمنوا الله جل جلاله ولي الذين آمنوا من هم المؤمنون الذين آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله آمنوا بلقاء الله والوقوف بين يديه للاستنطاق والاستجواب والحساب والجزاء آمنوا بوحيه وشعيه المؤمنون هؤلاء الله وليون أهل تذكرون أن الولاية تتحقق بشيئين ما هم الشيئان الإيمان والتقوى هنا ما ذكرت التقوى لأنها لازمة الإيمان والله ما آمن أبد حق الإيمان إلا اتقى الله عز وجل لا تتصوى أن عبدا عارف الله وآمن بجلال وكماله ثم يعيش على معصيته وعبادة غيره مستحيل إلا فآية يونس عليه السلام بيّنت ولاية الله تتحقق لمن طلبها بالإيمان والتقوى أي بالإيمان والعمل الصالح واشتناب الشرك والمعاصي إلى الآية هي قوله تعالى من سوء يونس عليه السلام ألا وفسر النبي الشرك في الآخرة إذا كان الولي في سكرات الموت وأصبح لا يقو على أن يخبر ويتكلم بما يشاعد ياتي الوفد الكريم ياتي الوفد الكريم مع ملك الموت واسمع كلماتهم بالحاف الواحد إن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي لا إله إلا الله وعبد الله آمنوا وأطاعوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا على دين الله لا عجاج ولا انحراض تتنزل عليهم الملائكة من فوق النزول ألا من أسفل تتنزل عليهم الملائكة بماذا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشوا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم من هؤلاء بن هاشم بن تميم الصقالب الضيم السود من ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعرفون الاستقام ولا لا اي اداء الواجبات والتخلي عن المحرمات وامشي في طريقك الى دار السلام والسر هذا عند السامعين والسامعات معلوم ما السر هذا لأن العبادات تزكي النفوس وتطهرها والبعد عن مدسيات النفس من الشرك والذنوب والمعاصي يبقي ذلك الصفاء وذلك الطهر للروح البشرية اذا جاءت الملائكة تقبرها تجدها طهر كعواحهم فيعوجون بها الملكوت الاعلى وتفتح لأبواب السماء اما اذا كانت مظلمة منتنة متعفنة كعواحي الكافرين والشياطين هذه الارواح مستهل ان تدخل الجنة وقرأوا آية من صورة العراض ان الذين كذبوا بآياتنا واستقبعوا عنا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار من دخل البعير في عين الاباة مستهل كذلك مستهل على اصحاب الاواح الخبيثة ان يدخلوا دعوة السلام الطاهرة هذا حكم الله هل تعلمون ان لله حكم صدر علينا بالموت يعني هذا حكم ثاني صدر حكم الله على الانس والجن بان من زكى نفسه بالايمان والعمل الصالح دخل الجنة ومن خبثها بالشرك والمعاصي دخل النار من يذكر هذا الحكم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا حكم الله ولا لا اقسم عليه باعظم اقسام في كتابي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهم افجور وتقواها كل هذا يمين واحد لله لعظم هذا الحكم والبشر عمياء تقودها الشياطين الى المصير المحتوم الى جهنم الى عالم الشقاء وقد صدر حكم الله قد افلح فازى بالنجاة من النار ودخل الجنة من من زكى نفسه ابيض وإلا اسود في الاولين او الاخرين زكاها طيبها وطهرها بمواد خاصة الا وهي الايمان والعمل الصالح وقد خاب وخسر خسران ابدية من دساها افرق عليها اطنان الذنوب والآثام حتى اصبحت منتنى عفنة كاواحي الشياطين والله ما تفتح لابواب السماء يعوجون بها موكب يناسبها يستأذنون فلا يعد اللهم يعودون بها الى القبر ثم الى المصير المحتوم في الدركات السفلة من الكون في سجين كيف ما تعرف البشري هذا الحكم وقد صدر عليها لانهم كفروا بالله وكتابه ورسوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور يخرجهم ظلمات الكفر والشرك والجهل الى نور الايمان والعلم والمعرفة حق والله أيما موم آمن بصدق واتق الله عز وجل الا اصبح عالما ربانيا في نفس ظلم لا من الجهل ولا من الشرك ولا من الكفر وبذلك اصبح حقا على الله ان يواليه ويصبح وليه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الشكوك والأوهام الهواجس والخواطر السيئة والمسالك المنتنى والتفكر الهابط كل هذه يخرجهم من الى نور اليقين نور العلم والجانب الاخر والذين كفأوا كفأوا بمعنى غطوا جحدوا جحدوا ماذا جحدوا عبادة الله ما اعترافوا بها جحدوا رسالات الله البوصلة والمنزلة هؤلاء الكافرون الجاهدون من اولياءهم الطاغوت الطاغوت هنا الاكبر هو الشيطان الشيطان هو اعظم طاغوت لانه الذي عبد من دون الله عبادة حقيقية اذ كل من عبد كركب شجر حجر فرج مادة كذا في الحقيقة هو عابد للشيطان ان الشيطان هو الذي سول ذلك وحسن ودفع اليه اما هذا الميت قال عبدوني عبد القادر قال عبدوني هذه شاسد عبد القادر ننادي يا عبد القادر عبد القادر امر بهذا من امر بهذا الشيطان الذي عبد والذين كفر ولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات من نور الايمان الى ظلمات الكفر من نور العلم الى ظلمات الجهل لان الكافر اجهل الخلق تعرف اجهل الخلق وكافر لو كان يعلم لعرف من خلقه ومن دبر حياته ومن قاده ويقوده الى مصيره قال والخاتم الاخير اولئك البعداء اولئك اولياء الطاغوت اهل الكفر والشرك والجهل اولئك البعداء اصحاب النار لا يفارقون ولا تفارق والله ابدا صاحبك والذي يلازمك وإلى لا من اصحاب النار الذين لا تفارق ولا يفارقون اهل الشرك والكفر والعياذ بالله اولياء الشيطان اصحاب النار هم لا سوى هم فيها خالدون كم من مليون سنة والله لا نهاية ابدا خلودا ابديا اذا هذه الاية لها هداية او هاتان الايتان هداية ما تأمل لا يكره اهل الكتابين ومن في حكم كالمجوس والصابعة لا يكرهون على الدخول في الاسلام الا باحتيارهم وتقبل منهم الجزية ويقررون على دينهم هذا امر عندنا واضح يا اهل العلم ثانيا الاسلام كله رشد وما عداه كله ضلال منين اخذنا هذا قد تبين الرشد لاحة وطلعت شموس بالكتاب القرآن والنبي الموصل والشريع القائمة تبين الرشد من الغيو لا قال الاسلام كل رشد وما عدا الاسلام ظلال يهوديا نصرانيا بوديا صابعا كل ما شئت من الميل الهابطة كله والله ظلال لا رشد فيه لا رشد فيه لانه ما يزكي النفس ولا يعد صاحب للجنة لانه لا يطهر الارواح والقلوب العقول عقول ابدا الكفار هابطون كالحيوانات ثالثا التخلي عن رذائل مقدم على التحلي بالفضائل كما علمتم التخلي قبل التحلي رابعا معنى لا اله الا الله معنى لا اله ولا fame منين اخر فمن يكفر الطاغوت ويوم بالله فقد استمسك بالعواط هذا معنى لا اله الى الا الله ولا يكفر الطاغوت قال لا اله لم يعتب فيه الا الله عَاف الله فله هذا معنى لا اله الا الله وهي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت خامسا ولاية الله تعالى تنال بماذا بالحسب والنسب بالبطولات بالشجاعات تنال ولاية الله بشيء بالإيمان والتقوى ما هي التقوى يا أبناء الإسلام ورجالاته التقوى فعل ما أمر الله به وتوكمانها الله عنه بذلك نتقي غضب الله أولا ثم عذابه ثانيا ما هناك حصون ولا أصوى ولا جيوش نتقي به عذاب الله أبدا ما يتقى إلا بطاحته عرفتم التقوى هل يستطيع من تحت السماء أن يتقي الله وهو لا يعرف ما أمر الله به ولا نهى عنه يمكن مستحيل لا يمكنك يا عاقل أن تتقي الله إلا إذا عرفت فيما تتقيه أعود بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي في ربي أن أتاه الله أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين معاشر المؤمنين والممنات حجاج إبراهيم لم يكن فقط مع هذا الطاغية أن مود ملك البابليين بل كان مع والده وكان مع قومه ولو أمكن أن نستعرض تلك المواقف من صورة الأنعام يذكر تعالى لنا هذه المحاجة إذ يقول تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشيكون به إلا أن يشعر بي شيئا وسعربي كل شيء علما إلا أن يشعر بي وسعربي كل شيء علما أفلا تتبكرون نستعرض ما شاء الله من مواقف إبراهيم مع قومه ومع أبيه ومع هذا الطاغية ومن ثم يتجل لنا معنى هذا الحجاج إذن من صورة الأنعام قول ربنا عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهاء إني أراك وقومك في ضلال مبين هذا يواجه به والده آزر وإذ قال أذكر يا رسولنا واذكر أيها المؤمن إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهاء إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل أرآ كوكبا قال هذا ربي فلما أفل ذهب قال لا أحب اللافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني يا ربي لأكونن من القوم الظالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهيا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وهكذا يستدرجهم من النجم إلى القمر إلى الشمس وهم عبدة الكواكب لما ألقنا قال هذا أبي من أجل جذبهم إلى أن يتأملوا ويتأكدوا لأنه يعتقد أنه أبه فلما أفل واذهب قال ربي ما ينبغي هذا لا يصبح أن يكون إلها فلما ألقنا بازغا قال هذا أبي هذا أبي وهم يسمعون ويشاهدون فلما أفل قال لئن لم يهدين ربي لأكونن من قوم الظالين معناه أنه يطلبوا الهداية من أجلهم حتى يوفقوا ويصحوا من غفلتهم فلما أرى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت وانتهت غابت ماذا قال قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين هذا كان مع والدي قال تعالى وحاجه قومه في مواقف متعددة وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشعى ربي شيئا قالت العلماء هذا الاستثناء لو أنه عثر أو أصابة شوكة لقال آلهتنا هي التي أصابتهم فاحطاط وقال إلا أن يشعى ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ثم قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا إذن وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقوا بالأمن أنا أمنتم أي الفريقين أحقوا بالأمن من عذاب الله وعذاب النار وكان الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال تعالى وكلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليهم ومن صورة الأنبياء حجاج آخر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال الأبي وقومه ما هذه التماثيل ألي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال با ربكم رب السماوات والأرض الذي فطاهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدا أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ونفذ فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إله يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يضطرهم وقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقونه فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من الله ما لا ينفعك شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصوا آلهتكم إن كنتوا فاعلين قلنا يا نارو كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى عرض التي باركنا فيها العالمين الآيات ومن صورة اليقطين إذ قال تعالى وإن من شيعته أي من شيعة نوح في دعوة الله إلى عبادة الله وحده وبين نوح يباهيم آلاف سنين وإن من شيعة إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبي وقومي ماذا تعبدون أئفكا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني ساقيم فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلاتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لأن تنطيقون فراغ عليهم ضغبا باليمين فأقبلوا ليزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم ما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا بي كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هبلي من الصالحين وذهب إلى أرض الشام هذا كله وفي صورة مكة في صورة مريم خجاج إبراهيم مع أبي إن إبراهيم كان صديقا نبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنع عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجو منك وهجوني مليا قال سلام عليك سأستغفل لك ربي إنه كان بحفية وأعتزلكم وما تدعون من ذن الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وهبنا له إسحاق وياقوب وكلا جعلنا نبيا حجاج طويل هذا إبراهيم هذا الأب الرحيم السرياني عليه السلام الآن لما حكموا عليه بالعدام وسجنوا وما زالوا يشعلون النيران ويجمعون الحطب ويوقدونها إذ أوقدوا نارا ما رأتها الدنيا الطائر إذا طار فوقها ما يستطيع يحترق وكان النساء ينذرن للآلهة بحزمة الحطب يا إلهي إذا حصل كذا وكذا أنا أحمل حزمة حطب في نار إبراهيم والعجيب حتى الحيوانات الساقطة أيضا كانت تساعد اللهم نعم إلا الوزغة هي الخبيثة التي كانت تنفق في نار إبراهيم باقي الحيوانات لخرى ما فعلت فلهذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن من عفر على الوزغة فليقتلع لأنها كانت تنفق في الحطب في النار ليتأجج على إبراهيم عليه السلام هو الوزغ معروف إذن لما سجنوه ينتظرون إصدار الحكم عليه وقع هذا الحجاج بينه وبين الملك النمرود فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا ما تم بين إبراهيم والنمرود ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه كيف يحاجون في الله يقولون لا يعبد الله وحده يعبد معه هذه الآله التي تركنا ورثناها عن أبائنا وأجدادنا وعبادة الله عز وجل هي سر الحياة وعلة هذا الوجود فقد خلق كل شيء من أجل أن يذكر ويشكر فكيف إذن يعبد غيره بأي منطق أو قانون أو شاعن الحق أي يخلق ويرزق ويدبر الحياة كلها من أجل أن يذكر ويشكر وإذا بالشياطين تجتال الآدميين وتجعلهم يعبدون من لا خلق ولا أرزق ولا أعطى ولا منع ولا ذر ولا نفع هذا كيد الشياطين هم مكروم إذن قوله تعالى أن آتاه الله الملك المفهوض أنه يشكر الله الذي ملك وأعطاه وأصبح سلطان في تك الذياب لا أنه يحارب أولياء الله ويصف عن عبادة الله أمن أجل آتاه الله الملك ثانيا اللفظ أيضا يتحمل معنا آخر وهو لما ملكه الله وطغى وتجبى وتكبى أعرض عن عبادة الله وحارب أولياءه وكل الحالين مذموم المفروض أن من أعطاه الله يشكر الله ويعبده ويدعي إلى عبادته لا أن يعرض عن عبادته ويعبد معه غيره لكن الطغيان ناتج عن ما أوتي من الملك والسلطان والآثاء والأخباء تدل على أن هذا الطاغي أهلكه الله وجيشه بماذا؟ بالبعوض تسلط عليهم بعوض مزق ذاك الجيش بكامله نقمة الله عز وجل والنموض نفسه دخلت بعوض في أذنه وأصبح لا يطيق النوم ولا الأكل ولا الشعب وعن يمينه وعن شماله وجلانه يضربانه على رأسه بأشياء إما بخشب وإما حتى يهدأ حتى هدك عالتك الحال هذا النموض ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم وسأل من ربك يا إبراهيم الذي من أجله فعلت وفعلت وفعلت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الذي يحيي من شاء ويميت من شاء هو ربي أو الذي يحيي الحياة ويميت الأحياء ذلك خالقي وذلك ربي وإلهي ومعبودي وهو حق إذن فالطاغية قال أيضا أنا أحيي ويميت فأطلق سراح من كان محكوم عليهم بالعدام لجرائمهم وادعى أن أحياهم أنا أحيت هؤلاء وأتى بمن حكم عليهم بالموت فقاتلهم وادعى أنه بهذا يحيي أيضا ويميت وهذه مغالطة تشمعز منها العقول الحياة أنتهب الحياة وتوجد والموت هو أن تميت من تخلق فيه الحياة أما الله خلق هذا وخلق هذا وحكم بالموت على هذا وأجل هذا أنت ما فعلت شيء ما هي قدرتك التي فعلها وهي مغالطة عرفها الخليل وعدل عنها وقال له تعال إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب الله يأتي بالشمس عند طلوعها من شرق الكرة الأرضية عاكس أنت وأتي بها غدا من المغرب وبذلك تتجلى قدرتك ويعلو سلطانك وتكون المستحق لأن تطاع فوقف مشدوها حيرانا كما أخبر تعالى فبهت إن قطع كلام ولم يقع على أن يتكلم فبهت الذي كفر لولا كفره ما كان يبهت كان يفتح الله عليه ويجيب كما مرت بنا آية الأنعام وتلك حجتنا آتناها إبراهيم على قومه ما من مؤمن ذي بصيرا ورباني صادقا ويحاجه ظالم وكافر إلا غلبه ولا يستطيع أن يهزمه حادثة تكررت عادية مسيحي مع مسلم على السيارة يتحدث يعني فقال المسيحي يا مسلم أنتم تعتقدون أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون كيف تكون بطونهم هذه لأن معتقد الصليبيين النصارى من القسس إلى غيرهم يعتقدون أن أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون لأنهم ليسوا أبدانا وإنما هي أرواح فقط كما هي الآن في دار السلام أرواح المؤمنين الطاهرة إذا مات المؤمن أو المؤمنة تترك في الجنة إلى أن تنتهي هذه الدورة ويخلق الله الأجسام من جديد وتدخل فيها وتعود الحياة كاملة والسعادة بالروح والبدن معا لأن الآن في الدنيا السعادة تحصل للبدن وفي القبر للروح فقط ويوم القيامة السعادة للروح والبدن معا الآن سعادتنا في أبداننا في القبور والبرزخ في الأرواح فقط ما في أبداننا في البعث يوم القيامة السعادة كاملة الروح تسعد والبدن كذلك يسعد فهذا المسيح يصخر مقالدا كيف تكون بطونهم مملوء بالخوئ والبول وهم يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون وحقا تلك الأغذية كلها تتحول إلى عرق أوطي بن ريح المسك فقال له العربي الأمي أيضا قال له اسمه الجنين في بطن أمه لما يتخلق يصبح يتغذى من دم أمه وينمو بذلك الغذى أربع أشهر سادس سابع ثامن التاسع هل يبول أو يتغوط والله ما يبول ولا يتغوط بمجرد ما يخرج من بطن أمه يبول إذن كيف بطن أمه امتلى إذن بالبول والعاذ فانقطع الصليب واندهش وبهد الولد في بطن أمه أربع أشهر وهو يتغذى وإلا وعلى الغذاء ينمو يوم التاسع من الشهور لما حين الوقت بمجرد ما يخرج يبول ويتغوط لماذا ما باء الأول ولا تغوط لو كان يبول ويتغوط كيف يصبح أرحم أمه أو بطن ولكن تقدير وتدفير العزيز العليم والشهد عندنا إلى اليوم لا يحاج كافر ممنا إلا أنهزم وتمت محاجة عظيمة مطبوعة في جامعة الإمام محمد بن سعود وزعت في مجلد هذا صليب كبير بريطاني حاجة مؤمنا عالما العلماء المسلمين في الهند واجتمع للحجاج خلق كثير لأنها محاجة ذات قيمة ونصر الله عز وجل المسلم وانهزم ذلك الصليب نزام شر هزيمة والذي يذكر بخير أن السلطان عبد الحميد العثماني ترجم تلك المناظرة إلى تشغي لغات عالمية ووزعها إلى تشغي لغات ونشرها بين الناس وهذه الحقيقة لأن الله عز وجل ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات الجهل والحيرة إلى نور العلم والبصيرة ما من مومن يقف لله عز وجل إلا وينصره الله ويؤجده وليس هذا خاص بإبراهيم ولا بغيره وتلك حجتنا التي نهبها من نشاء من عبادنا آتناها إبراهيم إذن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم من هو هذا هذا النمود هذا ملك البابليين هذا الذي قال ما تسمعون أن آتاه الله الملك تأمل هذه الجملة من أجل أن آتاه الله الملك يقف هذا الموقف أما ينبغ له أن يستحي من المنعم المتفضل المحسن يقف يحاج في الله عز وجل وإذ أن يبطل عبادته ويصف الأمة عن ذكره وعبادته أين العقل أين الخلق الفطر أين أين ثانيا كما قلنا أن آتاه الله الملك في إشاء همز إلى أن الذي يؤتى السلطان والقدراء إذا لم يعصمه الله إذا لم يحفظه الله إذا لم يتوله الله إن كان موميا يصاب بالطغيان وقد شاهدتم سمعتم والتعالي والتكبر والإفساد في العرض علّ وقال لذلك إن الإنسان لا يطغى متى أن رآ نفسه استغنى إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى أي رآ نفسه استغنى عن الناس يتكب ويتعلى لهم إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إن الإنسان لظل مكفار وهذه القضية معاشر المستمعين ينبغي أن نرددها أولا إن الإنسان لظل مكفار إن الإنسان إن الإنسان إن كان ظلوما جهولا ظلوم جهول ظلوم كفار يطغى أن رآه استغنى هلوعا إذا مسه الخير يجزع وإذا الخير يمنع وإذا مسه سيجزع وما العلاج وما الدواء توجد ماذا نقول وصفى طبية والطبيب هو رب تهانا ذات ثمانية أرقام أي مامون يستعملها بإشراف طبيب إلا ويتخرج من أصاح الخلق وأكملهم وإن لم يجد الطبيب المشرف عليه ولكن يستعين بالله ويستعملها شيئا فشيئا يبرع أيضا من أسقامه من الظلم والجهل والكفر والشح والبخل والجزع لكن قد تطول مدته أو لا يكمل برعه على الوجه المطلوب بل لا بد من إشراف طبيب أين توجد هذه الوصفة الطبية بأرقامها ثمانية هذه توجد في القرآن العظيم في كتاب الله الذي نقع على الموت من صورة المعارج سأل سائل يقول تعالى إن الإنسان خلق هلو هذا طبعه إذا مسه أشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا والجزوع كثير الجزع والمنوع كثير المنع ما قال إذا مسه الخير جزع وإذا مسه الشر منع لا جزوع ومنوع ثم ذكر الأرقام الثمانية إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم الذي يصلي ويديم صلاته على الوجه المطلوب هذه الصلاة تبرئ من ذلك الجزاء وذلك المنع وتبرئ من ذلك الظلم والكفر ومن الطغيان والتعالي رقم رقم اثنين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذي يؤدي الزكاة كما شرع الله وبين رسول الله صلى سلم ماء وينفق على أسرته وليتام والمساكين ولا يبخل ولا يظن ينفق للسائل المحروم هذا الرقم ايضا يفعل العجب في النفس البشرية صاحب هذا الرقم والله ما يكذب ولا يغش ولا يخدع كيف يصرف هذا المال لوجه الله ويسرقه ما هو معقول أبدا ثالثا والذين يصدقون بيوم الدين الذين يصدقون بيوم القيامة يوم الجزاء يوم الحساب والجزاء هذا الوص هذا الرقم ايضا يفعل في النفس البشرية العجب في تزكيته وتطيره لما هو موق انه سيسأل ويحاسب كيف ذن يظن ويبخل كيف يظلم يكفر كيف يطر كيف يجزع هذا يؤثر فيه اعظم تطير والذين هم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون قطعا فالذين يعيشون على هذا الايمان وانهم يخافون من ربهم ان يعذبهم اذا خالفوا الله اذا فسقوا عنه اذا خرجوا عن طاعته يعيشون ليلة نهار كما تعيشون مشفقين من عذاب الله لان عذاب الله من يؤمن منه فلهذا لا يقتحبون اودية الضلال والشرك والباطن والكفر لخوفهم صاحب هذا الرقم ايضا يتعالج باذن الله تعالى ويبرع من الامراض الستة المذكورة في الآيات ثامع والذينهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكة ايمانهم فانهم غير ملومين من يلومهم وقد اذن الله له في ازواجهم وما ملكة ايمانهم اذا فهذا لليحفظ فارجاه من الوقوع في الفاحشاء هذا الحفظ هذا يفعل عجب في تزكية نفسه وتطهير اذا والذينهم لاماناتهم وعهدهم راعون الذي يعيش كراعي الغنم يرعى امانته وعهوده لو تضع تحت يديه ما شئت من المال والله لا ينقصك درهم واحدة لو تودع عنده امرأة حتى تعود من جهادك او صفرك والله لا ينضو اليها ولا يتفت اليها تودع كلمة يصونها ويحفظها هذا الذي يحاضر على الامان وعلى الاهد يعصي الله يظلم يجزع يسخط والذينهم لاماناتهم وعهدهم وعن سبع والذينهم بشهاداتهم قائمون لا يميل يمين ولا إسار لا مع أخ ولا عم ولا قريب ولا بعيد ولا غني ولا فقير يؤدي شهادته كما علم وليكن ما يكون هؤلاء وآخيرا والذينهم على صلاتهم يحافظون الادامة غير المحاضرة يحافظون على أوقاتها آدابها شروطها أركانها حتى تثمر لهم الزكاة في نفوسهم هذه الوصفة لا يضعها إلا الله إن طبقتها بإشراف العالم ربان المزكي نجحت في أقرب وحد وإذا ما وجدت وأخذت أنت تستعملها ينفعك الله تعالى بها إذن غلم الإنسان وكفره وجهله وجزعه وطغيانه هذه الطباع هذه الغرائز التي تقوها وتذكي نارها الشياطين إذا لم يعالجها الإنسان ظكاء وانثاء بهذه الأقام لا ينجو منها ولا يسلم أبدا والحمد لله هو الذي وضع هذا خلق الدواء الدواء وأرشد إلى استعمال الدواء للبعد والنجاة من الداء مرة ثانية إن الإنسان خلق هلوها إذا مسه الشر جزوع يجزع ما تستطيع أن تمشي معه ولا تجالسه من الصراخ والتألم تحص لا صبر أبدا ولا يفوض أمره إلى الله ولا أبدا لأنه مريض وإذا مسه الخير مانع ولا يعطي ولا يبذل ولا ينفق لأنه مريض فإذا أراد الله له الشفاء فالوصفة الربانية موجودة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموال حق ملوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم العذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت عمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ورى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك الأعلون السامون في جنات مكرمون اللهم اجعنا أولئك في جنات مكرمون ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الطاغ يسأل إبراهيم لما خرجوا من السجن قبل الإحكام للإعداء إلقائه في النار حاجه وسأله قال إبراهيم ربي معبودي الحق الذي يعبده الذي يحيي ويميت خالق الحياة الموت قال الطاغ أنا أحي وأميت أيضا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشاق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وانقطع قالت العلماء من هذه الآية بيان جواز الحجاج في الدين مع المبتدعا مع المعطنين مع الناقسين مع الكافرين ولا حاج لتظهر لهم حجة الله عليهم هذا إبراهيم يحاج قال والله لا يهدي القوم الظالمين دائما وأبدا إلى يوم القيامة الظالمون الخارجون عن عبادة الله عقيدة وقول وعمل هؤلاء الظلم وإذا أطلق الظلم في الغالب يطلق على الشرك لأنه أفضع أنواع الظلم أفضع أنواع الظلم الشرك الظلم عندنا تسلب مال فلان تقتل فلان ظلم والذي يسلب الله تعالى حقه كيف يكون موقف ويتحداه ويعطيه لغيره مع أن الله خلقه ورزقه ودبر حياته وكلأه وحفظه ورعاه وهو عبد ومخلوقه يغمض عينيه عن ربه الخالق الرازق المدبر ويفتح ما في صنم أو كوكب أو فرج أو شهوة أو إنسان أو حيوان أي ظلم أعظم من هذا لما نزلت هذه الآية اندهش الأصحاب آية حجاج إبراهيم إذ قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لما حاجم قال فأي الفريقين أنا أم أنتم أحق بالأمن قال كلمة إبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلى طريق السعادة والنجاة هذه الآية لما نزلت المؤمنون اندهشوا قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه إذا كلا أمنى من عذاب النار إلا من لم يخلط إيمانه بظلم أينا ما ظلم هذا ظلم أخاه وهذا ظلم حيوان هذا ظلم لا بد يقع فقال ليس الأمر كما فهمتم المراد من الظلم هنا الشرك ألم تسمعوا إلى قول لقمان الحكيم لما كان وضع ولده بين يديه وأخذ يربيه ويعلمه يا بني لا تشير بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشير بالله وعلل لهذا بقول إن الشرك لظلم عظيم لا أعظم من ظلم عبد عبد يترك ربه ويعبد غيره مع أن هذه المخلوقات كلها مربوبة مخلوقا لما نعبد عيسى عيسى من خلقه لما نعبد ماري ماري مخلوق لله خلقه لما نعبد روح القدس جبريل أليس جبريل مخلوق لله من جملة ملائكته والذين يعبدون العزير كاليهود والذين يعبدون الأولياء يوجد في المسلمين من يعبدون الأولياء قبل خمسين سنة أربع خمس قرون ما تستطيع أبدا أن تجد إلا نادرا من لا يقول يا سيد فلان والله عند أبواب الأسواق الشحاذ الفقراء يفع يدي يا سيد فلان لوجه فلان لوجه فلان ولا يذكر الله بأعيننا رأيناهم أعظم من هذا المرآة والطلق يهزها وقد ربطوا حبلا في سارية العمود إذ ما فيه مشافي ولا ممرضات ولا مقبلات ويتسق يا الله يا رسول الله يا ربي سيد عبد القادر يا فلان يا فلان لو تموت كيف تموت هذه يقولون لك إذا أصابت مصيبا يا مغربي استقبل القبل ونادي يا راعي الحمراء يا مولى بغداد يأتيك ويفرج ما بيك وإن شككتم هذا تفسير المنار للشيخ رشيد عيضا وبعضه لشيخ محمد عبد يقصون عليكم قصة عملية واقعة قال سفينة تحمل الحجاج أيام الدولة العثمانية من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشام تأسوفين مواني وتحمل الحجاج البلاد أطرابلس كندرية يا فحيفا اللاذقية قال وجاءت عواصف بحرية أمواج هذا يقع في البحر والسفينة ماهي كماهي الآن بالهيدوجين وإلا بالفحم وإلا بالشراء قال وماجت السفينة واضطربت واضطربت فأخذ الحجاج يا رسول الله يا بيدوي يا عبد القادر يا مولاي فلان يا عيد أرس يا فاطمة يا حسين ويوجد بينهم فهل قوي وقف ورفع يديه إلى الله وقال يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوا ما عرفوا إليكم رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول في رسائله شرك الأولين أخف من شرك الحاضرين والله لا أخف وإليكم الصورة شاهدتم هذه السفينة ولا لا لما فتح الله على رسول إساس المكة ودخل جيوش عو 12 ألف الطغاءات هربوا ما استطاعوا ينتظرون خافوا على رأسهم من عكرم ابن أبي جهل وكان أبا جهل رقم واحد لابنك الأبي في عدوة الرسول السلام ما إن هرب إلى أين لساح البحر جدا وجد سفينة تريد أن تقلع راكب إلى الحاب شائلين ما يشاهد محمد في مكة فلما أطلق السفينة من رساها ومشت كيلو واثنين اضطربت وجاءت الأمواج فقال ربان أو الملاح يا جماعة يا عباد الله ادعوا ربكم قبل أن تغرقوا فأخذوا يا الله يا الله يا رب الكعبة يا رب إبراهيم وهم مشركون ما قالوا لا لات ولا عز ولا ولا يا الله يا الله فقال عكري ما هذا الذي هربت منه يلحقني حتى نفس فينا أنا هرب من هذا التوحيد والله ترجع بي إلى الساحل ولأقبل أن يدى محمد ورده إلى الساحل ورعصا إلى مكة وطاح بين يدي الرسول يشهد أن لا إله الله وأن محمد صلى الله وقرأوا لذلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البار إذا هم يشركون ونحن لا بالعكس ما في فرق بين البار ولا البحر عند المصيبة وعند آل كون سيد بلان والحمد الله أنقذنا الله عز وجل هذه دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب التي كان يتقزز منها الغافلون والغالطون وانتشر هذا النور وأصبحت ما تسمع من مومن يقول يا سيد عبد القادة إلا بعض العوام شخص كان معنا وحد وركبنا في السيارة خرجت السيارة ويسوق خرجت السيارة عن الطريق يا رسول الله يا رسول قلت أين الله كيف نسيت أين الله إذن العلا الجهل النجاة العلم كيف نطلب العلم يا شيخ والله ما هناك مشق ولا كلف أبدا لا تحمي القرطاص ولا قلم ولا توقف أبدا مصنعك ولا مزرعتك ولا متجرك فقط إذا مالت الشمس للغروب يأتي المؤمنون بأبنائهم ونسائهم إلى بيت ربهم ويوسعونه كهذا ويتلقون الكتاب والحكمة ما بين المغرب العشاء كل ليلة اليهود والنصار والمشركون إذا دقت السادسة وقف العمل وذهبوا للمقاه والملاه والمراقص والمقاص إذ هذا دين هذا باطل ونحن أين نذهب إلى بيوت الرب عز وجل نتلقى الكتاب والحكمة ونزك أنفسنا ما تمضي سنة واحدة على أهل القرية إلا وكلهم وليو الله لما ما نفعل هذا هذا ينقص الحياة هذا يوقف العمل الجواب لا هذا الذي يوجد لخاو المودة والمحبة لا سينا إذا وجد صندوق حديث في المحراب يا معشر المؤمنين والمؤمنات من أراد أن يتصدق فليضع في هذا الصندوق يا معشر المؤمنين والمؤمنات من زاد على قوته ريال يضح في هذا الصندوق يمتلئ وينمى في تجارة أو مصنع أو مزرعا وإذا به يدر عليهم اللبن والخير وفقراء القرية لا يبقى لهم وجود وتنتهي السرق وترصت البكاء والجزاء آبدا أسر واحدة لما ما نفعل هذا أجيبوني لأننا ما عرفنا ما أيقن بهداية الله